تستمعون اليوم الى الرواية داخل الستار التي كتبها جاندا براساد بهتوال استمع حتى النهاية وشارك فلنبدأ بالرواية اليوم كانت باسينيتي مشغولة للغاية جميع الشباب الذين عرفهم غادروا القرية لقد ذهب الشباب من جميع انحاء القرية الى المدينة وخارجها ليصنعوا مستقبلهم احيانا تتبادر الى ذهن باسينت ايضا افكار السفر الى الخارج يراقب باسينت البيئة المحيطة به ويبدو ان التلال تحبه يبدو كما لو ان المياه المتدفقة في النهر بالاسفل تغني اغنية قلبه اوراق الاشجار تهتز يبدو كما لو ان باسينتي لن يذهب الى اي مكان ويبقى بالقرب منه لم يكن من الممكن ان تقول الطبيعة ما فكرت به لكن تلك الاشياء حدثت فقط في فهم باسينتي باسينتي فتنا من عائلة فقيرة توفيت والدته عندما كان صغيرا ولم يحضر والده اما اخرى لابنيه كان الجد والجدة والعم والعمة وابناء العم حاضرين ايضا في منزل باسينتي لبضع سنوات ومع ذلك الان بعد وفاة جده وجدته وامه بدأ الاعمام والعمات في العيش منفصلين حاليا لا يوجد سوى ثلاثة اشخاص في منزل باسينتي والد باسينتي وباسينت نفسه وشقيق واحد لباسينتي يتفهم باسينت حزن المنزل جيدا واذ يشعر بحالة والده يساعد والده في العمل قدر الامكان سوف يحب اخاه بنفس القدر الاسرة الصغيرة بخير الى حد ما لكنها تتعرض لضغوط بسبب نقص الموارد المالية حتى في بيئة القرية لقد بدأ باسينتي يدرك ان مسئولية العائلات تقع الان على عاتقي يريد ان يتحمل بعض المسئولية ذات يوم في المساء بعد تناول العشاء ستنام عائلة باسينتي في كل مساء تقريبا كان والد باسينتي معتادا على اخبار ابنائه ببعض المعرفة الجديدة في ذلك المساء بدأ باسينتي باخبار والده وشقيقه كيف يمكننا التقدم من البداية كما اصبح والده سعيدا بعد سماع كلمات ومفاهيم باسينتي الان والد باسينت سعيد جدا لان ابنه ليس كبيرا فحسبه بل ايضا حكيما وناضجا نعم لقد اجتاز باسينتي الصف الثاني عشر من مدرسة القرية الثانوية حصل العديد من اصدقائه على جوازات سفر وذهبوا للعمل في الخارج لكسب المال لكن رغبة باسينتي العميقة هي الحصول على التعليم العالي نظرا لعدم وجود مؤسسة تعليمية في القرية للدراسة فوق المستوى الثاني عشر بدأ قلب باسينتي يشعر بالحزن تبدأ الامور باللعب في ذهنه وتظهر العديد من الاحتمالات ومع ذلك فان مثل هذه الاحتمالات الموثوقة لم تأتي توصل باسينت الى استنتاج مفاده انه اذا كان بامكانه الذهاب الى كاتماندو والقيام ببعض الاعمال فيمكنه بالتأكيد الحصول على التعليم العالي والان كيف ساتمكن من الذهاب الى كاتماندو من سيساعدني في البداية الاخ تبدأ الاسئلة باللعب داخل عقل باسينتي تتبادر الاسئلة الى ذهن باسينتي وتختفي انه غير قادر على العثور على غطاء موثوق لكاتماندو يخمن والده ان رغبة ابنه العميقة ورغبته وخطته الثابتة للذهاب الى كاتماندو موجودة وفي احد الايام قال لباسانت يا بني عندما كنت صغيرا جدا كانت لدي صداقة مع ابني باندت باجي من غير دون انه كان امرنا هو نفسه ايضا لقد كنا دائما نتفق جيدا عندما التقينا لقد احبني باندت باجي كثيرا ايضا في بعض الاحيان تم شراء الملابس ايضا ارسل باندت باجي صديقي ميجيو للدراسة في فانراس في ذلك الوقت وبعد ذلك بقليل هاجر باندت باجي ايضا الى تيراي مع عائلته باكملها بعد سنوات قليلة من الهجرة توفي والد صديقي باندت باجي اسمه صديقي هارينا رايان وهو الان منجم كبير في كاتماندو في غريدات في كاتماندو يعرفه الجميع على اسم المنجم هارينا رايان يا بني عليك ان تتذكر اسمه في قلبك اذا كانت لديك مشكلة في مكان ما في كاتماندو فذكره بالاشياء القديمة كان ذلك قبل اكثر من ثلاثة عقود ماذا سيتذكر بعد الاستماع لقصة والده اقتنع باسنتي لانه قبل ذلك لم يكن يعرف حتى بوجود ميتبا ولم يسمع عنه من والده من قبل بالنسبة لباسنتي نمى جدار سميك في قلبه لقد شعر ان حلمه بالذهاب الى كاتماندو سوف يتحقق وكما يقول المثل حيث توجد الارادة توجد الطريقة فان السؤال عما يجب القيام به ومكان الاقامة في كاتماندو لا يزعج العقل انه على وشك الذهاب الى كاتماندو من بنتشثار يبدو ان الابا يوفر بعض النفقات عن طريق بيع الماعز ويقول ابن للذهاب الى كاتماندو من هنا عليك ان تمر عبر جابا لدي صديق طفولتي يدعى صندر لافاتي في بيرتمود جابا يقود سيارة تنطلق من كاكادفيتا الى الظهراني اذا التقيت قد تتمكن من الحصول على المساعدة مع الاخذ في الاعتبار بركات والده انطلق باساند الآن في رحلته الى كاتماندو عبر جابا جاء باساند الذي كان يسير باتجاه كاتماندو من قرية منطقة بنتشثار الى بيرتمود وبدأ البحث عن صندر لافاتي متذكرا قول والده لم يتمكن من مقابلة شخص يدعى صندر لافاتي في مثل هذه البيئة الواسعة لقد علم ان هناك اربعة او خمسة اشخاص يدعى صندر لافاتي لكنه لم يتمكن من مقابلة اي صندر لافاتي معتقدا ان الاجتماع مع صندر لافاتي لم يكن مهما حجز تذكرة حافلة ليلية من فيرتمود وغادر الى كاتماندو هيا بنا حافلة كاتماندو على وشك المغادرة بعد ان صاح مساعد السائق من الباب ركب باساند الحافلة وجلس في مقعده بي 6 وكان المقعد المجاور له فارغا الحافلة مزدحمة للغاية ويبدو ان جميع الناس يغادرون القرية ويدخلون المدينة وبعد ان بدأت الحافلة بالتحرك قال باسنتي لمحصل التذاكر يا اخي هل فقدت الشخص هنا يقول هذا المقعد محجوز ويقال للصعود من ضمك باسنتي تسأل مرة اخرى اين شقيق دامعك موصل يضحك قليلا يضحك الركاب ايضا في مرحلة ما اصيب باسنتي بالصدمة واغلق على نفسه تتحرك الحافلة الى الامام وفي الليل تسافر الحافلة بسرعة عالية وتصل الى دامعك عبر الطريق يصعد بعض الركاب من دامعك يأتي ايضا رجل في منتصف العمر ويجلس ببوار مقعد باسنتي رفع رأسه هكذا يكفي ان ينظر نحو ذلك الشخص في بعض الاحيان يخمن عمر ذلك الشخص مثل والده ويفكر في قلبه اي نوع من الرجال سيكون هذا الشخص افضل لو كان ينتمي الى بانتشثار تستمر الحافلة في المضي قدما بعد لحظة صمت يسأل باسنتي الرجل هل تعيش في كاتمندو وما اسمك حتى هذا الرجل في منتصف العمر كان بطيئا في الكلام حتى الجلوس في نفس المقعد اذا كان هناك الكثير من الضوضاء فانه يبدأ في الحديث عن ذلك كعم يقدم باسنت ويقول اسمي سندر لافاتي منزلي في داماك يقع في ذوكورباني يقع ذوكورباني اعلى قليلا من الساحة الرئيسية في داماك لقد انتقلت الى كاتمندو قد يكون من الممكن الاقامة لمدة اسبوع في كاتمندو وفجأة يعود الباسنت الى الصمت عقله مضطرب من يبحث عن حجر وجد الها يعتقد باسنتي اشياء كثيرة في ذهنه مشيت بحثا عن سندر لافاتي في برتمود وفي النهاية وصل الى حيث كنت يكسر باسنتي الصمت للحظات ويقول يا عم متى اتيت من بانتشثار سندر يقول لماذا يا اخي لم اذهب الى بانتشثار يسأل باسنتي مرة اخرى اليس بانتشثار هو منزلك القديم يقول سندر لا يا اخي منزلي ينتمي الى داماك دو كورباني وقد قلت من قبل واو يسأل باسنتي مرة اخرى هل تقصد البيت الجبلية القديمة يا عمي يقول سندر اوى لقد كنت تسأل عن منزلي والدنا التلة تلك هي منطقة تيراثوم يقول باسنت في بانتشثار يوجد اخوك اليس كذلك يقول سندر لا احد من اخوتنا واخواتنا موجود هنا في بانتشثار بعد محادثة قصيرة مع سندر لافاتي يشعر باسنتي بخيبة امل بعض الشيء عندما رأى ان اسلوب حديث باسنتي الفضلي قد استرخى منذ فترة بدأ سندر لافاتي في الثرثرة بنفسه رحلة حافلة جابا كاتمندو الليلية هي رحلة ليلية هناك اشياء كثيرة خلال الرحلة يتم استجواب كلاهما عن عاداتهما وشيوخهما وكل شيء تتوقف الحافلة لتناول العشاء في سوق يسمى للجارة يذهب سندر لافاتي الى الفندق لتناول العشاء لكن باسنتي يجلس في الحافلة ويأكل الدلموث والارز والماء بعد تناول الطعام تستمر المحادثة بين سندر وباسنتي لبعض الوقت بحلول ذلك الوقت كان جميع ركاب الحافلة نائمين بالفعل عند رؤية الركاب الاخرين نائمين فانهم ايضا يشعرون بالنعاس وينامون على صوت اهتزاز الحافلة محطات صغيرة وكبيرة تأتي وتذهب على الطريق تتوقف الحافلة عادة في مكان ما الركاب يجلسون ايضا في حرة مغلقة في الصباح صدر امر في الحافلة ينص على تناول وجبة الافطار في مغلين تتوقف الحافلة ايضا هناك لفترة من الوقت يصبح جميع الركاب طازجين بطريقة او باخرى اثناء سفره من مغلين الى كاتماندو يشعر باسنتي ايضا انه على وشك الوصول الى كاتماندو الان يتوقب سنتي الى سؤال صندر عن اشياء كثيرة وكم مرة ذهب عمي الى كاتماندو يقول سندر يا اخي عدا ولكني الان ساعيش في مكان يدعى ناخي بطفي لاليتبور بدلا من كاتماندو لبضعة ايام منزل قريب هناك واين ستقيم يقول باسنت عمي انا ذاهب الى كاتماندو للمرة الاولى ومع ذلك كان فيرتمود ودماك ايضا الاول والجديد بالنسبة لي لقد تجولت في منطقة فيرتمود لفترة من الوقت بحجة شراء تذكرة حافلة في الليل لكنني رأيت فقط قدرا كبيرا من دماك كما يمكنك رؤيته في الحافلة كيف هو الحال في كاتماندو سندر يفكر في العقل بطريقة ما هذا الرجل ليس ورائي يأخذ الاحتياطات اللازمة يسأل باسنت مرة اخرى اين تعيش في كاتماندو الى اين ان ذاهب في من تعيش وكيف ستدرس في المستقبل يقول باسنتي يا عمي الامر بالتأكيد ليس سهلنا بالنسبة لي لا اعرف احدا من هنا لكن كاتماندو مدينة كبيرة الجميع يقول انه سوف يتكيف تدريجيا قد يكون الامر صعبا في البداية الان دعونا نرى ما سيحدث ومع ذلك صديق والدي هو ايضا هنا بدلا من ذلك هل تعلم اسمه المنجم هاريناريان يعيش في جوريجات يقول سندر اخي انا لا اعرف المنجم هاريناريان المكان المسمى جوريجات يقع بالقرب من حضيرة الابقار يمكنني مساعدتك قليلا عليك ان تفعل الباقية انظر كاتماندو مكان كبير سانزل من هذه السيارة في كلانكي واتوجه نحو ناخي بوتلاليتبور تذهب في هذه الحافلة وتنزل في موقف الحافلات وتستقل الحافلة المتجهة الى باشوبات جوشالا وتنزل في جوشالا ثم قم بزيارة باشوبات ناث وجوريجات قابل صديق الاب هناك وبدء حياة جديدة لكن انظر قد يكون صديقا كما تعتقد وقد يكون مختلفا عن تفكيرك قد لا تلاحظ حتى اذا لم تتمكن من مقابلة صديق الاب ميت بوبا فهناك ايضان درمشالا في غشالا يمكنك البقاء لبضعة ايام باموال قليلة جدا على الرغم من انني لست صديق والدك يقول صندر لا فاتي ربما تتذكرني كصديق لوالدك ساعطيك روبية خمسمائة سوف يساعد ويعطي المال ايضا يجد باسانتي صعوبة في تحمله سلمها لك قائلنا احتفظ بالمال وبينما كنا نتحدث بهذه الطريقة كادت الحافلة ان تصل الى كلانك في النهاية يقول صندر انظر يا اخي اذا لم تجد صديق الاب فان افضل صديق لي هو خنال ساعطيك رقم هاتفه اتصل به فهو يعرف الكثير من الناس حتى لو كان لا يعرف الناس لديه القدرة على العثور على الناس هو انه يعطي رقم هاتف خنالي لباسانتي حتى تكون متأكدا ويقول اخيرا حتى لو كان هاتف خنالي جي مغلقا فكر في المكالمة هذا الشخص مفيد لكن لا تهتم باشياء كثيرة وقول له من جانبي ذكرى طيبة لقد جئت لوظيفة اخرى باسانت يضحك ويهز رأسه تتوقف الحافلة في كلانكيتشو يستقل صندر لافات الحافلة الاخرى ويتجه نحو ناخب يصل باسانتي الى موقف الحافلات بنفس الحافلة وينزل خذ حافلة محلية اخرى تنطلق باسانتي من موقف الحافلات وتنزل في بوشالة يزور باشبات في حيرة يسأل الكثير من الناس عن صديق والده ميت بوبا بعض الناس لا يستمعون اليه وحتى الذين يسمعون يقولون انهم لا يعرفون يحاول اشياء كثيرة لا شيء ينجح كما اخبره صندر وصل الى غوشالة واقام في دارمشالة الوضع في الصباح الباكر التالي يرحب بباسانتي على الرغم من انه لم يستطع النوم مثل الليلة الماضية في الغرفة الا انه استيقظ مبكرا على الرغم من ان سريرا اناند افضل من الحافلة ليلة في دارمشالة الا انه يمكن افتراض ان سبب عدم قدرته على النوم هو الوضع الحالي وعدم اليقين بشأن المستقبل على اي حال لا يفقد باسانتي شجاعته بالتأكيد ليس من السهل عليه التأقلم مع الايام في كاتمندو لانه لا يملك حتى جهاز هاتف جوال بمجرد فتح بوابة دارمشالة يذهب لزيارة معبد باشو باتيناف تجربة الدارشاني التي قام بها باشو باتيناف اليوم تبدو مختلفة واعظم من تجربة الدارشاني التي قام بها باشو باتيناف بالامس انه لا يرى اللورد شانتار بسعادة داخل منطقة باشو باتيناف فحسبه بل يدرك ايضا تجربة اعظم ان زيارة منطقة باشو باتي تمنحه شعورا بالنعيم نوع الفرح الذي لم يختبره من قبل اثناء تجواله داخل منطقة باشو باتي يمكنه التجول في الاماكن في وقت لاحق تشعر المعدة بالهدي قرقرة المعدة تشير الى وقت تناول وجبة الافطار ولم يكن لديه حتى ساعة معها يسأل الرجل الذي التقى به هناك ما هو الوقت الان ينظر السيد الى باسنتي للحظة ويقول انها الساعة الثانية عشرة تقريبا يا اخي يقول باسنت اخي اين يمكنك ان تجد هنا فندقا يقدم طعاما نظيفا ونقيا وبسيطا مقابل المال على الاقل يقول الرجل ينظر مرة اخرى يقول يا اخي لماذا تحتاج الى فندق انه يقدم الطعام هناك اذهب الى هناك وتناول بودنغ الارزة والخضروات مجانا يشير الرجل الى هذا المكان باصبعه ويتقدم للامام باسنت مرتبك مرة اخرى ووفقا لاخرين لم تكن كاتمندو سهلة بالنسبة له رحلة باشباتي هي عمل سدر لقد سمع هذه المقولة عدة مرات في القرية اليوم فجأة اصبح هذا المثل حاضرا في ذاكرته على اية حال يتحرك بهدوء نحو منطقة تناول الطعام يصطف بعض الناس لتناول الحلوى والخضروات كما انه يجلس في الطابور ويأكل بسهولة الحلوى الساخنة والخضروات اكثر فاكثر اثناء اضافة بودنغي الارزي لم يعتقد انه سيطلب المال لاحقا لكنه واثق من كلام الرجل الذي التقى به سابقا لذلك فهو مهمل بعد تناول بودنغي الارزي يتحرك جميع اكلة بودنغي الارزي لا احد يهتم بهم ثم هو متأكد الطعام مجاني هل لديه دائما وجبات مجانية هنا في ذهنه استخراج او تكوين السؤال لا يمكن العثور على الاجابة في ذهنه ويسأل رجلا اخر يلتقي به هناك يا اخي الطعام مجاني دائما هنا اليس كذلك يسأل الرجل سؤالا عن المكان الذي تناول فيه الطعام من قبل يقول السيد يا اخي ليس هذا المكان فقط هنا وهناك هناك دائما غداء عند الظهر ولهذا السبب يذهب الرجل الى وجهته الان لدى باسانتي تأكيد بانه لن يموت من الجوع في كاتماندو ومع ذلك فهو يريد ان يسأل ما اذا كان يمكنه البقاء في دارامشالا الى الابد ام لا يريد ان يتأكد ما الذي يدعو للقلق عندما تكون المعدة ممتلئة باسانتي يراقب الوضع من هنا وهناك هناك يرى مبنى كيريا كوتري وفي مكان ما جدولا للاستحمام وفي مكان ما طنين باندت وفي مكان ما حركة مرور كثيفة من الناس وحتى بعض الدخان يأتي من خلف المبنى واليوم تم حل مشكلته الاصلية لكنه يبدأ بالتفكير في الايام القادمة يريد مقابلة شخص يعرف صديق الابي هارين رايان ويريد ان يسأل عما اذا كان قد تم العثور على اي شخص هناك ومع ذلك من الاشخاص الذين يأتون الى هناك لم يتبين ان احدا يعرف المنجم هارين رايان في ذلك الوقت يتذكر ما قاله صندر لافاتي فهو يعرف خنال داماك في كاتمندو حتى لو كانوا لا يعرفون يمكنه معرفة ذلك بطريقة ما ينظر الى رقم الهاتف المحمول الذي سجله صندر لافاتي ولكن لا يوجد هاتف محمول للاتصال به يجد حلا ويطلب رقم هاتف محمول مع شخص ما يأتي صوت من هناك في هذا الوقت تم اغلاق الهاتف المحمول الذي طلبته وبالمثل في اليوم التالي ايضا يبدأ باسانتي بدرشان باشباتنا لقد اصبح من ذوي الخبرة الى حد ما لقد وصل الى حالة وكأنه يعرف بعض الناس كانت الساعة حوالي الساعة الثانية عشرة بعد الظهر يتصل به الشخص الذي قدم الوجبة هناك في اليوم السابق ويسأل هل سيتناول الاخ الوجبة نعم يوافق باسانتي لفترة وجيزة على الاجابة يسأل الرجل مرة اخرى كم عدد الاشخاص هناك يجيب باسانت على الفور انا وحدي يقول الرجل الطعام يجهز اذا كان لديك وقت فراغ تعال معي يتقدم الرجل للامام عندما يقول المانح الذي يدير الطعام انه يجب قبول شيء ما يتبعه باسانتي ذهبوا الى ضفة النهري تم العثور هناك على شخص يشبه الراهبة يخبر مقدم الطعام في باسانت ذلك الشخص يجب على باطاجي قبول الطعام يقول باطاجي انه لا يستطيع اكله ثم يذهب الى شخص اخر ويطلب طعاما مقدسا يقول انه لا يستطيع ان يأكل ثم يطلب من شخص اخر يشبه بابا ان يذهب ويتناول الطعام ويقول ايضا انه ايضا لا يستطيع تناول الطعام ليس فقط باسانتي متفاجئا ولكن ايضا مزود الطعام في باسانتي مقدم الطعام يسأل باطاجي عن سبب رفضه الاكل يشير طفل صغير ذكي لبابا الى انه يمكنه تناول الطعام لكنه يحتاج الى اذن رئيسه يذهب مزود طعام في باسانتي الى بوسبابا الذي اشار اليه بابا ويتوسل من فضلك هل يجب ان تأكل بابا يقول بوبابا كم من الناس يجب ان يأكل بعد سماع سؤال بوسبابا يقول مقدم الطعام الغذاء لعشرين شخصا جاهز يجب ان تأكل يقول بوسبابا قد يأكل الاولاد الطعام لكن الاولاد يتقاضون مئة روبية لكل شخص يقدمه اذا وافقت فسوف يأكلونه وان لا حاول للاخرين يتفاجأ باسانتي بسماع اجابة بوسبابا ولكن حتى مقدم الطعام يجدها ايضا مفاجئة ويقول يقترح باباجي مرة اخرى ان لا يزعج نفسه لكن في تلك الدائرة لا يوجد تقليد لتناول الطعام دون اخذ المال اخيرا يتوسل مقدم الطعام الى بوسبابا باباجي بمعدل خمسين كان على عشرين شخصا ان يأكل بعد ذلك بوسبابا يضع شرطا اذا كان عليك ان تأكل بخمسين روبية فلن تجبر على تناول المزيد تم الاتفاق على الحصول على طعام يصل الى خمسون روبية يعود باسانت ومقدم الطعام الى المكان الذي يتم فيه تقديم الطعام برفقة عشرين شخصا يشبهون بابا الطعام جاهز الجميع يأكلون على عجل ويأخذون المال ويذهبون الى وجهتهم لكن باسانت يجد هذا الحدث الغريب ويواصل المشاهدة باسانت يراقب هناك اليوم هو اخر يوم في كريا قريب صانع الطعام ان طابور الاشخاص الذين يأتون ويذهبون للقاء يستمر ويطول وحتى اذا طلب من الاقارب ان يأكلوا فانهم يأكلون ثمرة واحدة فقط ويلتمسون الاعذار متسول باشوباتي لا يموت من الجوع هذا المثل سمعه باسانت في القرية هذا المثل يطارد عقله اليوم يقضي باسانت ذلك اليوم بنفس الطريقة في المساء يذهب الى درمشال وينام ينام جدا بسبب نوم اليوم السابق يحلم عندما يكون نائما خانال يأتي في حلمه معرفة خانال بصديقه المنجم هارين رايان قديمة ايضا لان خانال جعله يقابل ميتو بوبا حلم تلك الليلة جعله سعيدا وامنا يستيقظ باسانت في الصباح الباكري استحم باسانت في درمشال وزار باشوباتي ناث ويعود قريبا معظم الناس لا يبقون لفترة طويلة في درمشال يأتون ويقيمون لبضعة ايام ثم يغادرون تشعر باسانت بالقلق من ان اقامتها في درمشال ستكون طويلة يفكر في الاتصال بخانال ومقابلته يذهب الى نظام الطعام المجاني بدلا من اخذ الطعام المدفوع بودنغي الارز والخضروات يأكل كثيرا ويتصل بخانال من هاتف محمول خاص بالرجل عندما يرن هاتف خانال يفرح قلب باسانت يقول باسانت مرحبا خانال عمي نماستي خانال يسأل مرحبا من تريد التحدث معه يقول باسانت انا باسانت من بانتشثار يجب ان اقابلك على اي حال انا اقيم في درمشال في غشال خانال يسأل لماذا في درمشال اجابة باسانت يا عمو جئت الى كاتمندو لاول مرة لقد حصلت على رقم هاتفك من صندر لافاتي من دمات خانال يسأل وان صندر قد رحل يرد باسانت لقد ذهب من كلانكي واتجه نحو لاليتبور ما هو العمل خانال ولماذا اعطى رقمي باسانت لهذا السبب ان تعرف صديق والدي خانال ما اسم صديقي والدك ماذا يعملون باسانت المنجم هو هارينا ريان الاس هارينا ريان دي منجم يعيش في جوريغا يقول باسانتي نعم نعم يعيش في كرقات خانال اهن يا فتى افعل هذا والان عليك مغادرة دارامشلا تعال هنا بالحافلة بابار محل يأتي اولا مع الامتعة تعال بالحافلة بعد مجيئك الى بابار مهالت شوب انزل وتعال خلف وزارة التجارة خانال معروف لدى جميع اصحاب المتاجر تعال قليلا قريبا دعونا نرتب المال قالقت يقول باسانتي حسنا يا عمي بعد المحادثة مع خانال تنتهي كل ارتباك باسانتي لماذا جاءته هذه الموجة هو نفسه جاهل في نهاية اقامة دارامسلا التي استمرت خمسة ايام استقلب سانتي حافلة الى بابار مهال ففكر كيف حال العمي خانال وهو في الحافلة تتوقف الحافلة في كل محطة وتصل الى بابار محل خلال ساعة النزول من الحافلة في باسانتي مع الامتعة بعد الدخول على اليسار من بابار محل هناك بعض الاشخاص يجلسون على مقعد طويل امام احد الفنادق ويتحدثون يذهب باسانت الى الجانب ويسأل اين يعيش عم خانال هنا احد الاشخاص الجالسين في ذلك الرجل الطويل يسأل السؤال المعاكس هل هو خانال من دمك باسنت يهز رأسه ويشير بنعم ثم نهض احد الاشخاص الجالسين هناك واتجه قليلا نحو الطريق واظهر لباسانة الطريق من هنا تقدم للامام مباشرة وانعطف يسارا طفيفا وتقدم للامام بسلوك الطريق على الجانب الايمن واسأل اين تنحني ثم الخانال معروف لدى كل صاحب متجر سوف تصل بالضبط ومن هناك يقول ابعد قليلا ويواصل السؤال عم خانال يجلس على الجانب الاخر يمكن ايضا ان تكون شعبية عم خانال بين اصحاب المتاجر سببا خاصا بغض النظر عما يحدث فانه يذهب الى خانال عمه خانال العم يجلس في الغرفة غرفة مطبخ وغرفة نوم اخرى يوجد سريرين في غرفة نوم وسرير واحد في المطبخ خانال عائلة العم المكونة من اربعة افراد من بينهم ولدان خانال ذو الطبيعة الساحرة كان ذكيا لكنه مفيد تم استقبال باسانت بشكل جيد قال العم خانال ابنه ان يذهب ويعمل الشاي بالحليب والسكر الابن الاصغر هو تلميذ في الصف الثاني عشر لكنه يخشى الذهاب لاحضار الاشياء ابو يقول انه لا يوجد سوى الدفع في كل مكان اشعر بالخجل من الذهاب يقول الابن يقول خانال اذهب الى المتجر ابعد قليلا وقل ان بابا سيعطيه لك يأتي الابن لفترة طويلة ويأتي مع الحليب والسكر باسانتي سعيد جدا في شقة خانالي في الواقع اصل عائلة خانالي هو ايضا بنت شثار هذا هو السبب في انهم قريبون عاطفيا لدى خانال معرفة جيدة بهرنا رايان صديقي والدي باسانتي ويلتقي بهم من وقت لاخر يعرف خانال جيدا برج المنجم هارينا رايان الذي يرى العديد من خرائط المواليد تسير احاديث خانال وباسانتي على ما يرام يقول خانال ابقي معي لبضعة ايام بعد ذلك ساخذك الى منزل صديقي والدك باسانتي طيب يا عم خانال سأريكم جميع انحاء كاتماندو غدا يجب عليك ايضا زيارة كاتماندو باسانتي هل يمكنك زيارة مدينة كبيرة كهذه في يوم واحد يا عم يقول خانال عليك ان تعرف كيفية السفر فهو ممتع لا تقلق يا فتى يقول باسانتي حسنا يتعرف باسانتي على جميع افراد عائلة خانال يعتقد ان الجميع مضحك يبدو الامر وكأنه عائلة من الاقارب المقربين اليوم التالي مشرق في الصباح في شقة خانال يرمي الصحفيون الصحفة يستطيع خانال قراءة كل تلك الصحف في الصباح اثناء تناول الشاي ووجبة الافطار انحشد الاشخاص الذين يأتون للقاء خانال في الصباح جيد ايضا وبحسب باسانت فان معارف خانال هم من الملك الى الشعب ومن نيبال الى امريكا بعد تناول الشاي والافطار يقوم خانال بتجهيز باسانتي بالقول ان عليه الذهاب لزيارة كاتمندو بعد ركل الدراجة مرتين تبدأ الدراجة في التحرك بعد تناول وجبة الافطار اخذوا الدراجة وذهبوا الى خانال قائلين انه يجب عليهم العودة بعد زيارة كاتمندو يصلون الى خانال راتنا بارك مباشرة بالدراجة في دقيقتين يصف راتنا بارك ويحرك الدراجة للامام ثم مكتب شرطة هانومان دوكا ثم يظهرون في سجن سندارا ثم يتجولون حول سنجداربار اخيرا يأخذون باشو باتي ويتجولون حول برامانل الموجود اسفل بيت فيديا ويعودون الى بابرمهال على الدراجة يتم تحضير الطعام في الغرفة يأكلون الطعام بعد تناول الطعام باسانتي يسأل العم العم كاتمندو هو كل شيء يمشى بالجوار خانال هذا كل شيء ايها الفتى كاتمندو سهلة لمن يفهم وصعبة لمن لا يفهم باسانت من السهل ان نفهم عمهن يقول خانال يا فتى سوف تفهم ببطء من يهتم باسانت نعم خانال لدي اجتماع عاجل غدا في اليوم التالي لصباح الغد ساخذك الى منزل صديق والدك لتكون جاهزا قم بالتجول حول هذا اليوم الكلب المربي لا يقتل الضبية فكر في ذلك كما انه من الصعب على باسانت ان يفهم امور عم خانال سواء فهمت ذلك ام لا فانك تشعر ان الناس جيدون في ذلك المساء وفي اليوم التالي كان يتجول في بوارا محل وحده ويتخيل باسانت انه سيلتقي قريبا بصديقة والده وان مستقبلها سيكون جميلا انه يكتب رسالة اليوم عندما يكون لديه وقت فراغ ويرسلها الى والده يقع المكتب الفرعي لمكتب البريد في بطار محل ومن السهل ايضا ارسال رسالة اليه في صباح اليوم التالي اخذ خانال باسانت الى المنجم هارين رايان ووضعها على دراجته بينما كان خانال يحرس منزل هارين رايان يصلون على الفور اشياء كثيرة تلعب في ذهن باسانتي على طريق بسرعة عالية في هذه الاثناء يصلون الى منزل المنجم هارين رايان يحتوي منزل المنجم هارين رايان على مجمع اكبر مما توقعه باسانتي والذي يتسع لثماني او عشر سيارات كما ان سيارة المنجم هارين رايان باهظة الثمن في الطابق الارضي توجد غرفة السائق الخاصة بالمنجم هارين رايان بشكل عام يأتي الاشخاص ذو الوصول الاجتماعي والاقتصادي والسياسي العالي في نيبال بالاضافة الى افراد العائلات ورجال الاعمال من اصل هندي لطلب خدمات المنجم هارين رايان اسلوب حياة المنجم هارين رايان اريستقراطي بمجرد ان يرى خانال يعانقه المنجم هارين رايان ويبدو ان تقاربهم شديد للغاية حظي خانال وبسنتي بترحيب كبير في قاعة الاجتماعات بالطابق الثالث يأتي الشاي الى غرفة المعيشة هناك الجميع يعرف بعضهم البعض علنا تأتي زوجة هارين رايان ايضا الى غرفة المعيشة تعود معرفة خانال بعائلة المنجمين الى زمن طويل في حين ان المنجمين ماهرون في الامور التقسية فان خانال ماهرون جدا في الامور العملية يكشف خانال حقائق جديدة عن العلاقة بين المنجم هارين رايان وبسن يقول خانال اسمع يا اخي اوافق على انك عالم ولكن هناك سر من اسرار الحياة وهو السر الذي ربما لم تعرفه حتى اليوم المنجم ما الامر يا اخي خانالي خانال اليوم احكي الحدث المهم في الحياة هنا ان مصادفة اليوم ايضا يجب الكشف عنها لان هنا اخوات الزوج هنا اليوم انف وانا اريد ان اخبرك فقط اذا كنت تريد سماع ذلك وانا فلا تخبره يا اخي هاري المنجم يجب ان يقال اليوم يا اخي خانالي خانال القصة مثيرة للاهتمام ومهمة ومناسبة لروايتها اليوم المنجم استمع الان دون تأخير خانال ثم استمع لم ينضم شقيق هاري ناريا ووالد فاسنثا الى الصداقة عندما كان صغيرين لقد اعتبرت والد شقيق هاري ابا عظيما كان الابو يحب اخي هاري كثيرا كان شقيق هاري مريضا جدا منذ ولادته بغض النظر عن عدد الادوية التي جربها على الجبل لم تنجح بعد ذلك ذهب الابو الى المنجم دانكوتر الاضهار هوية شقيق هاري ومن غير المرجح ان ينجو هذا الصبي بعد ان يرى المنجم نظام الطقوس يقولون ان حالة الكواكب صارمة للغاية والد شقيق هاري قلق للغاية بشأن ما سيحدث ويطلب حلا يقول المنجم ان يصادقه مع صبي من نفس عمره يتم عكس الوضع الكوكبي للابن اذا حدث شيء ما فسوف يحدث للصبي قالوا حتى لو مت نفس الولد سيموت كان شقيق هاري يبلغ من العمر ثلاث سنوات في ذلك الوقت اثناء البحث عن صبي من نفس العمر للصداقة تم العثور على والد باسانت والصداقة توقف شقيق هاري عن المرض منذ يوم وفاته كان الاب قلقا فولاكوبا تعني والد شقيق هاري وعندما يذهب ليرى كيف حال ابنه يجب عليه ايضا احضار بعض الملابس والد باسانت مريض من وقت لاخر ومرة اخرى بعد ان اصبح شقيق هاري في الخامسة من عمره ذهب والد شقيق هاري الى دانكوتا لمقابلة نفس المنجم لقد حان الوقت لابني للدراسة اريد ان اعلم علم التنجيم لابني لقد تم سؤال هل قائلا ان الامور جيدة جدا قدم المنجم النصيحة المناسبة لوالد شقيق هاري اعطى نفس المنجم عنوان المعلم الاشرم في فاناراس وطلب منه ان يرسله للقراءة في نفس الاشرم اخذ الابو شقيق هاري للدراسة وصرت منجمنا وعالمنا اخي هاري السر الصغير لكي تصبح منجما او ناقدا اخبرني به والدك منذ فترة طويلة وقال لا تخبر احدا لكن اليوم جاء باسانتي الى كاتماندو من بانتشيثار بشجاعة لانه يريد الحصول على التعليم العالي صديق والدي هاري نارايان المنجم يعرف في الطريق وسأل يومه قوي اين اتيت احضرته الى هنا الان شقيق هاري نارايان باسانت هو المسؤول عنك سوف يخدمك بالتأكيد بعد ان تعلمه بقدر ما تريد قراءته خانال انهى هذا الامر هنا كانت اذان جميع الحاضرين منتصبة بشكل صحيح استمع الجميع الى تلك القصة باهتمام زوجة المنجم هاري نارايان تمسك بيد باسانتي وتقول هيا بنا يا فتى يجب ان نستحم ثم عليك ان تأكل سأريكم المكان انه يتبعها باسانتي كما يغادر خانال من هناك ويطلب الاجازة يبدأ المنجم هاري نارايان عمله ايضا الان اصبح باسانتي مثل عضو في منزل المنجم هاري نارايان كما ان كتابة القدر مذهلة فالشخص الذي لم يكن معروفا الا بالامس هو شخص حقيقي اليوم مثله لقد عثر باسانتي على منزل صديقي والده بطريقة بسيطة وفقا لأفكاره انه متأكد ليس لديه اي نوع من التوتري يعتقد في قلبه انني ساخدم والدي وامي بامانة وساقوم بالعمل الذي تم تكليفي به يتذكر والده واخيه مرة اخرى عندما يصل الى وجهته الامنة يتذكر الاموال التي جمعها والده بعد بيع المعز يتذكر ما قيل اثناء المشي ويتذكر اقتراح سندار لافاتي ويتذكر اقامة دارامشالا في باشوبات جوشالا شكرا لكم جميعا ويتذكر ان الله اخذه باصبعه وتركه مع اصحابه انه يشعر بالسعادة لانه ساعد عم خانال في احضاره الى هنا يعتقد انه شخص عظيم ويشكره من اعماق قلبه الان ينادي باسانتي صديق والده بالاب الوحيد ويبدأ في الاتصال بوالدته باسم زوجته النصيحة الرئيسية ودور زوجة المنجم هارينا رايان هو انباسانت يخاطب بهذه الطريقة كما درس المنجم هارينا رايان في فانراس كان له ايضا تأثير على الهنود وبالمثل اصبح اولئك الذين يتمتعون بامتداد اقتصادي واجتماعي وسياسي في نيبال من زبائنه لقد حصل هارينا رايان على الكثير من المال ويدرس ولديه في استراليا انهم لا يريدون حقا القدوم الى نيبال هناك امرأة في الخمسينيات من عمرها تعمل في المطبخ وتنظف المنزل يوجد سائق خاص يقيم مع عائلته في غرفة بالطابق الارضي هناك حارس امن يقف عند البوابة الذي تم تعينه من المجموعة الرابعة المطبخ في الطابق العلوي من المنزل كوك تقول بهانس عمة غرفتها في الاعلى وتوجد مواد عبادة مختلفة في الغرفة المجاورة للمطبخ غرفة المعيشة في الطابق الثالث من المنزل هناك غرف اخرى في نفس الطابق في الغرفة بالطابق الثالث توجد غرفة نوم المنجم هارينا رايان وزوجته هناك غرفة كبيرة ينامون فيها متى ارادوا في الطابق الثاني من المنزل تم تخصيص غرفة للبسنت توجد ايضا قاعة كبيرة تستخدم كمكتبة يتم استخدام غرفتين لاستعاب الضيوف احتفظ المنجم هارينا رايان بالاوسمة والشهادات التي حصل عليها في جميع غرف الطابق الارضي يأخذ بسانتي جميع المعلومات حول حالة المنزل احدى غرف الضيوف طويلة جدا والاخرى اصغر قليلا كان المنجم هارينا رايان يخدم العملاء من خلال الجلوس في تلك الغرفة الطويلة تم استخدام الغرفة الخارجية كغرفة انتظار لدى بسانتي ايضا جدول عمل منتظم وبمجرد دخوله هناك حصل ايضا على هاتف محمول يذهب للدراسة في الحرم الجامعي في الصباح وظيفة بسانتي ثابتة في منزل المنجم هارينا رايان من الساعة العاشرة الان بدأ بسانتي العمل كسكرتير شخصي للمنجم هارينا رايان وهو مسؤول عن ترتيب جدول عمل المنجم هارينا رايان وترتيب جدول العملاء والقيام بالمهام الاخرى التي قد تأتي مع وصول الباسنت انخفض عبء العمل على زوجة المنجم بشكل كبير تبدو مرتاحة وسعيدة مثل الموظف المتقاعد يستيقظ المنجم هارينا رايان في الصباح ويقوم بتحديث الاخبار بعد روتينه ويقوم بالدراسة الذاتية من الساعة التاسعة الى العاشرة صباحا يأكلون ويخدمون العملاء عندما يواجه موقفا لطيفا كما تعتقد ساتدبر الامر يصبح سعيدا جدا والان بعد ان وصل باسنتي الى هذا الوضع فانه يشعر ان لديه القدرة على فهم مجتمع كاتمندو بشكل واقعي وتحديد الوضع الاجتماعي بعد ان بدأ باسنتي عمله كان على المنجم هارينا رايان ايضا الاستماع الى الاشخاص القادمين من اجل الحصول على الافكار يتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لجلوس باسنتي سرا في مقصورة صغيرة بجوار العميل الجالس بداخلها يتم ذلك حتى لا يعرف العميل ويتضح من هذا ان باسنتي يمكنه الاستماع الى مشاكل وقضايا كل عميل ومن بين كل ذلك تم ايضا انشاء مركز المنجم هارينا ران لانه سري وموثوق في احد الايام يأتي عميل في سيارة باهضة الثمن انه خائف وقلق للغاية يبدو انهم يشبهون العلماء الاشقر طوال القامة والذين تبلغ اعمارهم حوالي خمسة وستين عاما بعد الانتهاء من جميع الاجراءات يجلس الشخص الجديد على المقعد المرتب امام هارينا رايان ليحكي مشاكله ويجد حلها هذا الشخص هو محام كبير من حيث المهنة يقول المنجم مرحبا دعونا نجلس بعد المجيء الى هذا المركز يتم القضاء على جميع مشاكل الحياة ويحصل الناس على السلام وبعد ذلك يمكن للناس ان يعيشوا بسعادة لبقية حياتهم نفس الشيء قل لي ما الذي تتحدث عنه كبير المحامين هو المعلم الذي جاء ليقول نفس الشيء ذهني ايضا مضطرب جدا ولعلها ثمرة اعمال الحياة قال الفلكي صحيح قد يرتكب الاشخاص افعالا خاطئة عن علم او بغير علم ومنه تزرع بذور الاضطرابات في بعض الاحيان حتى عند فعل الخير بسبب الظروف يحدث اضطراب في العقل محام كبير نعم المعلم المنجم تماما كما هو الحال عندما تذهب الى الطبيب عليك ان تخبره عن جميع الامراض عليك ان تظهرها يجب ان نتحدث ايضا عن امراض الاعضاء الصعبة والاعضاء السرية وبالمثل عليك ان تخبرني عن مشاكل حياتك عليك ان تقول القائمة من البداية يجب ان تحكي قصة حياتك بطريقة ما وبعد ذلك سيظهر الحل بسهولة يقول احد كبار المحامين مثل العمل مثل الفاكهة ربما ارتكبت الكثير من الاخطاء لذلك انا مضطرب اليوم المنجم احكي قصة الحياة التي امامي يبدأ المحامي الكبير قصة حياته بقوله المعلم سامحني نظرا لكوني طفلنا في عائلة من الطبقة المتوسطة فقد بدأ تعليمي بطريقة طبيعية وبعد الدراسة اصبحت محاميا كان يعتقد ان قطاع الاعمال القانونية سيكون قويا ويكسب الكثير من الدخل ولكن في قطاع الاعمال القانونية في البداية لن يكون لدى المحامين المال حتى لشراء الشاي لا يثق العملاء وهناك نقص في المعرفة الواسعة بجميع انواع القضايا كما ان نقابات المحامين لا تعطي اهمية كبيرة ايضا من الصعب عدم الاهتمام حتى في القواعد وصلت الى حالة مثل العاطلين عن العمل بعد ذلك بدأ انه سيكون من الصعب العيش ما يجب فعله بعد ذلك بدأ يلعب في ذهني ذات يوم جاءت فكرة افتح مكتب محامات خاص بك وقدم خدمات مجانية حول مشاكل وقضايا المرأة وانشر الاخبار بعد ذلك بدأت بعض النساء يأتين لسرد مشاكلهن وكتابة الالتماسات وكتابة بعض الشكاوى بدأت شركة المحامات الخاصة بتبدو وكأنها تعمل قليلا الآن ببطء بدأ المزيد من الناس في القدوم وتدريجيا بدأت ايضا الاعمال المدرة للدخل منذ ذلك اليوم ادركت انني محام ولم اتطلع ابدا الى المال وعلى حساب المحام كانت شهرتي تتزايد بدأت احب المضايقة عندما تأتي العملاء من الفتيات الجميلات على الرغم من انني كنت متزوجا في ذلك الوقت الا انني بدأت في مدعبة ولمس الفتيات الجميلات التي يأتين الى المكتب تدريجيا اصبحت هذه العادة اسوأ وفي الايام التي تلت ذلك بدأت بتقديم الخدمات للنساء التي لم يستطعن دفع رسوم الخدمة عن طريق اقامة علاقات جسدية اثناء ذهابه الى دائرة المحامين بدأ ايضا في ظهور الاصدقاء الذين يحسدونه كمحامين يكسب المال توالت الايام بدى الوقت مناسبا بالنسبة لي وكانت التنمية الاقتصادية تحدث يوما بعد يوما وعلى الرغم من ان زوجته كانت لديها شكوك من وقت لاخر الا انها كانت سعيدة لانه زوج يكسب المال الام الابو الحماة والد الزوج كانوا جميعا سعداء في السابق كنت امشي بالدراجة والان امشي بالسيارة لقد بدأت المجتمع ايضا يغير نظرته لي لقد اصبحت شخصية بارزة في المجتمع كانت هناك احزاب سياسية في البلاد ظلت الاطراف المختلفة تجذبني نحوهم اعتدت ايضا على تغيير الاطراف بحثا عن التوافق على الصعيد المهني كانت شركة المحامات التي اعمل بها راسخة جدا ايضا وفي الايام الاخيرة تحولت ايضا من محام عام الى محام كبير لقد واجهت ايضا كيف اصبح محاميا كبيرا اراد المحامون الجدد القدوم الى مكتب المحامات الخاص بي للتعلم كنت افضل المحاميات البنات على المحامين المتدربين لقد علقوا معي ايضا المحاميات الجدد وقعنا في قبضتي تدريجيا وشيئا فشيئا كنت اخذهم الى المحكمة المحلية الخارجية والى الاجتماعات ايضا اصبحت العديد من الفتيات الاصغر مني صديقات لي وكنت ابني علاقات معهم من وقت لاخر لقد كنت منغمسا في تلك الثقافة الى حد ان المحاميات المتدربات اعتدن على الحمل لم استطع منعهم من ان يصبحوا امهات كنت استغل احترامي الاجتماعية واتزوجهم كنت ادفع بعض النفقات العديد من الفتيات في اماكن جيدة لقد ادار منزله واعماله باحترام حتى ان بعضها تضرر لقد اشترى الكثير من الناس العقارات خلال مسيرة القانونية التي دامت اربعون عاما خدمت اكثر من خمسمائة امرأة ومع ذلك لا يوجد سلام في القلب الان في سن الشيخوخة يجب ان اواجه تهديدات من العديد من النساء كان علي ايضا ان اقع في الابتزاز انا منزعج جدا بفضل ارباحي يمكنني تقديم الدعم المالي للعديد من الاشخاص عليك ان تحصل على الحيل لكسب لقد كانت هناك العديد من الحيل في رحلة المهنية القانونية وبمجرد ان اتصل بي وزير الصناعة ذهبت قال لقد تم تعينك كمستشار في العديد من الصناعات تحصل على عشرة كرور من كل مكان لكن اربعين بالمئة فقط لك وستين بالمئة لي قم بانشاء ملف وتقديمه دون اي فرق من ضريبة الدخل الى السلطة ومع ذلك كنت معتادا ايضا على تجول حول القادة طوال اليوم والذهاب الى الصناعيين في المسائل الثرثرة وبعد ان صنع اسمه كعلامة تجارية اعتاد ان يتقاض رسوما اكثر بمئات المرات مقابل الجدال خارج المحكمة مقارنة برسوم الجدال في المحكمة تم ايضا تنفيذ اعمال مختلفة من خلال الاتصال بالمشاكل التي جاءت من الحكومة في هذه الايام اصبحت ضحية للمهنيين القانونيين الذين ذهبوا للدراسة في مكتب المحامات الخاص بي اعاني من الابتزاز والتعذيب عبر الهاتف لا استطيع حتى الذهاب الى الشرطة والذي يحظى باحترام في المجتمع لا اريد ان افقد ذلك ذهني متوتر للغاية كان على المعلم ان يخبرني بالطريق الى السلام المنجم لقد اخبرتك بكل القائمة لا بأس لا داعي للذعر سيتم ازالة خطأه يوم الاثنين المقبل ينبغي ترديد تعويذة السلام الكوكبي رسمها مائة وخمسون الفنا هل يجب ان اكتب مواد العبادة للشراء يقول احد كبار المحامين اقبل الزلة حسنا ايها المعلم يخرج المنجم هارينا رايان ايضا بعد خروج المحام الكبير يخرج باسانت من الكابينة المبنية في الخلف هناك العميل الرئيسي في ذلك اليوم هو المحام الكبير وبعد ذلك لا داعي للحديث عن العميل العام باسانت ولد في قرية بانتشثار الجبلية ونشأ في مناخ ذلك المكان واصبح لديه احساس بالمجتمع المتآمر في كاتماندو هذه الايام ومن هذه البيئة يصبح على دراية باشياء مختلفة حتى عندما لا يكون المنجم هارينا رايان موجودا فهو يعمل بامانة كل من الاب والامن سعداء بمثبرته وعمله الجادي منذ مجيء باسانتي اصبح مركز التنجيم اكثر اشراقا في الصباح عندما ذهب للدراسة في الحرم الجامعي لم ينبهر اصدقائه فحسبوا بل استذته ايضا بتجارب باسانتي متفوق في الدراسة احترام باب المنجم هارينا رايان لا يزال عاليا في قلبي يظهر نفس الاحترام لوالدته ويظهر نفس الاحترام تجاه العميل بما ان باسانتي قادم من الحرم الجامعي حوالي الساعة تسعة صباحا يسأل المنجم باسانتي لماذا تأتي دائما مبكرا من الحرم الجامعي باسانت لا يا ابي ساقوم بتغطية دراستي في الحرم الجامعي ولن ادعى عملي يفسد المنجم بعد مجيئك قال لي والدي عم تبحث واستمع احد كبار الشخصيات سيستغرق بعض الوقت غدا هل تستمع الى نفس ما تسمعه اليوم باسانت نعم بعد عمل ذلك اليوم عندما يذهب الى الفراش في المساء يتخيل باسانتي هل سيأتي محام مثل سابقه ام من سيأتي في النهاية يفكر اعه ستعرف سبب اصابتك بالصداع غدا يأتي باسانتي مبكرا من الحرم الجامعي في اليوم التالي ويتذكر جيدا ما ذكره المنجم لبابا في اليوم السابق في حوالي الساعة العاشرة صباحا تدخل سيارة باهظة الثمن ذات لون اسود الى ارض مركز المنجمين يساعد افراد الامن في الاسفل على ابقاء السيارة على جانب واحد يجلس سائق تلك السيارة وهو ينظر الى المجلة الموجودة في الغرفة الناه بينما يصل العملاء المهمون الذين يأتون بها الى مركز خدمة المنجم هارينا رايان يتم نقل هؤلاء الشخصيات المهمة الى مقاعدهم وفقا للقواعد يبدو كبار الشخصيات اليوم ايضا مثل اربعة وستين وخمسة وستين في المحادثة الاولية مع المنجم يعلم باسانتي ان هذا الشخص هو قاض متقاعد مؤخرا ولم يكن باسانتي قد رأى حتى محاميا جيدا حتى جاء الى المنجم فماذا عن القاضي اليوم اتيحت له الفرصة لمقابلة المحامي اليوم مع القاضي وقبل ان يبدأ الحوار بين المنجم والعميل تتبادر الى ذهنه صورة متوازنة عن القاضي وسرعان ما يبدأ الحوار يقول القاضي السابق المعلم درشان رد المنجم درشان يقول القاضي السابق اين يجد عقل الشخص السلام والمعلمة اولئك الذين لا يحصلون على وظيفة كيف يحصلون على وظيفة بعد ذلك التوتر من الترقية ومرة اخرى توتر من تقدم الاسرة العديد من التوترات الوظيفية في الوقت الحاضر هناك توتر حتى بعد التقاعد المعلم كان ذهني منزعجا للغاية وينبغي ان يهدأ العقل يقول المنجم كل شيء سيكون على ما يرام الآن لا تأخذ ذلك على محمل الجد يقول القاضي السابق هذا كل شيء المعلم يقول المنجم ان ايجاد حل لمشكلة ما يتطلب معلومات من الماضي ليس المقصود من هذه الفترة اللاحقة من الحياة ابقاء الحياة في حالة اضطراب اذا ابقيت الامر مفتوحا بشأن كيفية تصرفك خلال فترة الخدمة في حياتك فسوف يساعد ذلك على احلال السلام الداخلي القاضي السابق يسأل لا تتحدث عن الماضي والموضوع يقول المنجم نفس الماضي اثار الاضطرابات الآن هذه الشيخوخة هي نتاج افعال الماضي يقول القاضي السابق مهما حدث الآن يجب على المعلم ان يعطي السلام للعقل كم مرة ذهبت الى الطبيب يقول الطبيب انني لا استطيع يقول العديد من اصدقائي انهم وجدوا السلام في قلوبهم بعد مجيئهم الى هنا يقول المنجم بالطبع ستحصل ايضا على السلام الآن احتفظ بنبذة مختصرة عن تاريخ ميلادك وتعليمك وعملك وتقاعدك يقول القاضي السابق لقد ولدت في عائلة عادية في منطقة كافري كانت عائلتنا عائلة زراعية على الرغم من ان الارض الزراعية كانت ارضا الا انه كان هناك موقف حيث لم يكن الطعام كافيا حتى عندما عملنا بجد اكملت تعليمي ثانوية من القرية ثم اتيت الى كاتمندو وبدأت الدراسة مثل اخوتي واخواتي من القرية اثناء الدراسة في الكلية كان اربعة او خمسة منا يعيشون معا في غرفة واحدة لقد درست القانونة حصلت ايضا على رخصة محامات وتولى في ذلك الوقت فتح باب العمل في قطاع العدالة دخلت الوظيفة وفي وقت لاحق اصبحت قاضيا محليا وتقعدت من منصب قاضي المحكمة العليا في المراحل الاخيرة من مسيرة المهنية هذه هي حياة القصيرة المعلم يقول المنجم بهذه الطريقة اكتملت الدورة الوظيفية لابن فلاح عادي في القرية لكن كيف تم العمل في مسألة تحقيق العدالة وهذا هو اصل الاضطرابات الخاصة بك اليوم كما يجب ابقاء الاجراءات والاضطرابات مفتوحة اثناء اقامة العدل بمعنى اخر وضح ما كنت تفعله بغرض تحقيق العدالة يقول القاضي السابق ايها المعلم ساخبرك بكل شيء ومع ذلك هذا يقتصر على المعلم وأنا فقط نعم ينبغي ان يكون يقول المنجم لا داعي للقلق بشأن ذلك سوف تحدث يقول القاضي السابق جورو انا في حالة نسياني عدد الاشياء الجيدة التي قمت بها في حياتي ومع ذلك بالنظر الى حياة الخاصة اشعر ايضا بالندم هناك ايضا بعض الكراهية يبدو ان الكثير من الاشياء قد تم القيام بها بشكل خاطئ اشعر بالانزعاج الشديد مما فعلته اليوم يقول المنجم اذهب قائلا يتحدث القاضي السابق دخلت الوظيفة في البداية قبل ان ادخل العمل كان لدي شعور كبير بالوطنية في البداية عليك ان تأخذ المال اثناء القيام باعمال العدالة ولم يكن من المعتقد حتى ان المال سيأتي ومع ذلك سيستمر هذا في الحدوث في الوظائف النيبالية بطريقة ما يأتي المال في بعض الاحيان تأتي الاموال تحت ادارة سمسار الرهن واحيانا تحت ادارة المحام واحيانا تحت ادارة الوسيط وبهذه الطريقة بدأ يأتي الكثير من المال من كل عمل يتم انجازه تقريبا المنجمون يريدون معرفة المزيد ويقولون وغيرهم يقول القاضي السابق انا اقول لك ايها المعلم في البداية لم يهتم كثيرا ولكن في وقت لاحق اصبح مدمنا على المال وفي بعض القضايا الجنائية يتم الاتفاق ايضا على الحكم المعد من المدعي العام كانت هناك اعدادات من الشرطة الى محامي الحكومة الى المحكمة في حالة كونه قاضيا في المنطقة تمت اضافة الملكية التي تصل الى سبعة اجيال تم شراء ارض كافية باسماء الزوجين يقول المنجم الدخل جيد ومن ثم انتقل الى القول يقول القاضي السابق المحكمة الجزئية لان المال كان يتم كسبه عن طريق المتعة كانت هواية ايضا محاولة تقديمها بطريقة مختلفة في ذلك الوقت عندما كان من المقرر البت في قضية ما اقترح احد الوسطاء انها لا تستطيع انفاق المال لكن يمكنها ان تأتي وتقضي الليلة في المكان الذي يريده وحسمت القضية لصالح المرأة بعد ذلك بدأت اتسكع مع تلك المرأة خلال الاجازة لكن اين من السهل ترفيه شخص جالس في وضعية معينة ستجد الاشخاص الذين تعرفهم في كل مكان مرة اخرى يجب ان افاجأ بتجنب الصحفيين والمحامين للحصول على المتعة كان علي ان اتنقل من منطقة الى اخرى ما مدى سهولة الحياة بالنسبة لنا والمعلم مثل الناس العاديين يقول المنجم واصل القول يقول القاضي السابق في البداية لم يكن قلبي يتجه نحو النساء لكن تلك الرغبة كبرت تدريجيا ثم شيئا فشيئا اصبحت عادة كانت لدي علاقة سرية مع المرأة الاولى لمدة عام لا بد لي من اعطاء الوقت لزملائي في المنزل ايضا تتأثر زوجة العامل نفسيا بان على ازواجهن الاحتفاظ بهن هنا وهناك كان من السهل ترتيب الوقت في الوقت المناسب لكن اذا زاد عدد النساء في الخارج سيكون من الصعب ترتيب الوقت في البداية كانت لدي علاقة مع امرأة ومع تغير المنطقة تغير الوضع ايضا حيث توجد الارادة توجد الطريقة بطريقة ما كانت متعة الحياة العملية مختلفة عندما تمت ترقية وظيفتي في محكمة الاستئناف من المنطقة لكن العادة ظلت كما هي وبقيت بدأ الجانب الخاسر في المنطقة في التركيز اكثر فاكثر ولم يكن هناك نقص في المرافق الخدمية سوف يخاف الناس امام القاضي اعتاد المحامون والموظفون جميعا على فهم الامور بانفسهم عندما يأتي القاضي عندما يقع اي حادث يصبح رؤساء الشرطة في المنطقة ومكتب المنطقة هم المساعدين في القضية لقد قمت ايضا بتوسيع نطاق الوصول الى جميع القطاعات كانت لدي علاقة قوية جدا مع الاشخاص الذين يديرون الحكومة ومع جميع قادة الاحزاب السياسية المختلفة تقريبا ومع الدبلوماسيين في البلدان المجاورة كنت اعتقد انني كنت شخصا قويا جدا الوقت ومؤهلاتي جعلني قاضيا في المحكمة العليا حتى انني جئت لارى حلم رئيس المحكمة العليا الوقت لم يمنحني تلك الهدية لقد شهد نوع من العالم يصل الى محاكم المقاطعات والاستئناف ومع ذلك بعد المجيء الى المحكمة العليا اصبح نطاق العالم مختلفا الهدايا التي حصلت عليها عندما اطبق العدالة رائعة وبحلول ذلك الوقت كانت شبكة عائلتي قد تأسست ايضا في اوروبا وامريكا ومن ناحية اخرى تم تطبيق العدالة في نيبال وكان التجار يقومون بترتيب كميات من الهدايا السمينة لعائلتي في اوروبا وامريكا وستكون الفائدة جيدة لقد اصبح معظم افراد عائلتي من كبار رجال الاعمال في اوروبا وامريكا واضطر البعض الى الاستثمار في اسماء الاشخاص الذين لديهم علاقات مزيفة هناك ايضا خطر في ذلك نحن الموظفين لدينا ايضا التزام سيء حتى لو كان عمل الادارة صعبا فلا بد من القيام به ومع ذلك اليوم بدأت هذه الافعال تؤذي قلبي ويبدو انه تم ارتكاب الكثير من الاخطاء بل والاكثر من ذلك بعد مجيء الى المحكمة العليا بدأ جسدي يشعر وكأنه قد تقدم في السن تركت القضايا المعروضة على المحكمة العليا انتباعا جيدا لدى المحامين والقضاة لقد غادرت وبدأت في الاستسلام للاغراءات المالية وفي ذلك الوقت سمع من خلال احد المحامين ان الموكلة سيقدم ايضا تسهيلات للتمتع بفتاة عذراء تبلغ من العمر 24 عاما في هذه القضية لقد كان اقل من محام واكثر من وسيط لكن خلفه كانت نقابة المحامين وفي الاعداد اللاحقة التي حررتها كان هناك تسهيل للفتيات البكر بالاضافة الى المبلغ هذه هي نفس الاشياء المتعلقة بالخبرة الوظيفية والعدالة لقد انتهت فرصتي لقد جئت ايضا من مكانة عالية هناك ايضا العديد من الاشخاص الذين يبتزوني ويهددونني فيما يتعلق بعلاقة السابقة وادائي يسعدني ان ارى ومع ذلك في داخلي انا منزعج للغاية بسبب نفسي والاخرين اريد ان اقضي بقية حياتي في سلام ولهذا السبب اتيت اليك ايها المعلم المنجم ضاحكنا كل هذه الظروف سببتها الان بعد ذلك قام كل منهما من مقعده سائقه ينتظر بالاسفل القاضي السابق يخرج من المركز بعد ذلك يتولى المنجم هارينا رايان ايضا المهام الاضافية الاخرى لليوم يغادر باسانت ايضا المركز السرية وعندما يغادر المكان الذي يحبس فيه انفاس الولادة يشعر وكأنه يطير في الهواء الطلقي في ذهن باسانت يبدأ سكان القرية وبيئة القرية وبيئة المدينة وصور اهل المدينة وطبيعتهم في الظهور انه يشعر بالوضع ويتقدم الى الامام المنجم الذي يسميه باسانت الابا والامي لامه ليس لديه نقص في الحب له يرسل باسانت ايضا فاتورة النفقات من وقت لاخر الى والده وشقيقه الموجودين هناك في بانتشيثار نضجت باسانت انه يفهم صورة المجتمع بشكل افضل ويستيقظ فيه الشعور بانه يجب ان يدرس ويخدم البلد بامانة ونشأت في قلبه بعض الافكار ساعمل بامانة حتى لو كنت محاميا او قاضيا ولن تتراخل وطيرة يصنع افكاره الخاصة عندما يأتي عميل عادي يخبره المنجم انه لا داعي للاستماع اليه يطلب من باسانتي الجلوس في الغرفة السرية والاستماع الى الاحداث فقط عندما يأتي عميل خاص الباسانت الصادق يفعل ما يلي فقط مرة اخرى في اليوم التالي اخبر المنجم بابا باسانت سيأتي شخص مهم اخر غدا يجب عليك اتخاذ الترتيبات والاستماع في اليوم التالي يأتي باسانتي قريبا من الحرم الجامعي يقوم بتجهيز مركز التنجيم وبالمثل في حوالي الساعة العاشرة صباحا تأتي سيارة باهظة الثمن الى ارض مركز التنجيم يساعد افراد الامن الموجودين في الاسفل على ابقاء السيارة على جانب واحد يجلس السائق في غرفة قراءة الصحف بالطابق الارضي ويبدأ بقراءة الصحيفة بينما يصل كبار الشخصيات الى مركز التنجيم بالاعلى انه يجلس حسب القواعد بحلول ذلك الوقت كان باسانتي قد وصل الى الغرفة السرية لبعض الوقت هناك نقاش اولي بين المنجم وكبار الشخصيات يدرك باسانتي الذي يستمع باهتمام الى الثرثرة الاولية ان في اي بي كان رجل اعمال وسياسيا كبيرا نظرا لحرصه الشديد على التعامل مع المشكلات المحتملة مثل السعال والعطس جلس باسانتي في الغرفة السرية هناك بطريقة ما العيش بهذه الطريقة اصعب من العيش في السجن يجب على باسانتي ان يجلس هناك ويستمع الى كل شيء قبل ان يصبح قائدا لكبار الشخصيات كان رجل اعمال وانضم لاحقا الى السياسة للتستر على رجل الاعمال يقول له المنجم رجل اعمال باسانتي في الغرفة السرية ومن الان فصاعدا يستمر الحوار بين المنجم ورجل الاعمال يقول المنجم رجل الاعمال ما الامر يقول رجل الاعمال حتى لو قلنا انه ليس صحيحا هناك موقف لا يعمل فيه وحتى اذا قلنا انه لا بأس فانه لا يحدث ولهذا السبب جاء الى المركز ليتحرر من هموم الحاضر والمستقبل المنجم نعم ايها السادة اين كنتم ستكونون دون ان تأتوا الى هنا يجب ان يأتي يقول رجل الاعمال لقد جاء جميع الاصدقاء الى هنا عندما كانت عقولهم مضطربة ومستقبلهم غير مؤكدا لهذا السبب جئت الى هنا المعلم المنجم سياقات خارجية في اوقات اخرى ايضا هيا يا رجل الاعمال كان عليك ان تفتح باب حاجة اليوم يقول رجل الاعمال حسنا ايها المعلم من اين نبدأ يقول المنجم اينما كانت هناك عقدة في العقل ينبغي فتح الثقب يقول رجل الاعمال المعلم ما هو الافضل لي الاعمال او السياسة المنجم ينظر الى وجهه لمرة واحدة العمل مفيد لك لكن لا يمكنك ترك السياسة يقول رجل الاعمال يقول المنجم كيف دخلت العمل اخبرني باجاز يقول رجل الاعمال انا لم اتي للعمل ايها المعلم لقد ولدت في عائلة تجارية والدي رجل اعمال وجدي رجل اعمال وعائلتنا تعمل في مجال الاعمال التجارية منذ فترة طويلة يقول المنجم الان عائلتك باكملها تعمل في مجال الاعمال ربما جاءت المشكلة في العمل اخبرني بما تتوقعه مني يقول رجل الاعمال اولا دعني اخبرك بالخلفية ايها المعلم يقدأ بسرد قصته القصيرة العمل الرئيسي لعائلتنا هو العمل في المجتمع المبكر كانت الاحتياجات قليلة والسلع ايضا قليلة ولو كانت هناك تجارة على ذلك لكان هناك ربح كان العمل الذي كان شائعا في عهد جدي قد امتد قليلا من قبل والدي خلال فترة والدي كنت احضر المجوهرات والسلع الاخرى من لاسا الى كاتمندو وابيعها وكانوا يجلبون ويبيعون السارية والملابس والتيكا والكورتا والسلوارة وغيرها من السلع من باناراس كان على عائلة رانا وعائلة شاه وعائلة ثابة وعائلة باندي وعائلات النخبة في مجتمع نيوري بيعوا تلك البضائع من الباب الى الباب لم يأتي افراد الاسرة الثرية الى المتجر لانهم كانوا متقدمين واغنياء في ذلك الوقت كان لدى عائلتنا ايضا متجر يسمى مركز المجوهرات والساري في اندراشوك لعامة الناس كان هناك دخل جيد من الاعمال التجارية من الباب الى الباب ومن المتجر في اندراشو لقد اتيحت لي الفرصة لتعلم ادارة الاعمال منذ صغري افتتح والدي ايضا العديد من الصناعات في نهاية حياته وبدأ في تطوير اعماله بدأ افتتاح الشركة باسماء جميع الاقارب كما طرحت الحكومة استراتيجية منح الامتيازات للصناعات كما تم تقديم تسهيلات القروض باسعار ميسرة وبما ان الشركة مسجلة وتعمل باسم جميع الاقارب فهناك حاجة الى منظمة شاملة بعد ذلك تم افتتاح مجموعة شركات سخيلال للاستثمار في شركات اقاربنا واصدقائنا وتنظيمها وبمبادرة من والدي تم تسجيل مجموعة شركات سخيلال سخيلال هو اسم جدي انا بانسدهار انا الرئيس التنفيذي الحالي لمجموعة شركات سخيلال وفي اطار مجموعة شركات سخيلال هناك استثمارات في قطاع التصنيع من اوراق الزنك والبسكويت والارز والبقول والصابون والسلاي والسكر والمعكرونة والشوك والاسمنت الى الطاقة الكهرومائية وبالمثل استثمرت مجموعة شركات سخيلال ايضا في قطاع الخدمات وهناك استثمارات كبيرة في البنوك والتأمين والمستشفيات والفنادق والمؤسسات التعليمية وغيرها من القطاعات بالاضافة الى ذلك هناك استثمارات كبيرة في قطاع الاعلام وقطاع تكنولوجيا المعلومات وبشكل عام تهيمن مجموعة شركات سخيلال على الاقتصاد النيبالي حكومة نيبال وحزب المعارضة جميعهم على علم بمجموعتنا كما تلقت جميع الاحزاب السياسية دعما من التبرعات هناك شركات اخرى في قطاع الشركات في نيبال ولكن امامنا تعتبر كل هذه المجموعات عادية في الايام الاخيرة هناك قصة اخرى عن حكمنا في العالم الاقتصادي في نيبال تلك القصة تطاردنا وهنا ملخص لتلك القصة عندما قام والدي بتسجيل مجموعة شركات سخيلال لادارة قطاع الاستثمار في نيبال كنت قد انتهيت للتو من دراستي ودخلت هذا العمل كان لعائلتي وشركتنا ثقة كاملة بي نمت سمعة شركتنا في وقت واحد وصل هذا الامر الى ملك نيبال وكان المفهوم في ذلك الوقت انه لن يكون من الجيد للملك ان يقوم باعمال تجارية في نيبال ومع ذلك فان الرغبة الداخلية لملك نيبال هي التجارة ذات يوم دعاني الملك الى القصر ذهبت الى القصر لقد تم استقبالي بشكل جيد قبل ذلك لم تتحلي الفرصة مطلقا للمثول امام الملك اصبحت سعيدا طلب الملك الاخبار واخبار الاعمال قلت بقدر ما استطيع واخيرا قال لي الملك اذا اعطيتك عشرة مليارات كيف ستستثمر وباي نسبة تعطيني الفوائد في البداية لم اصدق ذلك لكن الملك قال انه يريد اجابة بعد ذلك ادركت ان الملك قد طلب ذلك بالفعل اجبت العديد من الشركات قريبة مننا لدينا ايضا منظمة شاملة لمراقبتهم نحن نستثمر هذا المبلغ في الصناعات في جميع انحاء البلاد حتى لو كان الاستثمار باسمنا فان رأس المال سيبقى ملكك سوف نقوم برد الاموال عند الطلب سنحتفظ بخمسة وعشرين بالمائة من الدخل بعد خصم المصاريف خمسة وسبعون بالمائة من الربح سيذهب الى المالك الحقيقي سوف نقوم باستثمار هذا الصندوق حسب رغبتك بعد ذلك في اليوم التالي استدعان الملك وممثل مجموعة شركات سخلال الى القصر ذهبنا في الوقت الذي دعا وكان الملك على استعداد لاستثمار عشرة مليارات روبيت في الاعمال التجارية كان علينا ان نضع شرطا اذا لم تفعل ما اقول هنا ساقتلك واصادر جميع اصول الشركة وحتى ذلك الحين كانت قيادة الجيش باكملها في يد الملك لا احد يستطيع الغاء تعليمات الملك في ذلك الوقت اعطانا الملك عشرة مليارات روبيت دون اي اوراق لقد تمكننا من استثمار جميع شركاتنا بهذا المبلغ وبدأت جميع شركاتنا في تحقيق الارباح جميع شركاتنا ذهبت الى الربح تم اعداد دفتر الحسابات كنا نستعد لتقديم الربح للملك وفجأة حدثت مجزرة رهيبة مثل مجزرة ديربار قتل جميع افراد العائلة المالكة في مذبحة القصر كنا حزنين جدا الا ان حزننا لم يدم طويلا لانه لم يعد لدينا مكان لدفع مبلغ العشرة مليارات هذا عندما اصبح كل هذا المال فجأة ملكنا كان من الصعب علينا التعامل معه الحكومة التي تشكلت بعد مجزرة ديربار حاولت اجبارنا على فهم بعض الحقائق وبشكل غير مباشر جاءت ضغوط قوية ايضا من اماكن مختلفة لكن لم يكن هناك دليل على اننا اخذنا الاموال ولم يكن هناك شخص دوسلة ليشرح ذلك وفي هذه الحالة لا يمكن لأي قانون في العالم ان يوقفنا ومع ذلك كان الخوف بيننا لا يزال موجودا على العموم من الناحية القانونية كنا بخير وبعد مرور بعض الوقت شرعت ادارة الارادات الداخلية في التحقيق مع جميع شركاتنا فيما يتعلق بالضرائب لقد بدأنا في تنويع استثماراتنا لانها سياسة ويمكن ان تتحول الى اي مكان وبصرف النظر عن نيبال استثمرنا في الهند وسنغافورة ودبي وافريقيا وبوتان وغيرها في الايام التالية ومع ذلك ما زلنا نتلقى تهديدات من العصابات المنظمة الدولية من اماكن مختلفة وفي كثير من الاحيان تم اختطاف حتى افراد الاسرة وبعد دفع الفدية تخلصنا منها ايها المعلم كيف ستكون الايام القادمة امنة لنا يقول المنجم روا قصة طويلة ومع ذلك سيأتي الوقت المناسب الان هناك حاجة الى السلام الكوكبي لذلك يقول رجل الاعمال ايها المعلم ماذا تفعل يقول المنجم افعل هذا تعال يوم الاثنين في يوم كذا وكذا يجب ان يكون هناك سلام كوكبي كتابة شيء ما على قطعة من الورق تعال مع هذه العناصر والرسوم مئة وخمسون الفنا احضر ذلك ايضا ينهض رجل الاعمال من مقعده ويقول حسنا ويغادر بعد ان طلب الاجازة بعد ذلك ينتقل المنجم ايضا الى وظيفة اخرى يخرج باسانتي ايضا من الغرفة السرية يأخذ نفسا طويلا يشعر انه سمع جزءا جديدا من الحياة لقد مرت باسانتي منذ اشهر الى كاتماندو في يد قروي بنتشيثار اعطى هاتفا محمولا لوالده وبعد ذلك يتواصل مع والده واخيه حسب الحاجة ويتفهم الوضع يقيم اطصالا بين والده والمنجم الاب بعد سنوات يتذكر المنجم الاصدقاء ويجعلهم يتذكرون عندما كانوا اطفالا هناك بيئة سعيدة لكليهما مع وصول باسانتي انخفض الضغط على عمل السيدة المنجمة وهي تشارك في الوقت الحاضر في البرامج الدينية المهتمة وما الى ذلك لفترة طويلة اكتشف باسانتي ان الناس يشاركون في انشطة مختلفة في كاتماندو يرى بامن عينيه ان البعض يعمل في الصالحات والبعض الاخر يعمل في السيئات ويستعرض انشطة الناس بقوله مهما كان الفعل فالنتيجة واحدة مركز التنجيم مزدحم للغاية رسوم الخدمة طبيعية للعملاء العاديين يتم فرض رسوم خاصة على عملاء في اي بي المميزين في اوقات فراغه يزور باسانتي جميع الاديرة في كاتماندو عندما يكون لديه هاتف محمول فانه يتصل بسندار لافاتي وعمه خانال ايضا وتستمر جميع الاستفسارات عن الصحة والحالة يسعد كل من سندار لافاتي وعمه خانال برؤية التقدم الذي احرزته باسانتي اعاد باسانتي المال بخمسمائة روبية الى صندار لافاتي عليك ان تبدأ الرحلة سيتم العثور على الهدف من تلقاء نفسه سمع باسانتي هذا القول من المعلمين في المدرسة الشعور بشكل افضل اليوم عندما يكون لديه وقت فراغ يذهب باسانتي ايضا الى دارمشلا في غشلا يذهب ايضا الى المكان الذي كان يأكل فيه بحرية بدون نقود في باشوباتي لكنه الان يشعر بالخجل من تناول الطعام مرة اخرى يشير المنجم بابا الى ان شخصا مهما اخر سيأتي غدا يفهم باسانتي ويبدأ الاستعداد ليوم غدا كان يوم الاثنين في كاتمندو كان هناك حشد من الناس على طريق يأتون لرؤية معبد باشوباتينا كانت السماء مفتوحة للغاية يعود باسانتي ايضا من الكلية قريبا المسافة الى كليته من جوريجات قريبة ربما يتمتع ببصيرة جيدة حتى يتمكن من الدراسة والعمل في حرم جامعي قريب ويعود الى المنزل في الوقت المحدد ويأكل وهو على استعداد تام للاستماع الى الاشخاص المميزين في حوالي الساعة عشر صباحا تصل احدى هذه السيارات الجيدة الى مركز التنجيم في وقت سابق كان قد رأى عميلنا من كبار الشخصيات واليوم نرى هناك امرأة مماثلة تبلغ من العمر خمسين عاما كما اشار المنجم بابا انه يجب ان يستمع الى في اي بي يصل الى الغرفة السرية تصل تلك المرأة ايضا الى مقر مركز التنجيم وفقا للقواعد هناك بعض المناقشات الاولية بين المنجم والمرأة منذ المناقشة الاولية عرف باسنتي ان المرأة هي زعيمة سياسية يبدأ الحوار على هذا النحو المنجم يسأل ما الاخبار يا اختي رد المرأة حسنا ايها المعلم المنجم يسأل كيف تسير سياسة البلاد المرأة ماذا اقول ايها المعلم اعتاد اعضاء حزب المعارضة ان يكونوا خصومنا ولكن في الوقت الحاضر هناك المزيد من التوتر من جانب شعبنا التوتر هو التوتر يندفع الجميع الى المعلم للتخلص من التوتر ايها المعلم يجب ان يتحرر التوتر الذي اشعر به على الفور يقول المنجم غالبا ما يشعر الناس بالتوتر بسبب اعمالهم الماضية اعرض قائمة حياتك هنا حتى تظهر اعمالك بوضوح وبعد ذلك ساخبرك بطريقة الحل تقول المرأة لقد كنت اعاني من التوتر لفترة طويلة من اي نقطة ساقول يقول المنجم لكي تحافظ على السلام والاستقرار في الايام القادمة عليك ان تحكي اعمالك منذ الطفولة تجيب المرأة حسنا ايها المعلم انفجرت المرأة بالبكاء وبدأت تحكي مشكلتها انا امرأة من عائلة عادية لقد ولدت في منطقة جاداركوت المكان الذي ولدت فيه كان يسكنه اشخاص من بعض العائلات السياسية وكانت علاقتهم مع قادة الجيش والشرطة جيدة ايضا كان رجال الاعمال في المنطقة ايضا اصدقاء لهم وكان وضعهم المالي جيدا ايضا رأيت ذلك عندما كنت في المدرسة لم اكن مهتما باي شيء اخر كانت جاداركوت مكانا بعيدا جدا كان علينا ان نسير لساعات للدراسة ورغم الصعوبات الكثيرة اكملت دراسة المدرسية وحتى ذلك الحين اريد حقا ان اقرأ وبالصدفة ساعدني احد السياسيين من المنطقة على الذهاب الى مدينة كيلالي حيث كانت هناك كلية للدراسة منذ الايام الاولى في كيلالي واجهت مشاكل مالية كنت في موقف كان من الصعب فيه القراءة والعيش ذات يوم كنت جالسا وصل سياسي معين من جاداركوت لقد عبر عن حبه من خلال الكشف عن كلمات تعزية لي اخبرته ايضا بمشكلتي ثم اخبرني انه يمكنني الحصول على وظيفة في نيبالغون وسيتحدث مع شخص يعرفه لم استطع الشخص الذي كان يساعد في هذا الوضع اخذني الى نيبالغون واضطررت ايضا الى الاقامة في فندق مع اشخاص مثل جدي كنت في التاسعة عشرة من عمري في ذلك الوقت لقد ظل على اتصالي جسدي معي في الليل بحثت عن احتجاجي ولكن لم استطع لقد ازعجني رجل بعمر جدي لقد وصلت للتو الى مرحلة الشباب وازدهرت بعد ان رأيت الكثير من احلام الحياة الجميلة لكن كل الاشياء عملتني طوال الليل بدى الامر كما لو ان عقلا واحدا سيخبر الجميع عنه بعد اليوم التالي نظرت الى العالم كله ولم ارى امكانية ان يقف احد الى جانبي كنت مثل سمكة اخرجت من النهر وتركت على الرمال الناس عبيد للظروف لقد شعرت بذلك من وضعي لم يتمكن ذلك الجد من الحصول على وظيفة لي في نيبالغون لكنه ابقاني مع نفسه في نيبالغون لبضعة ايام اطعت ما قاله واجبرت نفسي على اتباعه وفي النهاية ارسلني الى كيلالي ومعه بعض المال وذهب الى كاتمندو في بعض الاحيان كان يأتي الى كيلالي ويقيم في منزلي وقبل كل ما قاله واعطاني بعض المال للدراسة في كيلالي كما عملت كمدرس هناك في ذلك الوقت لم يكن هناك تعليم من الحدية عشرة الى الثانية عشرة كما هو الحال الان حصلت على ايام كيلالي لقد مررت بكوني نشأت في منطقة جبلية نائية وحتى بعد مجيئي الى منطقة تيراي كنت على دراية بالبيئة هنا بالفعل هذا الجد يعانيني لقد عانيت ايضا من ضباط شرطة كيلالي لقد فقدت عذريتي وخصوصيتي مرارا وتكرارا كنت اشعر بالملل عندما رأيت حياتي انفكره ان العيش افضل من الموت تساعد على العيش حاولت الانتحار مرات عديدة لكنني لم استطع وظننت نفسي شلالا يتساقط من جبل بغض النظري عن المكان الذي تدفقت فيه بغض النظري عن المكان الذي اصطدمت به وصلت التدفق اعتقدت انني كنت عالقا في تدفق الوقت كان هناك احتمال ان يتم تحويل رحلتي نحو كاتمندو لانني اعتقدت ان كاتمندو ستكون اكثر امانا للنساء من كيلالي جئت الى كاتمندو بحثا عن عمل ورغبة في الدراسة في كاتمندو كانت هناك دائرة كبيرة من السياسيين من جاداركوت منذ ان غادرت كيلالي كانوا يتابعونني بشكل غير مباشر كان كيلالي مكانا صغيرا كان لدى بعض الناس شعور بالرحمة لكن كاتمندو كانت اكثر قسوة لقد كنت ايضا محاصرا عاطفيا من قبل نفس المجموعة من خلال التواصل مع جاداركوت وبينما كنت اعاني من هذا الوضع التحقت بالتخرج في كلية البنات في كاتمندو بدأت القراءة كنت اؤمن ان النساء يجب ان يدرسنا ايضا ويصبحنا اشخاصا عظيمة وهذا امر يمكن القيام به لكن الطريق امامي كان صعبا للغاية كان الطريق المغطى بالاشواك منتدا امامي وبدون قصد في الكلية انخرطت في السياسة الطلابية ربما لان حياتي كانت مختلفة عن الفتيات الاخريات فقد برزت واجه الطلاب القادمون من القرى العديد من المشاكل كنت اساعد جميع اصدقائي في مشاكلهم قدر الامكان ومن ناحية اخرى كنت منخرطا في سياسة مجموعة الطلاب في الكلية هناك حزب الامي لهذه المجموعة في جميع انحاء البلاد هؤلاء كبار السن الذين رأيتهم في ايام الاولى في جاكاركوت كانوا قادة وعاملين في ذلك الحزب مرة اخرى كان علي ان اقترب منهم كان هناك الكثير من الطلاب القادمين من مناطق مختلفة للدراسة في كاتماندو كان الاصدقاء يعتقدون انه يجب عليهم الدراسة اثناء الحصول على وظيفة اعتادت الفتيات ان يطلبنا مني ترتيب الوظائف كنت في موقف اين نحصل على وظيفة وحتى ذلك الحين كان لدي خط من المتفائلين كاتماندو مدينة غريبة جدا وهنا وهناك ايضا طبقة تكدس الثروة فوق الثروة وفي هذه المدينة ايضا طبقة لا تستطيع الاكل والنوم حتى في الشوارع الاغنياء اغنياء جدا والفقراء فقراء جدا وخبر انني قائد طلابي يصل الى جميع ضباط الجيش وضباط الشرطة وكبار موظف الحكومة ورجال الاعمال وقيادات الاحزاب كنت احصل على مقترحات غريبة من خلال الالية الادارية التي تأتي من كيلالي كانت تلك العصابة تطلب مني ادارة الفتيات وكانوا يستدرجونني بالمال انا قائد طلابي ذات مرة طلب مني احد الوزراء الحضور الى الوزارة للمناقشة لكنه قال لي ان اتي بمفردي لقد كان وزيرنا في حزبنا ذهبت لاجراء بعض المناقشة ذلك الوزير اساء التصرف معي في مكتبه في الخارج كانت الشرطة توفر الامنة وفي الداخل ارتكب جريمة بشعة دون موافقة وحتى ذلك الحين لم اتمكن من اخراج الحادث عندما عدت من هناك بدأت اشياء كثيرة تلعب في ذهني ولم اتمكن من التمييز بين الصواب والخطأ شيئا فشيئا كنت مقيدا بسلسلة الظروف اقت الطبقة الغنية في المدينة الطلاب في العديد من الاماكن تحت ستار الحزب اصبحنا نحن القادة الطلابيين ميسرين كانت العديد من الفتيات من القرى التي جاءنا من مشاكل مالية على استعداد لان يصبحنا محضيات بل واصبحنا كذلك وكان رؤساء العديد من المكاتب الطبقة الغنية يدفعون نفقات شهرية ويحتفظون بها لسنوات وحتى بعد الدراسة بهذه الطريقة اصبحت بعض الفتيات موظفة في الخدمة الحكومية اليوم ومنهم من يعمل بنجاح في خدمة التدريس ايضا لقد امتدت الى ما هو ابعد من حدود الكلية وصلت الى القيادة الوطنية للمنظمة الطلابية تحت ستار منظمة طلابية بدأت بتزويد الفتيات النيباليات على المستويين الوطني والدولي بدأت اتعرف على المال وحصلت على الكثير حتى الان قمت بتوصيل العديد من المنازل في كاتماندو بحلول الوقت الذي حصلت فيه على اموال جيدة واجتزت مرحلة ما كنت في الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين من عمري تقريبا كما اردت الحياة الزوجية تزوجت من موظف في الخدمة المدنية لقد كان زوجي مرتبكا ايضا عند حضور امتحان الوظيفة في سن الخامسة والثلاثين فجأة شعر بسعادة غامرة عندما حصل على وظيفة على مستوى الضابط عمرنا متطابق كان لابد من نقل زوجي وهو موظف في الخدمة المدنية الى مناطق مختلفة اثناء صعودي من القيادة الطلبية تعرضت لضغوط للحفاظ على العلاقات الجسدية مع افراد الاسرة ومعظم قادة الحزب حتى بعد الزواج معظم قادة الحزب رتبوا لي الوقت واقاموا علاقات جسدية معي وفي وقت ما بعد الزواج ولد ابناي ايضا لقد قمت باجراء فحص الحمض النووي لابنائي وزوجي دون اخبار زوجي لكنه لم يتطابق مع زوجي ثم اصبحت قلقة للغاية كان لابد من اجراء اختبار الحمض النووي لمختلف قادة الحزب لقد حصلت على الكثير من المساعدة من العديد من الاطباء في هذا الشأن واخيرا تطابق الحمض النووي لابني الاثنين مع زعيمي الحزب لقد شرحت الاحداث لهؤلاء القادة اخبرني القادة بطريقتين احدهما كان ان يصبح نائبا بمساعدة الحزب والاخر كان قتل كلا لابنين لقد سقطت من الهاوية لقد اخترت طريقة ان اصبح نائبا وكان هؤلاء القادة وزراء اعتقدت انه ليس من الممكن ان نختلف ذهبت الى مبنى البرلمان كنائب كما القيت العديد من الخطابات وكانت هناك ايضا نساء اخرية اصبحنا نائبات في البرلمان وكان ذلك حتى نتمكن من الاستماع الى قصص حياة جميع البرلمانيات ومع ذلك لم اسأل احدا عنهم واليوم انتهت ايضا ولاية البرلمانية كان العمر يتزايد تدريجيا مع تقدم السن وكان ضغط العمل الاضافي يتناقص ايضا حصلت عائلتي على الكثير من الممتلكات اخاف ان ارى صدق زوجي انا قلقة على مستقبل ابنائي لماذا لماذا لا استطيع حتى النوم في الليل هذه الايام الاضطراب في العقل هو الاضطراب المعلم من فضلك احل السلام في حياتي بعد ان روت هذه القصة الطويلة قامت بتنظيف عينيها الدامعتين بمنديل يقول المنجم بالطبع سيأتي السلام في حياتك سوف اقوم بترتيب كل ذلك تأكد تقول المرأة لدي ثقة كاملة بك ايها المعلم ايها المنجم اربط هذا الاكليل وتعالى لاداء السلام الكوكبي يوم الاثنين اعطاء قائمة بالمواد المطلوبة في ذلك اليوم واستمع رسوم السلام الكوكبي هي روبية فان كان مئة وخمسين الفنا فاحضرها تقول النساء يمكن تخفيض الرسوم قليلا ايها المعلم يقول المنجم السلام اهم من المال لا تجرؤ يضحك تقول المرأة نعم ايها المعلم الان ساذهب تخرج المرأة من مركز التنجيم الجميع يذهبون الى عملهم يعض باسانتي ايضا لسانه ويخرج من الغرفة السرية اصبح باسانتي ذو خبرة باستمرار تمكن من استخدام المال بشكل جيد كما بدأ ارسال الاموال بشكل صحيح للاب والاخ نظرا لان الدخل المرتفع لارباح المنجم مرتفع جدا فقد اعطى باسانتي الحرية في انفاق امواله كما قام ايضا بصيانة جيدة لمنزل بانتشيثار كما بدأ عدد الاشخاص الذين يقدرون باسانتي في الجبال في التزايد من ناحية اخرى في كاتماندو طور باسانتي ايضا دراساته في الحرم الجامعي لقد بدأ ليكون الاول في الصف مثل ورقة ناعمة من نبات ينمو تظهر علامات تقدم الباسن وبما ان مركز المنجم هو ايضا يوم عطلة يوم السبت فان باسانتي يستخدم ذلك اليوم لاكتساب معرفة اضافية اخرى يأخذ المعرفة من خلال زيارة الاماكن الدينية والتاريخية المختلفة في كاتماندو يصل احيانا الى كيرتيبورنباغي بهراف واحيانا يصل الى تل شندراجيري واحيانا يجمع حقائق عن الاديرة في القرى الداخلية لمنطقة دكشنكالي يزور جميع الاماكن التاريخية والدينية في جميع انحاء كاتماندو اكتساب المعرفة يجعل نفسه اكثر نجا مركز بابا لعلم التنجيم في جوريجات هو مكان العمل الرئيسي في باسانتي انه مجتهد للغاية لقد تلقى حب والديه جيدا باسانتي التي فقدت والدتها في سن مبكرة تعتبر نفسها اكثر الاشخاص حضا في العالم لان لديها ام محبة هنا عندما يأتي اشخاص مميزون يجلس في الغرفة السرية ويستمع الى كل شيء يستخدم المنجمون هذه الطريقة بشكل خاص لجعل الباسانت ناضجا وبالمثل استغرق في اي بي اخر بعض الوقت في اليوم التالي يحصل على نصيحة المنجم بالاستماع بعناية وبهذه الطريقة يتم ابلاغه في اليوم السابق ويطلب منه الاستعداد في اليوم التالي جاء باسانتي من الحرم الجامعي واستعد امرأة تأتي خارج مبنى مركز علم التنجيم وتقرع جرس البوابة حارس الامن الموجود بالاسفل يفتح البوابة تدخل المرأة كما تم ابلاغ افراد الامن ان شخصا خاصا سيأتي اليوم يسأل افراد الامن المنجم اعلاه ما اذا كانت تلك المرأة هي المرأة المميزة اليوم ام لا نعم اذا ارسلته سيتم ارساله لاحقا باسانتي يجلس بالفعل في الغرفة السرية تجلس المرأة حسب القواعد هناك مناقشة اولية بين المنجم والمرأة ومن المناقشة الاولية يتبين ان المرأة ضحية بطرق مختلفة اسم تلك المرأة هو سارلا وبعد فترة يبدأ حوار بين المنجم وسارلا يقول المنجم يا اختي ما الاخبار تجيب سارلا هناك ظلام في كل مكان يجور يقول المنجم ينبغي ان نكون متفائلين لقد اتيت الى هنا كل شيء على ما يرام بعد المجيء الى هنا اصبح عقل الجميع هادئا قل لي ما هي مشكلتك تقول سارلا لقد جاءت المشاكل في كل مكان ايها المعلم اصبحت الحياة مظلمة لقد تحطمت كل اسس البقاء عقلي مضطرب قلبي ممتلئ ولهذا السبب اتيت الى هنا يقول المنجم كل شيء سيكون على ما يرام لا تأخذ وظيفة ينبغي تكريس التغني من اجل السلام الكوكبي لذلك يجب ان تعرف اين تكمن مشاكلك اخبر باجاز قصة حياة عملك تقول سارلا يجب ان يقال ان العقل سيكون خفيفا ايضا يقول المنجم اخبر المزيد تقول سارلا حسنا المعلمة تبدأ في سرد قصة حياتها لقد مرت سنوات عديدة منذ ان اتينا الى كاتماندو من نوكت اريد ان اقول من البداية يقول المنجم نعم تقول سارلا عندما تزوجت كان عمري حوالي عشرين عاما وكان في المنزل عائلة مكونة من ودين وزوج وصهر الزوج بعد زواجي بدأت عائلة صهري تسهر منا كل اعمال المنزل كان يقوم بها صهره غادر فجأة وبما اننا لم نتمكن من البقاء في قرية نوكت فقد جئنا الى كاتماندو في مكان ابعد قليلا من توخة وبدأنا العيش في منزل مستأجر كان زوجي يعمل في الصحافة العامة لم يكن الكسب كثيرا عندما كان من الصعب دفع ثمن الغرفة بدأت في بيع الخضار في عربة المال من بيع الخضار وجزء من دخل زوجي بالكاد يغطي نفقات غرفتنا في البداية كنا نحن الاربعة نتصارع في غرفة واحدة لاحقا بعد ولادتي بدأنا نعيش في غرفتين وفي نفس الوقت الذي يكون فيه راتب الزوج منخفضا فهو غير قادر على دفع الراتب وسائل عيشنا تعتمد على العربة بدأنا في إدارة محل الخضار مع شعورنا بأن العمل ليس كبيرا أو صغيرا وفي مرحلة ما عندما كان دخلنا يزيد قليلا بدأنا أيضا في الادخار من أجل مستقبل ابننا وبالتدريج كبر الابن وبدأ بالدراسة ما مدى سرعة مرور الوقت لقد اجتاز الابن الصف الثاني عشر بتقديرات جيدة وكانت المدرسة تعطي منحة دراسية لأن الابن كان الأول في الدراسة لقد شعرنا بالارتياح عندما اجتاز الابن الصف الثاني عشر بتقدير جيدا ثم بدأ يقول إنه سيذهب للدراسة في أستراليا وكان جميع أصدقائه الذين درسوا معه يستعدون للدراسة في الخارج وكان الوضع في البلاد هو نفسه لم نتمكن حتى من أن نطلب من ابننا أن يدرس في نبال باسم الأطفال لم يكن لدينا سوى ابن واحد فكرنا في تحقيق رغبته في البداية سيكلف التعليم في أستراليا خمسة وعشرين ألفا ذهب إلى القرية وباع المزرعة جاء ما يصل إلى اثني عشر ألفا لم يكن لدينا أصول أخرى للبيع ببيع مجوهراتي حصلت على مليونين نظرا لأن مبلغ أحد عشر ألفا لم يكن كافيا ولهذا السبب أخذنا المال من شخصيني لم نتمكن من اختيار الخيار الخاص بمستقبل ابننا على الرغم من أن المقردين سيقدمون المال ولكن السعر الفائدة مرتفع للغاية كان اثنان من مقرد الأموال على استعداد لإعطائنا أحد عشر ألفا من المال لقد اشترط علينا أن نعطي عشرين ألفا مقابل أحد عشر ألفا بعد عام لقد أخذوا منا شيكا بقيمة عشرون ألفا بتاريخ بعد عام واحد هذه هي المشكلة المباشرة ذهب لبن أيضا إلى أستراليا وبعد ذلك بوقت قصير انتشر تفشي حمى الضنكي في كاتماندو عثرت حمى الضنكي على أفراد عائلتنا الأربعة جميعهم نحن ضعفاء ماليا جدا ومع هجوم حمى الضنكي دخلنا في المزيد من المشاكل كما فقد زوجي وظيفته لم يعود هناك أرز لنأكله توفي والد زوجته بسبب حمى الضنكي في ذلك الوقت أصبح الوضع صعبا للغاية ساعد الناس في إخراج جثة والد الزوج من الغرفة وبعد ذلك صرنا تلميذين لحماتها لقد حصلنا على قروض من أشخاص آخرين نعرفهم في ذلك الوقت كان علينا دين آخر بقيمة ثلاثة آلاف لكننا لم نتمكن من إنقاذ حماتنا كان زوجي على وشك الموت لكن الأيام قوية ومباركة فهو يتعافى بعد ذلك ذهب اثنان منا مرة أخرى لكسب لقمة العيش من خلال بيع الخضروات في عربة ظل الدائنون الذين يدينون لنا بالمال يأتون ويطلبون المال قم بإصدار الشيك إذا لم يكن لديك المال كانوا يقولون لإصدار الشيك بمبلغ أكبر قليلا وبعد الدخول في القيد لا يجد الحل لقد اضطررنا أن نفعل كما قالوا الوقت يمر هكذا أرتدت كل تلك الشيكات شيئا فشيئا رفعوا جميع مقدمي الشيكات قضايا عدم شرف الشيكات اعتقلت الشرطة زوجي واحتجز لمدة خمسة وعشرين يوما لكن زوجي لم يتمكن من استرداد أمواله ارتجع أيضا شيك كبير بقيمة عشرون ألفا تم رفع قضية بقيمة خمسة وعشرين ألفا للقضايا الصغيرة والكبيرة أصبح زوجي المحتالة وفقا لقواعد الدولة كان عليه أن يدفع خمسين ألف ولم يخرج أحد لمساعدة الفقراء إنه في السجن هذه الأيام أذهب وحدي بعربة لبيع الخضار ولكنني أشعر بالحزن دائما وسواء تم إطلاق سراح الزوج من السجن أم لا لم يتقرر أي شيء لا أستطيع حتى أن أموت من الصعب أن أعيش لا نوم في الليل ولا جوع في النهار الروح تحترق المعلم أريد السلامة أنقذني أيها المعلم يقول المنجم لا داعي للذعر يا أختي يجب أن تأتي يوم الاثنين ينبغي تكريس تعويذة للسلام الكوكبي يعطيك ورقة مرسوم عليها السلمونة لتأتي بها واستمع رسوم تحقيق السلام الكوكبي هي مئة وخمسون أحضرها في ذلك اليوم أيضا تقول سارلا نعم يا معلم بعد ذلك تغادر سارالا من هناك ثم يغادر باسنتي الغرفة السرية أيضا خرج باسنتي وهو يبكي لماذا أصبحت باسنتي التي لم تبكي اليوم عاطفية رأى باسنت الذي يفكر ويعمل دائما في مركز التنجيم أن أتعاب المنجم باهضة الثمن وقد أخبر المنجم تلك المرأة أن رسوم السلام الكوكبي كانت مئة وخمسين فقط أنها رخيصة جدا بطريقة ما يرى كرم المنجم بشكل مباشر يقول أن المنجم عظيم يصبح الإخلاص للأبي أكثر كثافة بعد ذلك في المساء يذهب باسنتي إلى معبد باشو باتناف ويشارك في آرة المساء ويأتي متأخرا هو يبدو حزين يأتي ويذهب إلى والدته وأيضا التحية للعمة التي تطبخ في ذلك اليوم حتى عمة الطبخ تتفاجأ برؤية الأنشطة كاتماندو عاصمة نيبال مزدحمة دائما يأتي الناس من جميع أنحاء البلاد إلى كاتماندو للقيام ببعض الأعمال أو لسبب آخر ويمكن بسهولة تخنين أن الحشد هنا قد زاد ومع ذلك نظرا لأن الطقس في كاتماندو جيد فإن أولئك الذين يأتون للعيش في كاتماندو يحبون هذا المكان بسانتي موجود أيضا في حشد كاتماندو يفعل كل شيء بأمانة ومن ناحية أخرى فإن عدد الأشخاص الذين يأتون لطلب الخدمة في مركز المنجمين هو نفسه دائما في اليوم التالي أيضا يعرف بسانتي أن شخصا مميزا آخر قد استغرق بعض الوقت تتم جميع الاستعدادات هؤلاء الناس يأتون بعد الانتهاء من جميع الإجراءات تصل بسانتي إلى الغرفة السرية للاستماع إلى قصتها قبل أن يبدأ الحوار الخاص هناك بعض الحوار بين المنجم والرجل يستمع بسانتي إلى الصوت ويكتشف أن الرجل جاء من موران واستقر في كاتماندو اسمه فكرام بعد فترة تبدأ المحادثة بين المنجم وفكرام يقول فكرام أيها المعلم سوف يزول التوتر الذي أشعر به أليس كذلك؟ يقول المنجم بالطبع بل ما نوع المشكلة التي نشأت في حياتك؟ أخبرني يقول فكرام من أي نقطة سأقول يقول المنجم إذا كان ذلك ممكنا أخبر من الطفولة وإلا أخبر من أين نشأت المشكلة يقول فكرام نعم أيها المعلم يبدأ في سرد القصة لقد ارتكبت جريمة في حياتي أنا خاطئ بدأ في البكاء لقد ولدت في منطقة أقل بقليل من أرلاباري في منطقة موران في عائلة زراعية لقد قضينا طفولتنا في القيام بالأعمال الزراعية وفقا للوقت كانت زراعة الأرز والذرة والبطاطس الخردلي جيدة في قريتنا كما تم استخدام بعضها لزراعة سانبات كان كل فرد في القرية تقريبا يمتلك أرضا كان هناك أشخاص يمتلكون ما يصل إلى 1 بيجة حتى أكثر من 11 بيجة عندما كنا صغارا لم تكن هناك جرارات في القرية كلهم يحرثون الحقول بمساعدة الثيراني أو الثيراني كما تم زراعة النباتات التي تم زراعتها بالحراثة الثقيلة ولم تكن عائلتنا فحسب بل كانت القرية بأكملها سعيدة بكمية النمو كان هناك خمسة أفراد في عائلتنا أمي وأبي وشقيقتاني وأنا كانت أرضنا هناك بما فيه الكفاية سميت تلك الأرض على اسم والدتنا خلال موسم الأمطار في كل مكان تنظر إليه وسط حقول الأرز تجد أشجارا طويلة في كل مكان بالقرب من الأراضي الزراعية كان منزل الجميع بجوار الطريق كان سيصل إلى المزرعة خلال موسم الأمطار كان الأب يحمل المحراث على كتفه لهز الحقول وكنا أيضا نذهب إلى المزرعة مع أبي اعتدنا أن نقول في الحي الكسب من الوظيفة والتعليم من الدراسة كنا نغسل أيدينا وأقدامنا في المياه الجارية على الرغم من أنني كنت صغيرا كان والدي يحبني كثيرا قد لا نجد متعة تلك اللحظات حتى لو ذهبت إلى الجنة فهذه ذكرية موسم الأمطار في كل عام يبدأ الأرز بالنج في بداية الداشين في العام الذي جاء فيه داشين متأخرا كان الأرز ينضج قبل وبعد داشين لا يمكن وصف تعبيرات الفرح على وجه المزارع لحظة درس الأرز متعة القيام بعمل ملهم ومثير ومتعة قطف الفاكهة وتناولها في الليل ومتعة الذهاب إلى الحي لقطفها وتناولها آهن الفرحة التي وصفتها هنا ولم تكن تلك الفرحة في عائلتي فقط كان الوضع في القرية مثل حياتي يمكن للناس المشي لمسافات طويلة أثناء الليل بعد المشي طوال الليل من مخيم فلدنج ومخيم بثر فوق داماك اعتاد الناس أن يأتوا إلى قريتنا لحصاد الأرز عندما يكون الضوء خفيفا وسيعودنا بعد قضاء الليل قائلين إن المخيم سيكون حسيا وكان السلام والأمن في القرية جيدا وكانوا يكسبون عيشهم من خلال زراعة حقولهم تم التغطية جميع نفقات المهرجان وتعليم الأطفال من المحاصيل المزروعة في مثل هذا الوقت بسبب رؤية شخص ما الشريرة تدهور الجو فجأة وكانت الاضطرابات في القرية تتزايد وبدأت حالات السرقة والسطو في التزايد كما بدأت حوادث اغتصاب الفتيات في الظهور من خلال داماك، أورلاباري، بيرتمود، بيرتنغار بدأت التبرعة في الطلب على قريتنا وكان شباب القرية يهربون شيئا فشيئا وبدأ البعض بالذهاب إلى دول الخليج للعمل أولئك الذين لم يتمكنوا من الذهاب إلى هناك ذهبوا إلى مدن مختلفة في الهن وكان السبب السياسة أولئك الذين أرادوا تغيير حكومة البلاد وإدخال نظام جديد بدأوا ثورة في جميع أنحاء البلاد حتى سماع الأخبار جعلني أشعر بالخوف وتحت ذريعة الثورة نهب المرتشون القرويين ولأنني لم أتمكن من التعامل مع هذا الوضع غير المريح ذهبت إلى الهن مع شباب آخرين وصلنا إلى كاتيهار في ولاية بيهار كانت هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها محطة سكة حديد كبيرة كهذه كان هناك عدد لا يحصى من الناس هناك لقد صدمت شعرت بالشفقة عند رؤية الأشخاص المعوقين لكن لم يكن هناك ما يمكن فعله لقد أنضينا ليلة واحدة على كرسي داخل محطة السكة الحديد لقد أنضينا الليلة ومعنا ربيتا ومن هناك في اليوم التالي ذهب بعض الأصدقاء إلى دلهي والبعض الآخر إلى البنجابي ذهبنا إلى البنجابي وكما يقول الناس حتى لو ذهبت إلى بورما فإن العمل يذهب معك ووصلنا إلى مكان الزراعة في البنجابي أيضا كان من الصعب جدا علينا حصاد القمح طوال اليوم في البنجابي لقد عملنا في البنجابي لبعض الوقت لم نفهم الوضع ثم ذهبنا إلى دلهي نحن لم نتمكن من القيام بعمل جيد هناك أيضا ثم وصلنا إلى تشيني نحن الذين كنا نشعر بعدم الرضا بعد تناول الروتي تذكرنا بالمنزل عندما تناولنا الأرزى غير المقشور في تشيني كسب المال أثناء العمل في تشيني ومع ذلك بعد عدم القدرة على فتح حساب مصرفي تم استخدام الأموال من خلال إنفاقها هنا وهناك وبعد ذلك سيكون عاريا في ذلك الوقت أدركت أنه إذا لم يكن لدي اجتماع آمن فسوف تنتهي المقدمة والفرصة وكان يعتقد أنه سيأتي إلى نبال بعد عام واحد ذهبنا إلى محطة تشيني المركزية لشراء تذاكر القطار في تلك اللحظة عندما طلب مني بطاقة الهوية شعرت أنني بلا هوية وأظهر البطاقة التي قدمها صاحب العمل في تشيني وأحجز تذكرة تشيني إكسيبريس إلى جالبيجوري كان هذا القطار متجها إلى تنسوكيا في ولاية آسام نزلنا من القطار في جالبيجوري تضخم الصدر مرة أخرى كما تم العثور على العديد من الشباب من جابا موراند يعملون كبائعين في المحلات التجارية في منطقة سيليجوري ويعمل البعض أيضا في الفنادق وكان بعضهم يقود عربات الريكشة على أي حال لقد عدنا مرة أخرى على طريق سيليجوري وكان المحصلون يحملون أكياسنا صغيرة من القماش ويقرعون النقود داخل الحقيبة ويقومون بجمع الأموال كان هناك اثنان منا أدفع الإيجارة وصلنا إلى موراند عبر البنجاب ودلهي واتشيني استمرت الصداقة من كاتهار إلى بانيتانكي بدى سوق أورلافاري غريبا بالنسبة لنا أيضا كان أحد الإخوة يبيع عصير قصب السكري بعد شرب كوب من عصير قصب السكري والنظر هناك كانت سيارة جيب واحدة جاهزة للذهاب إلى راجغة عدنا إلى المنزل في سيارة جيب لقد كان المساء بالفعل وصلنا إلى منازلنا ولم يعلم بوصولنا إلا أهل البيت ولم يفهم القرويون الآخرون الحيلة لأنه كان قد حل المساء بالفعل كان لدينا سقيفة خشبية في الطابق السفلي كان المطبخ الطابق الثاني كان المكان الذي ننام فيه وكان هناك سقف فوق ذلك كان الوالدان وشقيقتان مشغولتين بالأكل دخلت المطبخة واتصلت بأمي جاءت أمي بسرعة إلي كان رأسي يقصف وبكيت إلى أين ذهبت جاء الأب والأختان إلى الجانب وبكوا بمرارة ولم يكن لدي حتى هاتف محمول في ذلك الوقت لا يمكن الاتصال به في المنزل لقد كنت مثل في باتا أغلقت الأخوات جميع نوافذ وأبواب المطبخ بدأت أمي تبكي وتحكي لي الأحداث التي حصلت بعد أن مشيت في بعض الأحيان توقفت الكلمات وبعد خروجنا من القرية بدأ المحردون الثوريون بالتجمع في القرية وكان من الصعب على الناس أن يميز من هو الثوري الحقيقي ومن هو الثوري المزيف من جانب قطاع الطرق لديهم إيضا مشكلة ولا يمكن لأحد أن يخمن ما يتجول فيه الجيش والشرطة والثوار الراديكاليون وقطع الطرق في جميع أنحاء القرية كان الناس من تلك المجموعة يشكلون مجموعة ويأتيون إلى المنزل بالسلاح ويأمرون بإعداد الطعام لهم إذا كان الدجاج هناك ينبغي أن يتم عن طريق قطع الدجاج تعرضت كلتا شقيقتين للاغتصاب من قبل مجموعة من الأشخاص الذين يزورونهما بشكل متكرر أخوك في عهدتنا يقولون أنهم سيقتلون الجميع إذا فعلوا ذلك يمينا أو شمالا كانت الفضائع التي ارتكبت في ذلك الوقت في المستوطنات الريفية في نبال ذات طبيعة لا توصف لا يوجد إجماع حول من فعل ذلك في أحد الأيام جاءت مجموعة كبيرة واختطفت والدي إذا لم تصمت فسوف يقتلونك لقد أخفو الأب من مكان إلى آخر لمدة تصل إلى أسبوع احتفظ بعد ذلك بالأرض القريبة من بيرات شوك وذهبت إلى أحد عشر أرضا كبيرة في مكتب مالبوت ومررتها باسم والده وقد اشترطوا فيما بعد أن يدفع المال بيع ذلك أو تمريره باسم شعبهم وروا العديد من الحوادث الأخرى ذات الألم والمعاناة الطفيفة إنها الثالثة صباحا لقد صدمنا جميعا بعد سماع صوت الديك الأرز والخضروات كانت باردة قامت الأم بتسخين الطعام عن طريق وضع الفحم في الفرن لقد تناولنا الطعام للتو في حوالي الساعة الثالثة وثلاثون دقيقة مساء صديقي الذي جاء معي مساء أمس جاء على عجل وقال علينا العودة إلى الهن هذه القرية في مركز الخطر ثم نصحنا آباؤنا وأخواتنا بمغادرة تلك القرية وصلنا مرة أخرى إلى دلهي من هناك وبعد رؤية حركة العديد من النيباليين في دلهي وصلنا أيضا إلى مكان يسمى جورجون في ولاية هاريانا تم بناء مجمع سكني كبير مؤخرا على شكل دي الاف كولوني هناك للعمل كحارس أمن في منزلين ساعدنا أحد جنود الجرخ السابقين من ختان في الحصول على وظيفة هناك كانت جورجون مدينة كبيرة وبما أن وظيفتي كانت حارس أمن منزل فيمكنني استخدام الهاتف والراديو والتلفزيون وكان يستمع إلى أخبار نيبال كل يوم بدأوا يسمعون أن عملية السلام قد بدأت في نيبال كنت بخير حتى ذلك الحين ثم ولدت الجريمة في ذهني لقد خمنت أن الحركة المضطربة باسم الثورة في نيبال ستنتهي الآن عندما تذكرت أن ملكية الأرض ستتغير باسمي أصبح قلبي جشعا لقد فهمت الجانب القانوني منه لقد افترضت أن الأرض ستأتي باسمي بعد والدي تلك الأرض كانت تستحق كرورة لقد خطبت لقتلي والدي ذهبت إلى دلهي وأخبرت الخطة بالقناص المستأجري لقد طلبوا المال لقتلي والدي أعطيتهم ذهب القناص المستأجر إلى موران وقتل والده ومع مقتل الأبي انتهت عملية السلام في نيبال وانتهت الاضطرابات التي استمرت لأكثر من عقد من الزمن بعد مقتل الأبي في موران نيبال أجرت الشرطة تحقيقا طويلا لا يمكن العثور على أي شيء انتحرت الأم تزوجت الشقيقتان من ثاروس إينار والقديمي جئت إلى نيبال موران بعد عام لقد قمت أيضا بعملي والدي لإظهاره للمجتمع كنت وحدي وبعد مروري بعض الوقت تزوجت من فتاة من السوق رقم ثلاثة أدناه بعد الزواج بعت أرض راجغات وقمت أيضا ببيع الأرض في فيراتشوك لمجموعة سكنية مقابل خمسة كرور روبية لقد قمت هذه الأيام ببناء منزل هنا في فيشنغر كاتمندو الإيجار جيد أيضا زوجتي وأولادي لا يعرفون هذا السر طوال اليوم أتجول بسعادة وأستمتع بنفسي ومع ذلك في الليل لا أشعر بالنعاس على الإطلاق حتى عندما كنت نائما يأتي والدايا في أحلامي ويسألانني لماذا تفعل ذلك الآن أنا في لهيب الثوبة المعلم من فضلك أعطني السلام وهكذا يروي القصة يقول المنجم سيكون هناك سلام تأكد يقول فكرا على أي حال أيها المعلم من فضلك أعطني الخلاص يقول المنجم افعل هذا يجب أن يتم السلام الكوكبي يوم الاثنين تعال مع هذه الأشياء يعطي قائمة يقول فكرام نعم أيها المعلم يقول المنجم هناك حاجة إلى ألف وخمسين ألف روبية من أجل السلام الكوكبي وتكريس المنتر احضرها يقول فكرام نعم أيها المعلم يغادر فكرام من هناك يتولى المنجمون أيضا وظائف أخرى باسانت يغادر الغرفة السرية يشعر باسانت أن عميل اليوم أصبح أكثر إجراما من أي وقت مضى بينما يتحدث المنجم عن جلب المزيد من الأموال لسلام الكواكبي يشعر باسانت بالبرد في ذلك اليوم حتى المنجم يشكك بعقل واحد والعقل الآخر يعتني بنفسه يوما بعد يوم يتعرف باسانت على الأحداث الجديدة في المجتمع وكما يقال إنك تعرف بالتجربة أكثر مما تعرف بالقراءة فهو يحصل على معرفة بأشياء كثيرة يعطي أهمية متساوية للدراسات الجامعية كما أنه يجري مناظرات منطقية مع أصدقائه تتطور فيه عادة دراسة كل شيء بعمق ومن ناحية أخرى تتزايد لديه أيضا المعرفة العملية من خلال الاتصال بالعملاء الذين يأتون إلى مركز التنجيم غالبا ما يأتي الناس إلى مركز التنجيم وبدلا من رؤية مستقبلهم يأتي هؤلاء الأشخاص إلى مراكز التنجيم للتخفيف من التوتر والقلق الناجم عن تجارب حياتهم الخاصة المنجم هارين رايان هو أيضا شخص يؤدي التقوس ويعمل كاهنا لديهم إيمان كامل في علم التنجيم وبسبب هذا الاعتقاد يأتي العملاء إلى مركز التنجيم يأتي عميل آخر في اليوم التالي يشير المنجم إلى باسانت باسانت يجلس في الغرفة السرية ويستمع يبدأ الحوار بين المنجم والعميل يقول العميل المعلم دارشان يجيب المنجم دارشان يقول سيفادراهي جورو كل العقول الخائفة والمضطربة تأتي إلى هنا بحثا عن راحة البالي أنا إيضا ضحية أخرى لقد أتيت إلى شاران من فضلك هدئ ذهني يا سيدي يقول المنجم أخبر تاريخ طقوس حياتك الماضية بشكل علني مما سيجعل من الأسهل تحقيق السلام الكوكبي يقول سيفادراهي حسناً أيها المعلم أنا خاطئ أنا تائب ولكن لا يزال يتعين علي أن أعيش حتى عندما تكون على قيد الحياة قلبك يحترق ولهذا السبب جئت لإيجاد حل لقد أدركت الآن حقيقة أن قلبي وروحي يحترقان بنار التوبة كان منزلي في منطقة بيوتان لقد ولدت في قرية هناك الحياة في قرية جبلية نائية صعبة للغاية ولم تكن هناك مصانع كبيرة وباسم التجارة كانت هناك محلات البقالة ومخازن الأدوية ومحلات الملابس ومحلات الفخار والفنادق العامة كنت صغيراً أفكر في أنني يجب أن أفعل شيئاً جديداً منذ الصغر لم يكن هناك دخل كبير من العمل في المزرعة لقد احتفظت ببيت ضيافة بالقرب من المقر الرئيسي لشركة بيوذان وعلى الرغم من أنه كان على بعد بعض الشيء من المقر إلا أنه كان يقع على جانب الساحة التي يعيش فيها الناس وباسم تغيير النظام في البلاد كانت الحركة مستمرة بضراوة استمر الناس في القدوم للإقامة في بيت الضيافة الخاص بي لم أحاول أن أسأل من ولماذا ومن أين أتوا ومن سجل الاسم كنت أسجله في المسجل غالباً ما استخدموا أسماء قصيرة في مكان ما كان المقر كان هناك تواجد مكثف لقوات الشرطة العسكرية لكنهم لم يكونوا مهتمين في الغالب ببيت الضيافة الذي أقيم فيه في أحد الأيام جاءت مجموعة من ثمانية أشخاص إلى بيت الضيافة الخاص بي في حوالي الساعة الثامنة مساء لقد تحدث بشكل جيد لقد حجزوا الغرفة طلبوا الطعام كنا نحن المتخصصين في بيوت الضيافة سعداء للغاية عندما جاءت مجموعة من ثمانية أشخاص في وقت واحد الخوف من وجود بعض المتظاهرين ومن احتمال وصول الشرطة لاحقاً ظل في ذهني ومن بين الأشخاص الثمانية كانت فتاتاني حجزت أربع غرف كان الجميع يحملون حقائب كبيرة ومع ذلك عند السفر على طريق جبلي كان الجميع ثقيلاً جداً مثل ضيف المساء رحبنا بهم جيداً وعندما استيقظوا في صباح اليوم التالي قالوا إنهم أتوا من مكان بعيد وكانوا متعبين ناموا طوال اليوم وأمروا بإعداد العشاء لهم في تمام الساعة السابعة مساءناً أكلوا وذهبوا ولكن حقائبهم هي نفسها نحن ندفع المال بحلول نهاية الأسبوع قالوا اترك الأغراض هنا وسنأتي ونأخذها لاحقاً لقد كان جيداً أيضاً بالنسبة لنا نحن رجال الأعمال لقد ناموا طوال اليوم وذهبوا بعد العشاء رأينا الجميع يضحكون أثناء المغادرة وبعد رحيلهم لم نفعل أي شيء بشأنهم ومرت أسابيع ولم يأتوا كنا نظن أنهم سيأتون بعد بضعة أيام لكنهم لم يفعلوا وبعد مرور عشرة أيام بدأنا نتذكر الأشياء من حولنا وحتى بعد ذلك عندما لم يأتوا لم تكن غرف بيت الضيافة فارغة طوال الوقت وضعنا حقائبهم التي كانت في أربع غرف في غرفة واحدة وأغلقنا الباب واصلنا إدارة أعمالنا غرفة واحدة من الأعمال كانت في حالة خسارة كنا نظن أننا سنتحدث بعد مجيئهم مرت الأيام وتواترت التقارير الإذاعية عن أحداث الاحتجاجات في البلاد كانوا إما متظاهرين أو بعض الاستراتيجيات لأفراد الأمن كنا في حيرة من أمرنا إذا جاء شخص ما لم يكن لدي خيار سوى الموت ووردت أنباء عن مقتل المتظاهرين على يد الشرطة في مواجهة وأن المتظاهرين قتلوا أيضا أفراد الأمن كان لدينا أيضا جهاز تلفزيون كنا نستمع إلى الأخبار فقط عبر الراديو وكانت قلوبنا تخفق عندما تأتي بمشهد إخباري مفجع عندما لم تأتي هذه المجموعة المكونة من ثمانية أشخاص حتى لمدة شهر شعرت بالقلق الشديد من كانوا لماذا تركوا الأمتعة بعد أن شغلنا الكثير من الأسئلة في أذهاننا أخذنا بنصيحة الكبار واخترنا واحدة من حقائبهم الثمانية في البداية كانت تلك الحقيبة ثقيلة جدا وكان الآخرون ثقيلين بنفس القدر فتحنا الحقيبة ونظرنا هناك حزم من المال في الحقيبة كان هناك العديد من الأكياس البيضاء مثل الأكياس الصغيرة في حقيبة مكتوب عليها الأسماء من الخارج ومطبوعة عليها فتحنا الحقيبة ونظرنا النغادي كان هناك وبعد ذلك ظننا أن الذهب والفضة والمال هي أموال في كل الأكياس تذكرت الحادثة الواردة في كتاب قصص سيريس والثاني حيث جاء سبتريشي وترك الذهب تحت البوركا في منزل برامني بوما وقارن هؤلاء الأشخاص بسبتريشي أيضا نحن رجال الأعمال العاديين في بيت الضيافة قمنا بعملنا بعد تلك الحادثة أصبحنا في حيرة من أمرنا بشأن ما يجب القيام به بدأت حياتنا اليومية بالانهيار حيثما توجد مشكلة يوجد حل سمعت هذا عدة مرات من الكبار بدأت بالبحث عن حل للمشكلة استغرق الأمر مني وقتا طويلنا لمعرفة حقيقة الحادث هؤلاء الأشخاص الذين جاءوا للإقامة في فندقنا هم من المتظاهرين لقد كانوا يسرقون البنك هناك احتفظ جميع أهل القرية بالذهب والفضة في البنك من أجل الأمان وأخذوا أيضا بعض القروض لقد سرقوا البنك من كرور الذهب والفضة ويقيمون في الفندق وبيت الضيافة الخاص بنا لقد احتفظوا بهذه الأشياء في حوزتنا وذهبوا لسرقة بنك آخر في منطقتين وعندما ذهبوا إلى هناك لسرقة أحد البنوك حاصرهم أفراد الأمن وقتلوا وقام رجال الأمن بالحفر وحل الجثث والتوقف عن نشر أخبار انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الحدث لن يخرج كثيرا وكانت الفنادق ودور الضيافة أيضا أماكن اتصال كبيرة في ذلك الوقت لقد فهمت حقيقة تلك الحادثة باستخدام العديد من السترات الحقيقة هي نفسها وقتل كل من جلب الذهب والفضة والآن أصبحت ملكية هذا العقار ملكا لي كان من الصعب جدا على رجل الأعمال العادي إدارة مثل هذه الثروة الكبيرة حتى أنني فكرت في أعطاء كل هذا المال لأفراد أمن العقار لكنني رفضت تماما بعد رؤية الثروة حتى ما هادف لديه ثلاث عيون أنا إيضا أصبحت جشعا لا أستطيع أن أقول كم عدد البنوك في البلاد التي تعرضت للسرقة من قبل تلك المجموعة كان المبلغ ضخما وهناك الكثير من العملات الذهبية أيضا لقد احتفظت بكل هذه الأشياء آمنة في غرفة المتجر ببيت الضيافة وبقيت هناك لبعض الوقت حلمت بشراء قطعة أرض كبيرة في منطقة تيراي وبناء قصر لكنني لم أرغب في تذكر هذا الحلم لفترة طويلة إذا اشتريت الكثير من الأراضي فسيتم ملاحظتي ولم يكن المستقبل آمنا مكثت في داند لمدة يوم وذهبت إلى كاتمندو أردت تغيير كل تلك الأشياء والعيش بسعادة كنت أبحث عن حل مماثل دعنا نسميها صدفة أو حظي قوي تم العثور على مقاول في مكان يسمى جانثا في ثامل الذي يزود حصص الإعاشة لشرطة الجيش وبدأ أنه جدير بالثقة أثناء الحديث عرفت أن علاقته جيدة مع شرطة الجيش شرحت له وضعي لم أتحدث عن المال أخذت النقود إلى منزلي القديم وغطيتها بالبلاستيكي تسع مرات ووضعتها في صندوق كبير من الصفيح في مكان لا يصله الماء ودفنت ذلك الصندوق مغطن بالبلاستيكي أيضا لم أقل ذلك قلت عن الذهب والفضة ثلاثة أشخاص في بيوتان يعرفون هذا الأمر وأربعة أشخاص من بينهم أن تعرفوا ذلك فإن استطعت بيعه فعليك أن تقسمه إلى أربعة أجزاء وقال إن كل ما قاله المقاول لا يمكن بيعه بسهولة لكنه قال إنه يمكن بيعه لتاجر الذهب بسبعين بالمئة من سعر السوق لديه القدرة على جلب الشيخوخة وبما أن مركباته كانت تحمل بضائع رجال شرطة الجيش الذين كانوا يتنقلون هنا وهناك فقد جلب الذهب والفضة من بيوتان عدة مرات وباعها بسعر رخيص في جيثة شككت فيه وسألته في البداية هل هناك أي خطأ قال يا أخي قد يكون هناك خطأ في العمل الأول لكن لا يوجد خطأ في العمل الثاني يجب أن يكون يومي قويا باع المقاول كل ذلك الذهب والفضة بسهولة أعطاني ثلاثة كرور وقال أن هذا هو نصيبك لم أكن أعرف كم احتفظ به ولم أكن أعرف كم سرق هؤلاء المتظاهرون ذهب البنوك لكن في ذلك الوقت لم يكن أحد في القرية يحتفظ بالذهب والفضة في المنزل اعتاد جميع سكان لهوريني على الاحتفاظ بمجوهراتهم في البنك من أجل الأمان اشتريت منزلنا بهذا المال في مكان يدعى في شنغر في كاتمندو كان هناك أيضا سبب لشراء منزل في تلك المنطقة كان ضباط الشرطة العسكرية المعتمدون يعيشون أكثر كان علي أن أختار هذه المنطقة من الناحية الأمنية لقد استغرق الأمر من ما يقرب من عام لإدارة الذهب والفضة وشراء منزل ومن وقت لآخر كنت أتواصل مع زوجتي عبر الهاتف المنزل الذي اشتريته في في شنغر كان مكونا من ثلاثة طوابق كان منزلنا به نصف مجمع زراعي طابقين للإيجار ثم ذهبت إلى بيوتان هناك في بيوتان أنزعج عقل زوجته أنا وزوجتي فقط علمنا بهذا الحادث ولم يعرف لأن ابنه كان صغيرا ولم يكن معروفا أن الأمة والأبا والإخوة يعيشون في منازل منفصلة كانت زوجتي تضغط علي بشأن كل هذه القضايا وحتى في خضم هذا التوتر أخرجت الأموال التي دفنتها شيئا فشيئا واشتريت منزلنا في دانب ونيبالغان بعد ذلك أغلقنا دار الضيافة هناك وبدأنا العيش في بيت القرية بدأت العيش في دانب نيبالغون كاتمندو وبعد وقت طويل اعتدت أن أذهب إلى بيوتان وفي أحد الأيام تشجرت مع زوجتي بشدة حول مسألة الممتلكات الثلاثة وبسبب ميول الشرود بدأت تصدر ضجيجا قائلة إنها ستخبر كل شيء بعد ذلك أخذته إلى التل بمؤامرة كما أنها أخذت ابنها معها وبعد أن وصلت إلى القمة ألقيته في حفرة عمقها مئة متر حيث لم تكن هناك إمكانية للبقاء على قيد الحياة ثم سألني ابني البالغ من العمر خمس سنوات لماذا قتلت أمي؟ قال سأخبر جدتي بكل هذا انظر إلى ابني كان الأمر غير مفهوم للغاية كان الابن غير مفهوم ومحبوبا لكنني خمنت الوضع المحتمل في الغد وقتلته بعد ذلك ذهبت إلى المنزل الرئيسي الذي تعيش فيه والدتي عندما أنزلقت الأم والابن من السرير وسقط أخبرتهم بالمكان وسقطت مثل الإغناء في الفناء ومكثت هناك وأحضر القرويون جثتي زوجته وابنه عمل جيد تم إنجازه بعد الانتهاء من العمل نزلت إلى دان كنت في حيرة من أمري في أعين القرويين والأقارب روحي وصفتني بالمجرم ما هي كتابات الحياة التي قادتني إلى الطريق الخطأ مثل هذا؟ كان الأمر كما لو كان لابد من ارتكاب آلاف الأخطاء لإخفاء خطأ واحد أثناء نزولي من فيوتان ألقيت نظرة عميقة على دندباخة وبخيرة والغابة وبوتيان والنهر والشلال وما إلى ذلك لأنني الآن قد لا أتمكن من القدوم إلى بيوتان يأخذني الزمن في أي اتجاه ويتركني خلاف ذلك قد تضطر إلى تعاني من السجن عند الولادة ولكن الوقت لم يعيق جئت إلى كاتماندو من داند كان منزلي في كاتماندو ذهبت إلى المنزل وجلست بقيت مكتئبا لبضعة أيام بقيت داخل المنزل لفترة طويلة مر الوقت تم إيضا تكوين بعض الأصدقاء أخبرت أصدقائي وجيراني بقدر ما أستطيع عن الأحداث وبعد مرور بعض الوقت تزوجت للمرة الثانية من ابنة بوداسيني من كاتماندو ملباني في الوقت الحاضري قمت بافتتاح مطعم في تاندل يأتي بعض عملاء في اي بي يتحدثون مع بعضهم البعض أثناء الاحتساء حتى وقت متأخر من المساء يضحك بمكر كما والدت ابنة وابن من زوجة الجديدة زوجتي تساعدني في العمل إنها تحاول أن تكون سعيدة لكن قلبي لا يمكن أن يكون سعيدا أبدا أحاول أن أكون سعيدا عند النظر إلى عملائي ولكني لا أستطيع ذلك من الداخلي لا أستطيع أن أخبر أحدا بالجريمة التي أخفيتها في قلبي لا أستطيع أن أحكيها على الإطلاق وكيف أخرجها من ذهني في كثير من الأحيان لا أستطيع حتى النوم في الليل في بعض الأحيان حتى عندما أنام أرى في أحلام ابني وزوجتي الذين رميتهم من الجبل يستمرون بالصراخ لإنقاذ روحي ترتجف دائما لدي حالة نيوري ماري باتشوتو المعلم يرجى تهدئة قلبي المحترقة يقول المنجم الآن نحن بحاجة إلى السلام الكوكبي سيكون الأمر على ما يرام لا تقلق يقول العميل حسنا أيها المعلم أخبرني ماذا علي أن أفعل المنجم يكتب القسيمة من فضلك تعالى يوم الاثنين لتحقيق السلام الكوكبي لقد كتبت المحتوى أحضرها والرسوم 150 ألفنا من فضلك أحضرها العميل حسنا أيها المعلم يقول ويغادر حتى اليوم بسانتي غير راضا يرى مجرما يأتي كعميل عندما رأى المنجم يقوم بأعماله العادية لم يكن راضيا تندلع الأمواج في ذهنه ويبحر بنفسه يذهب إلى الطابق العلوي إلى المطبخ يأكل بعض الطعام يتحدث بهانس إلى عمته الأم على السطح أعلاه يذهب باسانت إلى السطح ويتحدث عن شيء ما من أجل إزالة الوضع غير المريح في ذهنه يسأل والدته عن كيف كانت كاتمندو منذ سنوات عديدة كلاهما القيل والقال لفترة من الوقت يرى بعض الحزن في والدته لكنه لا يسأل شيئا يحاول باسانتي أن يصبح فيلسوفا بعض الشيء مع مرور الوقت فيبدأ بالتفكير في الفرد والأسرة والأسرة والمجتمع الحياة مستنقع تبدو عميقة جدا لكنها تعتقد أنه حتى في وسط هذا المستنقع يجب زرع زهرة اللوتس إنه يؤكد على الكارما لأنه يفهم النتائج حسب الكارما وحتى اليوم ليس لديه اختلاف في الرأي مع المنجم لكنه غير راض في بعض النواحي الوقت يتحرك باستمرار في وطيرته الخاصة الوقت شيء من هذا القبيل لا ينتظر أحدا ولا يقول تعال معي من يعرف الزمن يحاول أن يحرك نفسه مع الزمن ومن لا يعرف الوقت سوف يندم عليه فيما بعد في الباسنتية القادمة من القرية يكون فهم الوقت واضحا فهو يستغل وقته استغلالا كاملا أثناء إقامته في مركز المنجم كان يكتسب المعرفة بطرق مختلفة يحدث ذلك من ناحية يتم اكتساب المعرفة من خلال الحرم الجامعي ومن ناحية أخرى يتم إيضا تطوير بعض المعرفة الروحية وبعض المعرفة الإدارية من خلال مركز المنجم يحصل على الكثير من المعلومات حول سياسة البلاد وسياسة العالم من خلال التفاعل مع الأشخاص الذين يأتون إلى هناك وبما أن لديه شهية جيدة للمعرفة فهو يبحث عنها دائما لقد نضج مئات المرات مقارنة بما كان عليه باسانتي عندما جاء لأول مرة من بانتشيثار ويعتبر نفسه محظوظا لأنه لم يواجه الكثير من المتاعب في رحلته من بانتشيثار إلى كاتمندو حتى اليوم أثناء قدومه إلى كاتمندو ساعده سندر لافاتي وخانال أنكال من داماك والمنجم لعب سندر لافاتي وخانال أنكال أدوار المساعدين في رحلة حياته بينما أصبح المنجم المنقذ الرئيسية لقد تمكن باسانتي من فهم أشياء كثيرة هذه الأيام يستطيع أن يحدد بسهولة ما هو الخطأ وما هو الصواب كما أنه قادر على تخمين ميل الشخص بمجرد رؤيته فهو لم يأخذ في الاعتبار فقط العملاء الذين يأتون إلى هناك كما كان المنجم يدرس سلوك الأبي والأم لقد وجد أن هناك شيئا محزنا في علم التنجيم ورأى أن المنجم أيضا أصبح محبطا من وقت لآخره وأنه حصل على الكثير من الحب من والديه إنه يحصل على الحب الذي يحصل عليه أطفاله لم يأتي أبناء الأبي والأم المنجمين إلى كاتمندو منذ قدوم باسانتي إلى هناك أعتاد المنجم باب إرسال الأموال إلى أبنائه حتى في وقت لاحق لكن باسانتي لم يجد أن أبنائه أعطوه أهمية كبيرة لم يعطي فرصة لتقليل خدمته تجاه والده وأمه بينما يقوم أيضا بمسؤولياته تجاه والده وأخيه الموجودين في بانتشيثا على الرغم من كل هذا يبدو كما لو أن قلبه الداخلية يحاول الشك في جيود جيباب هذه الأيام وقد تم التعبير عن هذا النوع من الشعور في ذهنه من خلال سلوكه العام تجاه المجرمين الذين يأتون إلى المنجم يشعر بكل هذه الظروف لكنه لا يستطيع أن يقول أو يعبر عن أي شيء يقول المنجم أن الأب يجب أن يصبح حكيما لقد توقع الكثير منك أشياء كثيرة يبدو أن مجتمعنا يحاول الانهيار عليك حماية ذلك أيضا لكي أجعلك تدرس الحياة والعالم ولإعطائك معرفة كاملة بالمجتمع حاولت أيضا أن أجعلك ناضجا من خلال سرد قصة حياة عميل مميز يأتي إلى هنا تحصل على فرصة للتعلم من كل حادث يجب عليك الاستفادة منه بشكل صحيح الناس يأتون ويذهبون باستمرار في مركز المنجم في اليوم التالي مرة أخرى يشير المنجم بابا إلى باسانتي للجلوس في الغرفة السرية والاستماعي عادة يأتي الأثرياء فقط إلى مراكز المنجمين للحصول على الخدمات لقد كانوا يأتون بسيارات باهظة الثمن وفي بعض الأحيان كان الناس العاديون يأتون سيرا على الأقدام للحصول على الخدمة رأى الناس العاديين يمشون كان يطلب منه في كثير من الأحيان الاستماع إلى قصة شخص يبدو وكأنه أحد كبار الشخصيات ولكن في بعض الأحيان يطلب منه الاستماع إلى شخص عادي عليك أن تستمع إلى قصص كل من يأتي إلى مركز المنجم يتم إعطاء الإشارة إلى باسانتي في اليوم السابق للشخص الذي يتعين عليه الاستماع إليها ومن المقرر أن يأتي في أي تي آخر أستمع إلى قصة ذلك الشخص المهم في باسانتي عندما وصل إلى الغرفة السرية تبين أنه السياسي دمبردواج يبدأ حوار بين دمبردواج والمنجم لقد كان دمبردواج منافقا في السياسة طوال حياته يقول دمبردواج المعلم دارشان يقول المنجم دارشان وما الأخبار يقول دمبردواج ماذا أفعل أيها المعلم عندما بدأت لهب الاضطرابات تشتعل في ذهني ثم تذكرت المعلم جي يحترق العقل بسبب أفعاله الماضية من الصعب السير بهذا القلب المحترقي أريد أن أعيش بسلام في المرحلة الأخيرة من حياتي لكن الآن أصبح الأمر صعبا لأنني ارتكبت جرائم وأثاما طوال حياتي يقول المنجم لا تقلق كيف وصلت إلى هذا الوضع منذ البداية أخبرني قصة حياتك يقول دمبردواج أخذ نفسا عميقا المعلم عندما كنت صغيرا الأبوة والأمومة كانت جيدة عندما كبرت بدأت أشعر بالقلق بشأن ما يجب فعله بدأت أصبح عاطلنا عن العمل في ذلك الوقت هبت رياح السياسة على القرية كان ذلك قبل خمسة وأربعين عاما بدأ الناس من حزب العينة بدخول القرى كان يقوم بأنشطة ضد النظام كان الفلاحون يتحدثون بلطف عن التحرير وكان يقول إن الناس يجب أن يكون لهم حقوق على ممتلكات الدولة وهذا هو الحال لقد وقعت تحت تأثيرهم معتقدين أنني شاب لقد أحضروا لي عينة من أعضاء الحزب لقد أصبحت عاملا عاديا لبعض الوقت ثم تم وضعه في لجنة حزب القرية كما كان يجمع تبرعات المساعدات المالية إذا كان بإمكاني زيادة جمع التبرعات فسوف أتمكن من استخدام بعض المال لقد أصبحت مخلصا للحزب على الرغم من القيام بالأعمال الزراعية العادية خلال النهار كان هناك اجتماع جماعي في الليل اعتدت أن أنضم إلى كل اجتماع تقريبا وفي النهار جرت الأعمال الصالحة بين الناس وتم القبض على المستغلين المزيفين وكان يجري إنشاء حزب نموذجي وطرح حزب العينة سياسة لمعاقبة أمراء القرية الإقطاعيين المزيفين وفي القرى والمدريات كانت هيمنة حزب العينة تتزايد هكذا كان الوضع في منطقتنا وكان الوضع مماثلنا في المناطق الأخرى أيضا بدأت أسمع أنقادة الحزب بدأ في شراء الأراضي بالأموال التي تم جمعها باسم الحزب بدأ يبدو أن حزب العينة عبارة عن عصابة منظمة تغش الناس بشكل منهجي باسم الحزب لكن في ذلك الوقت تم نقلي إلى قيادة المنطقة وبعد أن وصلت إلى قيادة المنطقة لحزب العينة تعلمت أشياء كثيرة في السر تقيم قيادة الحزب علاقة سرية مع المهربين واللصوص والمجرمين والأشخاص المزيفين في المنطقة يمكن أخذ المال منهم يمكن استهلاك الكحول والماريجوانا والقنب سرا ستتمتع قيادة المنطقة أيضا بالمتعة الجنسية في أماكن مختلفة وتحت قيادة الحزب يتم تربية الأولاد الأقوياء لخلق الرعب وسيعمل الحزب على حل المشكلة أنا نفسي أنجذبت إلى تلك التصرفات وعارض الحزب الخطة التي طرحتها الدولة ربما كانت للدولة أيضا نيزانية محدودة اعتدنا على استفزاز بقية الناس لقد أمرنا المركز بذلك من الصعب جدا على الأشخاص الطيبين أن ينظموا أنفسهم بنوايا حسنة إنه الناس لا يخافون من الشرفاء وفي بعض الأماكن اعتاد الحزب أحيانا على خطط غير مؤكدة لإصدار عقوبة الإعدام للمستغلين بعد ذلك كان جمع التبرعات أكثر وحتى باسم الحزب حقق القادة الثرثارون دخلا جيدا كنت مدمنا أيضا على السياسة كما تحسن مستوى معيشتي في المنطقة وعندما جاءت الانتخابات أرتكبت كل الجرائم كم من الأموال تم جمعها في المنطقة كم كانت القيادة المركزية تعطي شخصيا أصبحت مزدهرة ماليا وكنت قريبا من قيادة المركز لقد قمت بتربية بعض الأولاد بشكل منفصل لقد رتبت لهم أن يتقدموا للمقاول المقاول هو أيضا يا راجل كنت أقوم بتسليم أعمال البناء إلى المقاول الخاص بي بعد تأمين العقد لقد اعتدنا على الاحتفاظ بالمال من خلال العمل الجدي ستنهار الجسور في العديد من الأماكن خلال فترة زمنية قصيرة بعد اكتمال العمل الملعب من الطريق هو نفسه أيضا لقد كان هو نفسه لبعض الوقت كانت المباني التي شيدتها مجموعتنا تنهار بسبب تسرب المياه خلال فترة زمنية قصيرة وبينما كان حزبنا يزداد قوة قمنا بقمع كل تلك الأصوات ومع مرور الوقت وصلت إلى القيادة المركزية للحزب في البداية على الرغم من أنني كنت بخير إلا أنني كنت جيدا في قيادة الطريق ونتيجة لذلك جئت إلى القيادة المركزية وبعد الوصول إلى القيادة المركزية للحزب تبين أن حياة قادة الحزب مترفة للغاية وقد استولى المهربون الوطنيون والدوليون والمافيا وغيرهم على الحزب بدعم مالي كما ذهب حزبنا إلى الحكومة عدة مرات كان القادة يجمعون الأموال عن طريق القيام بأشياء لا ينبغي القيام بها أكثر مما ينبغي القيام به قام بعض الأشخاص بطرد القائد المركزي في اجتماع الحزب نفسه اعتدت أن أصبح بهدوء القائد الرئيسي كم مرة وصل الحزب إلى الحكومة كم مرة تشكلت المعارضة وفي كل مرة يفعل شيئا من شأنه أن يضر البلاد سيكون منفعة شخصية جيدة لهم أنا أيضا أحب الجزء عند عقد معاهدة وطنية كانوا يتبعون المافيا كنا ندافع عن أن ذلك من أجل الأمة وقد دفعنا عن ذلك اعتادت قيادة الحزب أن تجعلنا نوقع على أوراق عادية كما خلقوا جوا من الخوف من أجل الحزب ومن أجل الوطن كما كنا نقول نحن العاملين في الحزب كما قالوا كنا نضطر في كثير من الأحيان إلى اطباعة اطباعة الصحيحة على ورقة عادية اعتاد قادة حزبنا على كسب ثروات ضخمة من خلال الفساد نحن نتبعهم كما ذهب إلى اجتماع سري مع القيادة الرئيسية كان هناك المزيد من الأشخاص الذين لم أكن أعرفهم لقد عملوا قيادة حزبنا بطريقة غير محترمة حتى لو كنت تتساءل لماذا لم تتمكن من القيام بهذا العمل وعندما أحضر المال هدد بأحضاره الآن كانت اللغة التي كانوا يستخدمونها غير نيبالية لكني كنت أفهم لغتهم جيدا على الرغم من أنني سمعت في كثير من الأحيان أصدقاء من أحزاب أخرى يقولون إنه تماما مثل حزبنا فإن قادة جميع الأحزاب في نيبال مستثمرون من قبل المزورين والمهربين والمافية قلت إن قيادة حزبنا كانت تضع توقعاتنا على الصفحات البيضاء مرارا وتكرارا بمجرد العثور على رسالة كان هناك مكتوب سنقوم بتعبئة موارد بلداننا تماما كما قال جميع المانحين وسنتناول أيضا نوايا المانحين في مجال التعليم وسنقبل رغبات المانحين في النظام الديني الأرثوذكسي وسنقرر السياسة الخارجية حسب أوامر المانحين لقد كتب مثل هذا وكان هناك العديد من النقاط الأخرى كذلك توقيعنا موجود على تلك الصفحة لقد كنت أنظم باسم الحزب منذ الطفولة وكل هذه الأنشطة ليست في صالح الدولة وتعرض بعضهم للضرب دون قصد تم استغلال الدولة في ظل بعض القيود أنا تائب في شيخوخته لأني قتلت الوطن اليوم يبدو الأمر هكذا لماذا يطلق على هذا البلد اسم البلد الملعون بالسات لأن قادتنا خلقوا بيئة لا يمكنهم فيها العمل لصالح الدولة في هذا العصر انفتح العقل لكن هذا الجسد الآن ليس لديه القوة والطاقة تم كسب بعض المال عندما أرى أفعالنا أشعر بلش مئزازي المعلم أنا أحترق في نار الندم من فضلك أعطني راحة البال لقد أدركت أنني مجرم لأنني قتلت البلد طوال حياتي ويجب على المعلم أن يفعل شيئا ما يقول المنجم فعلت هذه الأفعال بعلم وبغير علم الآن علينا أن نصنع السلام مع الكوكب ونكفر عن خطينا سأكتب قائمة بالمواد اللازمة لذلك يجب أن تأتي يوم الاثنين مع تلك الأشياء رسوم أبي شيكين بمانترا فور بلانيتيري بيس هي 150 ألفا تعال معها يقول دمبردواج مهما فعلت اخلق السلام في قلبك ثم يغادر دمبردواج مركز المنجم ويذهب إلى وجهته يذهب المنجم هارينا ريان أيضا إلى أعماله الأخرى باسانتي سيكريت يغادر الغرفة لقد أصبح جادا في أن هذا يحدث أيضا من كل حدث يأخذ باسانتي شيئا أو آخر مشاعره الوطنية والإخلاص تفيد كالطفاني يغلق عينيه ويصبح متأملا الأيام تمر مع مرور الأيام يتم إضافة المزيد والمزيد من الخبرة إلى باسانتي يتغير التقص في كاتماندو حسب الموسم الناس يأتون ويذهبون في كاتماندو نظرا لوجود العديد من المواقع السياحية في كاتماندو يأتي السياح أيضا من البحار السبعة أدرجت اليونسكو أيضا العديد من الأماكن هناك مواقع للتراث العالمي رتب باسانتي وقتا لزيارة والده وشقيقه عدة مرات في بنتيشيثار لكن أبناء المنجم هارينا رايان لم يعودوا أبدا من الخارج وسمع الأهل خبر زواج لابنين بوسائل أخرى وبهذه الطريقة يصبح الأب والأم ضعفين من الداخل عندما يبتعدان عن أبنائهما يشعر أن الأمة المنجمة تحب باسانت أكثر فأكثر منذ أن توفيت والدته في سن مبكرة لم يتمكن من تجربة حب والدته وبسبب حنان والدته المنجمة ذهب إلى الزاوية وبكى مرات عديدة وبهذه الطريقة أصبح باسانتي أحد أفراد عائلة ذلك المنزل لقد عمله المنجم بابا بنفس القدر من المحبة لا يكاد يكون مركز المنجم خاليا أبدا فهو مزدحم دائما عند رؤية الحشد هناك يتبادر إلى ذهن باسانتي أيضا هذا الفكرة لماذا جاء هؤلاء الناس إلى هنا ويقرر الإجابة بنفسه ربما بالإيمان لقد كان باسانتي موظفا أمينا في مركز المنجمين منذ مجيئه إلى كاتمندو حصلت على حب المنجم لقد رأى نظام الخدمة هناك مباشرة لكنه ليس واثقا من نفسه مثل مستخدمي الخدمة الآخرين وهو يعتقد أنه يجب أن تكون هناك أسباب موثوقة للإيمان بأي شيء عندما يرى الناس يسيرون على هذا النحو بشكل أعمى في مدينة مثل كاتمندو فإنه يتخيل وضع نيبال بأكملها ولكن لأنه لا يفهم نهاية عدد قليل من القرى في بانتيشيثار وكاتمندو فإن تخميناته مجرد خيالات تستيقظ فيه الرغبة في السفر عبر البلاد وفهم أحوال الناس لكن ذلك الوقت لم يحن قبله لقد تلقى باسانتي بالفعل إشارة تفيد بأن شخصية مهمة أخرى ستأتي اليوم تدخل سيارة باهظة الثمن ذات اللون الكريمي إلى مركز المنجم حوالي الساعة العاشرة وثلاثون دقيقة صباحا يساعد أفراد الأمن الموجودون أدناه في ترتيب المركبات ويذهبون إلى مركز الخدمة فوق كبار الشخصيات يجلس سائقه في غرفة بالطابق الأرضي يقرأ صحيفة بحلول ذلك الوقت كان باسانتي سيكرت قد وصل إلى الغرفة اسم VIP اليوم هو بيتانبار تبدأ المحادثة بين المنجم بابا وبيتانبارجي يقول بيتانبارجي المعلم دارشان يقول المنجم دارشان بيتانبارجي يقول بيتانبارجي المعلم لقد وصلت إلى المرحلة الأخيرة من حياتي لكن الآن أنا متوتر للغاية العقل مضطرب للغاية حتى في أحلامي أنا حزين من فضلك أعطي السلام لعقلي وروحي يقول المنجم من أجل ذلك يجب تحقيق السلام الكوكبي لكي نحصل على السلام الكوكبي يجب علينا أن نعرف سبب اضطراب النفس والسبب في ذلك هو أفعالنا الماضية أخبر ماضيك ومن ثم يمكن إعادة السلام إلى الكوكبي يقول بيتانبارجي نعم نعم المعلم يبدو أن كل هذا بسبب أفعالي أرى جميع أصدقائنا يركضون إليك لهذا السبب أيها المعلم أتيت أيضا إلى ملجئك أتوسل من أجل السلام أقدم الآن ملخصا لعمل حياتي كان ذلك قبل أربعين سنة لقد تعلمت التخرج في ذلك الوقت تم تخرج عدد قليل من الناس عدد قليل من الناس اجتاز التخرج بعد التخرج فكرت في الحصول على وظيفة كما قدم أفراد الأسرة نفس النصيحة في ذلك الوقت تم افتتاح امتحان الخدمة العامة تقدمت بطلب للحصول على وظيفة مفتوحة على مستوى الضابط ممتاز في الدراسة تمكنت من اجتياز الامتحان بسهولة ربما لن يكون هناك الكثير من المعارك كما هو الحال الآن في ذلك الوقت عندما كنت موظفا حكوميا كان أدائي مختلفا ثم تزوجت من فتاة كانت قد تخرجت للتو في ذلك الوقت كان ينظر إلي كشخصية يجب مناقشتها في المجتمع بعد أن دخلت الوظيفة الحكومية في البداية من خلال مركز التدريب تم تدريب العاملين الجدد بما فيهم أنا وإرسالهم إلى المناطق وصلت أيضا إلى مكتب إدارة المنطقة في أقصى الغربي في البداية عندما دخلت الوظيفة أعجبت بالصدق لكن بعد دخول الوظيفة رأيت طرقا عديدة للحصول على المال بدأت في أخذ أموال إضافية أثناء القيام بالأشغال العامة سوف يكسب الرئيس الجديد جيدا إيضا وفي غضون سنوات قليلة من انضمامي إلى الوظيفة تمكنت من إضافة أربع أو خمس وظائف في البداية قمت بتسمية بعض الساعات التي اشتريتها باسمي ثم سميتها على اسمي زوجتي لاحقا قمت أيضا بتسمية اسمي حماتي وحماتي كم يمكن أن تكسب من خلال البقاء في وظيفة حكومية مهما فعلت إذا قمت بوضع بعض الأموال التي تم جمعها إلى الأعلى كم كسب الآخرون مثلي لدي خبرة وظيفية في جميع المجالات بما في ذلك الإدارة والمحاسبة والإرادات والجمارك حتى لو أرسل إلى المنطقة فم الآكل لا يخترقه القمل كان الأمر كذلك سعيد جدا أصبحت زوجتي أيضا مترفة من أرباح وظيفتي اشترت سيارة للمشي لقد استأجرت مساعدين للعمل في المنزل لقد تغير موقفنا فجأة ذهب شقيقي وزوجة أخي إلى ألمانيا للدراسة بما كسبته من دخل كنت سأكسب الكثير عندما أصبح مديرا رسميا للمستوى أثناء العمل وصلت أيضا إلى مستوى نائب السكرتيري بعد أن وصلت إلى مستوى نائب السكرتيري أصبحت الرئيس الرئيسية في العديد من الأماكن عندما تصل إلى منطقة تلو الأخرى باعتبارك رئيسا للعمليات الرئيسية يكون الدخل الإضافي مرتفعا عندما يتفق رئيس شرطة المنطقة ورئيس الشؤون الرقمية فإن كل ما يتم فعله سيحدث بطريقة ما تذكرت نفسي كملكة عندما ظهرت قضية توزيع الجنسية المزيفة في منطقة تيراي إلى النور ونشرت في الصحف شعرت بعدم الارتياح ثم قمت بتغيير الخدمة وانتقلت إلى خدمة الإرادات عندما كنت في دائرة الإرادات كان الأمر كما لو كنت جالسا على صخرة كم تكسب بدون مال لم أهتم حتى في ذلك الوقت أمضى عدة أمسية في كاتماندو كنا نذهب إلى هناك في كثير من الأحيان عندما كنا نخرج في حالة سكر حتى حارس الأمن أعتاد أن ينتزع مصروف جيبي من السيارة لكنه كان يأخذني إلى السيارة ويضعها في السيارة بحلول ذلك الوقت كان ابن الأكبر قد أكمل تخرجه وذهب إلى أستراليا للتعليم العالي وبعد عامين من مغادرته ذهب أبنه الأصغر إلى اليابان للدراسة نحن الشخصان الوحيدان في العائلة بدأت رحلة شهر العسل لدينا مرة أخرى في سن ضائعة عندما يكون هناك مال ستصطف الفتيات من الخارج أيضا كما تعرضت الموظفات للكثير في مكاتبهن الخاصة اعتاد الصحفي أن يأتي ويأخذ هدية من وقت لآخر في وظيفة نائب الوزير يكون الدخل قويا حتى من خلال اتخاذ القرارات السياسية في ذلك الوقت اعتقدت أن نبال هي أغنى دولة وأكثرها ربحية في العالم على مستوى نائب السكرتيري لا يجوز أخذ الأموال بشكل عشوائي يجب تعديل الرصيد كثيرا لكن الأرباح أكبر تم الترقية إلى مستوى السكرتيري المشترك أثناء العمل في ذلك الوقت بدأ التعامل مع الغرباء حتى لو قمت بإعطاء المعلومات السرية الخاصة بمكتبك ووزارتك لأشخاص آخرين فسوف تحصل على الكثير من الدخل عندما تبدأ في الربح تبدأ في الربح من كل مكان منذ أن أصبحت السكرتير المشتركة بدأ القادة رفيع المستوى من كل حزب في الاتصال بي لقد قمت أيضا بجمع مبالغ كبيرة من القادة وعندما تطابق عملي وخط عملي أصبحت أيضا المدير العام لإدارة الإيرادات عندما كان لدي ما يكفي من المال للاختباء والاختباء والدفن والتفجير كتبت الكتب وأصبحت فيلسوفا لأصبح شخصا محترما في المجتمع أصبحت سكرتيرة في اللحظة الأخيرة من وظيفتي بعد أن أصبحت محبوبة من الوزراء بعد أن أصبحت سكرتيرة دفعت لي وكالات أخرى أيضا راتبا باهظا وبفضل المال الذي كسبته أصبح صهري أحد كبار رجال الصناعة في ألمانيا أصبح لابن الأكبر أيضا مستثمرا كبيرا في تكنولوجيا المعلومات وخطوط الفنادق في أستراليا حقق لابن الأصغر تقدما متساويا في اليابان مر الوقت توفيت والدتي ووالد زوجي الممتلكات التي أضفتها باسم الأم ووالدي زوجي وهذه الممتلكات لا يمكن أن تأتي باسمي هؤلاء الأقارب الذين كانوا يعيشون في ألمانيا لم يتصلوا بي إيضا لم أتمكن من أخذ الأموال التي كانت لديهم لقد أبتعدوا عني كلا الأبناء تزوجوا فتيات هناك إنهم لا يأتون إلى نيبال حتى أبنائي ليسوا على اتصال معي بعد وقت قصير من تقاعد من منصب السكرتيري لاحقتني السلطة جاءت الأخبار السيئة في صحيفتي زوجتي محبة للغاية ولما جاء الخبر بعد السلطة انهارت الزوجة من الألم واستسلمت للمرض كنت وحدي تماما ليس من السهل أن تعيش بمفردك في سن الشيخوخة ولا يوجد من يدفئها أو يستمع إليها أصبحت الحياة مملة للغاية وقد ساعد الجيران أحيانا لكن ذلك لم يكن ممكنا دائما تزوجت امرأة في منتصف العمر في نهاية حياتي وتمنيت أن تأتي بعض الأيام السعيدة بعد ذلك وبعد أيام قليلة من الزواج بدأت هي أيضا في الشكوى وبعد عام تم الطلاق كما أنها أخذت بعضا من منتلكاتي اليوم أنا وحدي تماما كما أصبحت التلال والقرى المتموجة التي كنت ألعب فيها عندما كنت طفلنا مهجورة كذلك أنا 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 السبب وراء كل هذا اليوم أحترق في نار ندمي تستمر موجة من الاضطرابات في الارتفاع في ذهني أنا أتجول بحثا عن السلام المعلم أعطني السلام يقول المنجم وتدفقت الدموع من عيني المنجم وهو يسأل أوه تصبح وحيدا تماما لا تقلق يجب أن يكون العالم مسالما نعم أكتب شيئا على الورقة من فضلكم تعالوا بهذه الأشياء يوم الاثنين لتحقيق السلام الكوكبي الرسوم مائة وخمسون ألفنا يرجى إحضارها يقول بيتمبرجي حسنا أيها المعلم مهما حدث أريد السلامة بعد ذلك يغادر بيتمبرجي من هناك يبدأ المنجم بابا أيضا عمله الآخر يغادر باسانتي الغرفة السرية أيضا في كل لحظة كل لحظة كل يوم تكتشف باسانتي أشياء جديدة تعمل باسانتي على زيادة المعرفة بالحياة والعالم يصبح الوضع الجغرافي لكاتمندو موحلنا عندما يأتي موسم الأمطار قدوم الشتاء يجلب القشريرة كما يفرح بالخريف والباسنتي بشكل عام مقارنة بالتقس في أجزاء أخرى من نيبال فإن التقس هنا مناسب وأصبحت كاتمندو وجهة للناس من جميع أنحاء البلاد ولهذا السبب لا يوجد نقص في النشاط هنا أثناء إقامته في كاتمندو اكتسب باسانت أيضا معرفة بالفلسفة البوذية حتى لو لم يتعمق في الكمال فيمكنه أن يشعر بالمعرفة في مجملها كما أنه مشغول أحيانا مع أصدقائه لمناقشة التقاليد الاجتماعية وسبل المضي قدما والتحول في المجتمع النيبالي وما إلى ذلك عاد المنجم إلى باسنتي للاستماع إلى أحداث اليوم التالي كان باسنتي يفكر في الأحداث الجديدة التي ستأتي وكان مستعدا لها باهتمام وتدور في ذهنه أسئلة كثيرة يأتي V.A.P آخر في اليوم التالي بالنظر إليها تبدو جذابة رجل طويل القامة أشقر الشعر يسحب الجل في شعره إلى الخلف ويرتدي بدلة مربوطة ويبدو أنه في ستينيات من عمره السيارة متوقفة بالأسفل ويتم إرسالها من قبل أفراد الأمن إلى مركز المنجم بالأعلى بحلول الوقت الذي وصل فيه هذا الشخص إلى الرياضيات كان باسنتي جالسا بالفعل في الغرفة السرية يعرف هذا الشخص باسم تيوريجي وقد ثبتت هويته كعامل اجتماعي في المجتمع يبدأ الحوار بين المنجم وتيوريجي يقول تيوريجي مرحبا أيها المعلم يقول المنجم مرحبا ما الجديد جاء بعد وقت طويل يقول تيوريجي طبيعة الناس هكذا هي أيها المعلم أنت لا تتذكر دون معاناة يقول المنجم فهل فسدت هذه الطريقة يقول تيوريجي نعم أيها المعلم الآن لقد مر سن الستين ونظرا لتجربة حياته الخاصة في الماضي فهو يندم كثيرا اليوم لا يوجد سلام في العقل كان الامر صعبا في هذا العصر لقد جاء جميع اصدقائنا الى هنا لتهدئة نار العقل أيها المعلم جئت أيضا للبحث عن طريقة لتهدئة ذهني لا بد لي من إصلاحه على أي حال وأنا على استعداد لفعل أي شيء من أجل ذلك أنا في وضع يصعب فيه النوم والأكل والجلوس يجب أن يتم إنقاذي يقول المنجم أنا أفهم مشكلتك جذر كل هذه المشاكل هو الكارما السابقة الخاصة بك أبقها مفتوحة وسيكون من السهل حلها سيكون من السهل تحقيق السلام الكوكبي اشرح بإيجاز كيف ظهرت المشكلة في حياتك يقول تيوريجي حسنا أيها المعلم يبدأ في سرد قصة حياته لقد ولدت في منطقة لانجونغ في ذلك الوقت كان والدي يقوم بالتدريس في المرحلة الثانوية في أحدى المدارس الحكومية وكانت والدتي تقوم بالتدريس في المرحلة الابتدائية إيضا وبما أنك لهما كان موظفين دائمين يقومان بالتدريس في المدارس الحكومية فقد تم اعتبار عائلتنا من العائلات الثرية كان جميع أفراد عائلتنا يملون نحو التعليم لقد قمت بأس أل سي من نفس المدرسة التي يدرسها والدي لقد نجحت بعد ذلك في الدراسة حتى درجة البكالوريوس لقد أكملته في حرم بي أن في بخارة ثم عدت إلى لندن مرة أخرى حاول والدي العثور لي على عمل لكن لم يكن من السهل العثور على عمل يتوافق مع رغبتي لقد تم تعييني من قبل منظمة غير حكومية لتدريس تعليم الكبار وكانت تلك المنظمة غير الحكومية منخرطة في حملة تهدف إلى جعل أولئك الذين لا يستطيعون القراءة في سن مبكرة يعرفون القراءة والكتابة كان علي أن أذهب من قرية إلى أخرى كموظف فيها كان الكثير من رجال القرية يذهبون إلى القوة والعمل في الخارج ذهب بعضهم إلى بوخارة واتشتوانا للقيام بأعمال تجارية وذهب بعضهم إلى مدن مختلفة في الهند بحثا عن عمل في ذلك الوقت كان هناك في الغالب نساء فقط يدرسنا في برامج تعليم الكبار التي تديرها المنظمات غير الحكومية ولأن الرجال الذين ذهبوا للقيام بأعمال تجارية أحضروا زوجاتهم أيضا ففي معظم الأوقات لم يكن هناك سوى زوجات لهور فقط في القرية تم تعليم الأطفال الصغار بانتظام في المدرسة كان يذهب إلى بوخارة ومدن أخرى للدراسة في الكلية في القرية لا يوجد سوى زوجات لهور الذين يعملون في وظائف أجنبية وظيفتي هي التدريس وكانت دروس تعليم الكبار تقام من الساعة الحدية عشرة ظهرنا إلى الساعة الثالثة عصرنا تم تحديد هذا الجدول الزمني بناء على طلب ربات البيوت كما كان مناسبا للدراسة في فترة ما بعد الظهر حيث كان عليه الانشغال بالأعمال المنزلية في الصباح والمساء وكانت النساء التي أتينا للدراسة هناك في مستوى لم يكن بوسعهن حتى كتابة أسمائهن كان من المهم جدا بالنسبة لهم أن يكونوا متعلمين وقد أصبح هذا البرنامج مثمرا تمكنت نساء القرية من قراءة الرسائل في ذلك الوقت لم يكن بإمكان الجميع الوصول إلى الهاتف المحمول كانت بعض النساء التي أتينا إلى هناك قويات بما يكفي للغناء وبعضهن للرقص والبعض الآخر للاستمتاع في ذلك الوقت كان التدريس هناك نوعا من المتعة الخاصة في ذلك الوقت كان عمري ثلاثة وعشرين عاما فقط لقد كنت شابا مثقفا ومتعلما جيدا كان لدي أيضا صديقة من قرية أقل من هناك وبعد دراسة تعليم الكبار كنت ألتقي به أحيانا في ذلك المكان وأحلم به كثيرا من أحلام الحياة كنت أزين عقلي وأستمتع بخيالي وبما أن البرج الذي كنت أقوم بالتدريس فيه كان في مكان منعزل فلم يأتي إليه الكثير من الناس بعد التدريس كان عندي مفتاح البرج كنت أذهب أولا وأفتح الباب وأغلق الباب الأخير أيضا كانت إثنان وعشرون مجموعة من الأسطح عبارة عن مقاعدة تم التنظيف من قبل النساء التي جاءنا للدراسة كنت أستمتع بالسهر مع صديقتي في ذلك المكان عدة مرات لا أستطيع أن أصف بالكلمات هنا متعة الخطوبة الشبابية واللمس والقبلة في تلك اللحظات بدأ لي أن طعم المانجو الحلوي لا يمثل شيئا بالنسبة لشخص جائعا جدا عرفت بعض النساء أنه بعد أن أنهيت دراستي كنت أقابل صديقتي هناك وأتحدث حتى الليل في أحد الأيام كنت جالسة هناك أنتظر صديقتي في ذلك اليوم قالت لي أن لدي عمل لأقوم به وإذا تأخرت فلن آتي طلبت مني العودة إلى المنزل إذا لم تأتي حتى الساعة الثالثة والنصف كنت أفرح عندما يأتي وأحزن عندما لا يأتي كنت جالسا هناك المرأة التي تنظر إلى الخلف بهذه الطريقة تجلس على المقعد الخلفي وتراقب أنشطتي في ذلك الوقت كنت أشعر بالملل قلت له أن يذهب لقد رفضت الذهاب سيدي بدأت الحديث قائلة لماذا جلست هنا بدأت تسأل لماذا لم تكن راضيا لم أكن أرغب في التحدث لكنها كانت تشجعني على التحدث من خلال طرح العديد من الأسئلة غللت أنظر إلى ساعة سايكو فيف الموجودة على معصمي في ذلك الوقت كانت ساعة سايكو فيف تعتبر إيضا ساعة شعبية كانت تتحدث معي رتابة كنت أجيب على سؤاله بهز رأسي الساعة في يدي دقة الرابعة صديقتي لم تأتي نشأ في ذهني شعور بالتواصل مفاده أنني يجب أن أذهب الآن حاولت النهوض والمشي من هناك أمسكت المرأة بيدي وسحبتني نظرت إليها من الرأس إلى أخمص القدمين كانت فتاة قروية ترتدي الزية التقليدية التشولو واللونجية ذات وجه مبتسم في الخامسة والثلاثين من عمرها ترتدي صندلا في قدميها وشعرها مباثر قليلا أمسكت بيدي بإحتام ربما بسبب الخوف من أن أهرب لقد سحبتني بقوة وجعلتني أجلس على الآلة بدأت تتحدث معي بصراحة بدأت تلعب بيدي كما لو كنت زوجها شيئا فشيئا ذابتني البيئة وانفتاح الجسد جعلني أقع في الحب بعد ذلك لبعض الوقت جاءت لتستلقي معي بهذه الطريقة وبدأت في استخدام جميع أجزاء جسدي منذ بعض الوقت نجحت في تحويل الشعور الباهة الذي نشأ في ذهني إلى شعور جميل كان هناك حادث حلون الحادث الذي قدم المتعة الجسدية لكليهما هناك وعندما وقع الحادث لم يفعل العقل شيئا بعد الحادثة فتح العقل بدأ الخوف ينشأ في قلبي بدأت أتخيل ماذا سيحدث بعد هذا الحادث لقد كانت الوحيدة التي كانت تتحدث من قبل والآن حان دوري للتحدث بدأت أسألها كثيرا سألت لماذا وصلت إلى هذا الوضع وأوضحت كل شيء بالتفصيل بدأت تقول عمري خمسة وثلاثون عاما ولدي أيضا ولداني كان عمري خمسة عشر عاما عندما تزوجت أنجبت ابني الأكبر في السادسة عشرة من عمري انضم الابن الأكبر إلى الجيش الهندي هذه المرة الابن الأصغر يبلغ من العمر سبعة عشر عاما وقد بدأت دراسة في بخارة حماتي وحماتي وأنا في المنزل والد الزوج هو عاشق للشيشة تهتم حماتها كثيرا بوالدي زوجها زوجي أيضا ملازم في الجيش الهندي والآن بعد ثلاث سنوات سيحصل على معاش تقعدي زوجي في الهند وأنا هنا في القرية أيقظ الزوجي القادمة من الخارج رغبات الشبابية من الصعب جدا من نسبة لي التوفيق بين المشاعر التي تنشأ بداخلي أنا مشتعل برغبة الشباب سيدي اليوم أنرت شعلتي شكرا جزيلا سيدي الخوف الذي نشأ بداخلي يهدأ هناك بعض الراحة أريد أن أعرف المزيد عنه ماذا يحدث إذا جلس الطفل عند الاقتراب منه بهذه الطريقة سأطلب ذلك تقول أواه سيدي إيضا لقد جعلناها دائمة بعد أن رزقنا بتفلين ماذا تفعل حدثت حادثة حلوة كان الحدث حقيقيا مثل الحلم ولا يبدو أن له أي آثار جانبية في ذلك الوقت أتذكر سطرا من أغنية الرجال يقاتلون لسنوات والنساء يقاتلنا من أجل يوم واحد حتى الأغاني يتم إنشاؤها عن طريق مزج الواقع والخبرة شعرت بذلك الشعور وفي الأيام التالية عقدت برامج مماثلة عدة مرات على الرغم من أن قلبي أراد أن يقول لا إلا أنني لم أستطع أن أقول لا تماما استمرت هذه السلسلة وفي وقت لاحق أصبح وضع جميع النساء تقريبا هو نفسه كان علي أن أخدم الكثير من الناس على الرغم من أنني غيرت الزمان والمكان في البداية اعتقدت أنها وظيفة خدمة ممتعة عادية لكن لاحقا واجهت موقفا صعبا للغاية ثم تلقيت ضربة كبيرة في حياتي سمعت صديقتي هذا الخبر بنفسها بدأت تشك بي سألتني وسألتني قلت لا ذات يوم جاء إلى التل واختبأ قابلتني متلبسا ثم قالت إنك خدعتني لن أنسك حتى الشيخوختي توقف اللقاء معه فكرت في مقابلتها والاعتذار عنها لكن ذلك لم يكن ممكنا وحتى ذلك الحين كانت وظيفة التعليمية مستمرة هناك أثناء التدريس هناك كنت في موقف اضطررت فيه إلى إقامة علاقات مع نساء في منتصف العمر لم أكن أرغب فيهن صديقي الذي أحببته من أعماق قلبي والذي أردت أن أتزوجه وأبقى معه لبقية حياتي لقد وعدنا أيضا بسبب تحطم عالم أحلامنا الجميل كالبيت الزجاجي لقد سمعت الحياة رحلة ولكن الرحلة الأولى لا تنسى مدى الحياة حيث تقضي وقتا مع الشخص الذي تحبه لقد كنت كالثوبان الذي فقد جوهرته أثناء التدريس بدأت أشعر بالغضب من جميع النساء بدأت في إنتاج مقاطع فيديو لجميع النساء التي اتصلت بهن في ذلك الوقت بدأت باستخدام الهاتف المحمول الذي أعطاني إياه أحد أقاربي عندما جاء من الخارج تلك السيدة التي لم يكن لديها حتى هاتف محمول في ذلك الوقت لقد بدأت بابتزاز كل هؤلاء النساء من خلال عرض الفيديو الذي صنعته سيرنا وشهدت كل أمهات الأطفال زوجات أبنائهن جالسات بهيبتهن أنا رجل غير متزوج قمت بتصوير فيديو لنفسي وأنا أتواصل مع 43 امرأة في ذلك الوقت تم تصوير معظم مقاطع الفيديو على تلك الشرفة تم تصوير بعض مقاطع الفيديو في حقول الذرة وضفاف الأنهار سيكون من السهل إنشاء مقطع فيديو لأنه من السهل لسق هاتف محمول على البرج لقد غادرت مع كل هؤلاء النساء بمعدل 2000 في ذلك الوقت وكانوا إيضا على استعداد للتبرع بالمال حتى لا يخرج الحادث وهم يعرفون كيفية جمع المال كنت غاضبا لأن صديقة فصلت عني لقد اتخذت هذه الخطوة في المقابل لقد كان العامل الذي قطع علاقتي وبعد مرور بعض الوقت انتهى برنامج التدريس هناك كان لدي الكثير من المال في ذلك الوقت لقد حصلت على بعض من راتبي لقد جمعت مبلغا ضخما من المال عن طريق ابتزاز النساء حتى والدي لم يعرف ان لدي الكثير من المال بعد ذلك لم ارغب ايضا في العيش في لامبون نزلت الى بخارة بدأت اعيش في نفس المنزل الذي بناه والدي وامي في بخارة للعيش فيه بعد تقعدهما ومرة اخرى من الحرم الجامعي بي ان وصلت دراسة العليا لقد كنت شابا جميلا مزدهر ماليا وحازم في الدراسات كنت الفتيات يتابعني في الحرم الجامعي كان هناك العديد من الفتيات التي يرغبن في التقرب مني في حرم بي ان في ذلك الوقت كان الحرم الجامعي معروفا بالحرم الجامعي الذي يدرس فيه العديد من طلاب نيبال منذ ان كنت في الطابق الارضي كانت الفتيات في صفي يضيقونني اراد ان يحبني ويمتلكني اعتدت ان انظر الى كل هؤلاء الفتيات باحترام لانني عرفت معنى الحب الحقيقي وما هو الشعور عندما ينكسر لم ارغب في تدمير حياتي شخص ما ولم ارغب في تدمير حلمي شخص ما كانت هذه الاشياء في ذهني حتى عند النظر الى هؤلاء الفتيات باحترام شعر الجسد بالجوع لقد حوصرت من قبل هؤلاء النساء في لمجوم اردت التحرر من هذا الانمان حاولت دائما ان يتم التعامل معها في هذه الاثناء تقدمت لي فتاة وكانت الفتاة في سنة تخرجها الاخيرة كان صدرها مرتفعا وكان خصرها مثل خصر الخنزير كانت العيون مثل العيون البنية كانت جميلة المنظر بشعرها المجاعد ويديها وقدميها الذهبيتين شعرت ايضا بالحب عندما رأيتها اصبحنا اصدقاء مقربين نمت الصداقة وقعنا في الحب ثم ذهبنا الى معبدي فندفاسيني وتعاهدنا ان نعيش ونموت معا وقعنا في الحب طارنا في الحب انجرفنا في الحب الوقت يشبه النهر الذي يتدفق عبر المنحنيات وكانت حياتي تتدفق ايضا بنفس الطريقة مثل ما يستمر ماء النهر في التدفق رغم تصدمه هنا وهناك وبنفس الطريقة استمرت حياتي ايضا مع الاصابات وبعد فترة طويلة في بخارة وجدت الحب الحقيقية حيث لم يكن هناك انانية بل حب فقط كانت تأتي الى منزلي عندما كنت اذهب الى غرفتها ذات مساء طلبت الحضور لتناول العشاء قالت لقد جاءت فوب يجب ان تقابلها كنت مهتما ايضا بلقاء اخت الكبرى التي تدعى فوب ذهبت اليه في المساء انه يطبخ سألتها اذا كانت بخير قالت انها كانت تستحم في الحمام ثرثرت معها وبدأت اساعدها في الطبخ وبعد مرور بعض الوقت خرجت فوب من الحمام بمنشفة ملفوفة حول صدرها بمجرد ان رأيتها تفاجأت كنت احمل ملعقة في يدي فسقطت على الارض توقف صديقي عن تشغيل الخضار ونظر الي ليرى ما حدث لقد صدمت بنوع من الصلاة جلست على الاركة القريبة واضع يدي على رأسي كما جاء صديقي الى هناك بعد تغطية الخضار كما جاء بوكو الى هناك مرتديا ملابسه كلاهما كان يحاولان التحدث معي كنت جالسا بهدوء والسبب في ذلك هو انفوب صديقي كانت نفس المرأة التي قمت بتدريسها لتعليم الكبار في لامدون لقد كانت نفس المرأة التي جعلتني اتواصل جسديا للمرة الاولى في ذلك المبنى المسمى تراسي اخيرا اخذت ايضا مليوني روبيت لابتزازهم كما يقول المثل حجر في البالة الاولى اصبح فوبو صديقتي ذلك بالنسبة لي وصلت الى النبأ ربما وصلت ايضا تحدث بوكو معي بصراحة دون تردد عرفتني صديقتي بشكل رسم بعد ان تحدثنا لبعض الوقت بدأنا في تناول الطعام بدأت الاكل دون ان اتكلم ازعجني فوبو لانني اخجل من تناول الطعام في منزل اهل زوجي بقيت دون اجابة كانت هناك محادثة بعد الوجبة ولكني لم اتمكن من الانفتاح من الداخل سأل فوبو ماذا حدث يا رجل تظاهرت بالصداع وحاولت العودة على الفور واحدا تلو الآخر واحدا تلو الآخر غادرت هناك حوالي الساعة التاسعة طلبت صديقتي الحضور لتناول العشاء في اليوم التالي ايضا لم اكن اريد ان افقد حبها في اليوم التالي ذهبت لتناول العشاء يعيش بوبو ايضا مع صديقتي لم يكن هناك تردد مثل الامس لانني وفوكو فقط كنا على علم بالاحداث الماضية بقي بوبو لها في غرفة صديقتي في بخارة لبضعة ايام ارادت ايضا الذهاب الى منزلنا لكنني لم اخذها استمر في الاتصال بهناك ذات يوم قال لي فوبو طلبت مني ان اتي واشاهد الفيديو السابقة بعد ظهر الغدي فسألت ماذا سيحدث مرة اخرى في اليوم التالي عندما كنت ذاهبا الى الحرم الجامعي اتصل بي فوبو هناك لست متأكدة ذهبت بمجرد وصولي هناك اغلقت الباب بعد ان اغلقت الباب امسكت بي وسحبتني نحو السرير انا افهم شخصيته ولكن يمكنه خلع ملابسه قبل ان اتمكن من الهروب لقد ابتزتني قالت انها سترفض شائعات الاغتصاب وطلبت ذلك مرة واحدة فقط كانت صديقتي ايضا متشككة في سلوك فوبو من ناحية اخرى كانت فوبو تهدئ موسيقى الرابي امامي في ذلك الوقت خرجت صديقتي وطرقت الباب استغرق الامر بعض الوقت حتى فتح الباب وهي في الداخل جاءت وضربتني عدة مرات على صدري لقد دعبت شعر بوبو لقد غادرت هناك عاجزا وعاجزا عن الكلام في نفس اليوم ذهب فوبو لها لانبونب انتحرت صديقتي بالقفز في نهر سيتي ومن شاهده ابلغ الشرطة وبعد يوم واحد اخرجت الشرطة جثة صديقتي من نهر سيتي عند سماعي كل هذا كدت اشعر بالجنون لم اتمكن من الذهاب الى الحرم الجامعي لمدة خمسة عشر يوما خعب املي جدا اعتقدت ان الحب جريمة شعرت بالحب لفتاتين لكن في لحظة تحطم عالما الحب وبعد مروري بعض الوقت ذهبت للاعتناء بنفسي حتى رؤية امرأة متزوجة في منتصف العمر جعلتني غاضبا مخارا هي مدينة يقيم فيها النساء والاطفال فقط في المنزل ودلم لمجون مايكدي سينجا قام الناس من الجبال ببناء منازل ويعيشون هناك جميع عائلات هؤلاء الاشخاص الذين ذهبوا للعمل في الخارج يقيمون تعتبر مدينة بخارا الجميلة في نيبال مدينة مقصد سياحي لكن وضع الزوجات التي يتواجد أزواجهن في الخارج كان مأساويا أيضا من الأسهل أن تروي عطشك هنا أكثر من لمجونج عندما ترى كل شيء تكون الموجة الداخلية مختلفة جاء شعور بالانتقام لدى النساء ذوات الحواف في الوسطى ولأنني كنت شابا جذابا ظلت العديد من النساء على اتصال معي لقد اتصلت بحوالي مئة امرأة في منتصف العمر لقد قمت أيضا بعمل فيديو سري للجميع لقد كنت مشغولا جدا خلال تلك الأيام بعد أن صنعت الفيديو للجميع قمت بابتزاز الجميع لقد أخذت مبلغ خمس آلاف روبية من ثمانين سيدة وغادرت لكن عشرين امرأة لم يعطوا وبحلول ذلك الوقت كانت دراسة العليا قد انتهت لقد كسبت أموالا جيدة في بخارة ربما لا يستطيع سوى عدد قليل من الناس كسب هذا القدر من المال في الحياة ومع ذلك فيما يتعلق بالأرباح كانت تجربة لمج جيدة ايضا بالنسبة لي وبحلول الوقت الذي بقيت فيه حتى ذلك الحين كنت قد أصبحت مهووسا ببخارة ثم جئت إلى كاتماندو عندما جئت إلى كاتماندو أردت أن أعيش حياة جديدة وكان الأهل يصرون على ضرورة الزواج كانوا يقولون عليك أن تتزوج من تريد وإلا يجب أن ندير زواجك من تريد فقلت لهم أنني لم أذهب لرؤية الفتاة حتى اليوم بسبب دراستي ابنة شخص يعرفونه درست في حرمي من بهافان وهي تجلس حاليا بعد إجراء امتحان الدراسات العليا منزلهم في جذر المحارة لقد تزوجت منه لقد قمت أيضا ببناء منزل في فنشوار القديمة لقد تزوجت منذ 32 عاما كان لدي ابن وبنة وأحفاد جميع الترتيبات جيدة في الوقت الحاضر أنا أيضا مستثمر وباحث في سوق الأوراق المالية أنا الآن في الستينيات من عمري لقد تزوجت منذ 32 عاما ليس هناك الكثير من الأحداث في ذهني خلال هذه السنوات ال32 لقد أحرقتني السنوات الخمس التي مرت منذ أن أنهيت دراسة الجامعية مدى الحياة وفجأة حدث حادث آخر أخلى بتوازن حياتي ذهبت لزيارة باشوباتيناث مع عائلتي كان هناك طابور في مكان درشان جلست في الطابور مع زوجتي في المقدمة وارتدت نساء أخرية بلوزات قصيرة خلال فصل الصيف كانت امرأة في مثل سننا واقفة أمام زوجتي مباشرة وكان لديها وشم على يدها ومكتوب عليه اسمي بمجرد أن رأته زوجتي أرتني إياه أعتقد أن اسم زوجها هو نفس اسمي لقد عادت بعد شيء ما ذهبنا لننظر إلى المكان الذي كان فيه الخط الأشخاص الآخرون في الطابور لم يتوقفوا عن مراقبتنا واستمروا كما شاهدت زوجتي هذا المشهد لفترة طويلة المرأة التي التقيت بها هناك كانت صديقة القديمة قبل سبعة وثلاثين عاما كان لدينا عالم مليء بالحب وبعد مرور بعض الوقت أصبح هذا العالم مهجورا تلك الصدفة الغريبة جعلتنا ننسى زيارة باشباتنا ذهبنا إلى مقهى قريب بدأنا الدردشة أثناء تناول الشاي وكانت زوجتي في عجلة من أمرها لمعرفة هذا السر لقد اعتذرت لصديقتي ضحكت وهزت رأسها لم تكن تريد الاستماع إلي قالت لا أريد أن أستمع إليك عندما جاء مباشرة من لامبونغ إلى كاتمندو للدراسة تم افتتاح لجنة التعليم كانت وظائفها الدائمة متاحة في وظائف تدريس اللغة الإنجليزية في المستوى الثانوي في ذلك الوقت كان هناك عادة الوشم في كاتمندو لقد ظلت ترسم اسمك علامة على حبها الأول ولن تتزوج لبقية حياتها انتونها غير متزوجة كان أمرا صعبا لكنها تتحمل كل الصعوبات لقد أخذت استراحة من عملها منذ بضع سنوات وانخرطت في العمل الاجتماعي قالت وهي تغادر الحب يعني التضحية حيث الصدق والتضحية والتفاني والوفاء والأخلاق المثالية كلها تتشابك الحب لا يكتمل إلا عندما تحصل على ما تريد حتى في الخسارة إذا استطعت تزيين شعور الحب بالتساوي فهذا الحب أبدي وبهذا غادرت طلبت ثلاثة أكواب من الشاي لم ينتبه أحد للشاي فقد أصبح باردا حتى زوجتي لم تستطع قول أي شيء ومن هناك أتجهنا نحو بانشوار القديمة ومنذ ذلك اليوم بدأت أتذكره أكثر فأكثر أشعر وكأنني مجرم عندما أرى حبه وتضحيته المشهد المأساوي لصديقته التي التقت للمرة الثانية وهي تسقط في نهر سيتي يأتي أمام عيني حتى في الأحلام يأتون ويفتقدونني أنا غريب الأطوار للغاية بسبب ماضي في العمل العقل في حالة اضطراب المعلم ماذا علي أن أفعل الآن أعطني السلام يقول المنجم لا داعي للذعر كل شيء يجب أن يصلح بالسلام الكوكبي من فضلكم تعالوا لتحقيق السلام الكوكبي يوم الاثنين رسوم كوكبي السلام روبية ثمنها مائة وخمسون ألفنا يقدمون قائمة بالسلع التي تقول إنه يجب عليك أن تأتي مع هذه البضائع من ناحية أخرى باسانتي الذي كان منزعجا في الغرفة السرية كان منزعجا بشأن موعد رحيل تيوريجي بعد أن غادر تيوريجي هناك تفوق باسانتي أيضا في التفكير أكثر وهكذا أتيحت له الفرصة لسماع التطورات الجديدة اليوم ثم يصعد إلى سطح المنزل وينظر إلى السماء المفتوحة ويستنشق الهواء النقية لقد مرت سنوات عديدة منذ قدوم باسانتي إلى كاتمندو يدرس منذ حوالي خمس سنوات وعمل خلال تلك الفترة في مركز منجم واكتسب المعرفة وهو يشارك في الدراسات العليا لقد اجتاز تخرجه بتقديرات جيدة كان يدرس الثقافة على مستوى الدراسات العليا يدرس الجوانب المتعددة الأوجه لثقافة نيبال القديمة ونيبال الحديثة كما يدرك من دراسته أن الحضارة النبالية هي من أقدم الحضارات في العالم يدرس باسانتي الواقع حتى لو قال شخص ما شيئا إذا لم يكن هناك أساس يؤكده فلن يصدقه ليس لديه سوى الوقت للدراسة في الحرم الجامعي في الصباح لأنه لديه الكثير من مسؤوليات العمل خلال النهار لقد رأى مباشرة أن المنجم أصبح مكتئبا وبابا لديه لديه أيضا الكثير من الإيمان والثقة به يتصل أبناء جيوتش بابا به أحيانا عبر الهاتف لم يأتوا إلى نيبال والتقوا لقد جعلت الظروف باسنتي مثل لابن الأكبر لذلك المنزلي لقد رأى فاسنتي أحيانا تلاثما حتى منجما عندما تراهم يندفعون بهذه الطريقة يتبادر إلى ذهنيك السؤال عن السبب لكنك لا تناقشه مع أحدا يتعامل مع الوضع كما هو ويتقدم للأمام لديه نفس الاحترام للقدوم إلى مركز المنجم بالإيمان عندما يأتي شخص مميز فمن المقرر أن يجلس في الغرفة السرية ويستمع إلى قصة حياته قام المنجم بابا بترتيب مثل هذه الترتيبات لباسنتي لزيادة المعرفة العملية يتلقى باسنتي تلميحا بأن شخصا مهما آخر سيأتي في اليوم التالي ولا يزال في حالة استعدادا في السنوات الأولى كان يستمع إلى القصة مهما كانت لكنه في الوقت الحاضر يبدي رأيه الخاص حول تلك الأحداث وفي اليوم التالي يبدأ نفس الروتين مرة أخرى يأتي VAP قديم إلى المركز إنه مجبر على الجلوس حسب القواعد قبل ذلك كان باسنتي سيكرت قد وصل بالفعل إلى الغرفة VAP اليوم هو أستاذ ويبدأ الحوار بينهما يقول البروفيسور ناماسكار جورو يقول المنجم ناماسكار وما الأخبار يقول الأستاذ ليس من الصواب أن نقول لا بأس وحتى لو قلنا أنه غير صحيح فماذا نقول إنها صعبة يقول المنجم ماذا تتوقع مني يقول الأستاذ المعلم التدريس طوال الحياة كما يتم ارتكاب جريمة في إطار عملية التدريس نأسف اليوم بسبب الكارما هناك شعور بالذنب في العقل هذه الأيام الروح محترقة كان لدي تصور سلبي تجاه المجال الفلكي والمجال الروحي طوال حياته الآن جئت إليك لتهدئة الروح المحترقة في هذا العصر نربو أن يعود السلام يقول المنجم بالتأكيد أفعال المرء تعذب الناس من فضلك أخبرني بالتفصيل كيف حدث فعل الحرقة والشعور بالذنب بعد ذلك سيكون من السهل تحقيق السلام والسعادة الكوكبيين يقول الأستاذ المعلم من فضلك احتفظ بالأمر سرا سأخبركم بخلفية باختصار تبدأ القصة على هذا النحو أيها المعلم لقد حصلت على درجة الماجستيري في الأدب الإنجليزي من الدرجة الأولى في سن الخامسة والعشرين لقد مررت وبعد ذلك بعامين حصلت على درجة الماجستيري كما حصلت على تعيين دائم في الحرم الجامعي لتدريس الطلاب حتى مستوى الماجستيري ولم يكن من الشائع الحصول على وظيفة نائب أستاذ على أساس دائم كما أنني أصبحت شخصية للنقاش في ذلك الوقت كان العديد من الطلاب في صف أكبر مني لقد علمت الجميع في ظل نظام صارم في البداية كنت أستمتع بالتدريس لكن فيما بعد بدأت أشعر بالملل في البداية كنت راضيا عن الراتب لكن فيما بعد أصبحت مصاريف التدريس الشهرية لا تطاق بدأت أيضا في القيام بأعمال الترجمة وبعد ذلك بدأت الأرباح تصبح جيدة كنت أترجم مقالات مختلفة وكتبا كاملة وبما أن الكتاب النيباليين أرادوا أيضا التحول إلى اللغة الإنجليزية فقد استمرت المهنة كما زاد الجشع للمال وهناك شعرت ببعض الملل عندما اضطررت إلى توجيه الورقة البحثية في الحرم الجامعي لاحقا بعد أن أخذت المال بدأت في إعداد الأطروحة بنفسي المال يأتي من هناك أيضا سوف يأتي المال من أي مكان لأولئك الذين يعرفون مر الوقت تمت إضافة تجارب جديدة بالإضافة إلى التدريس بدأت أيضا في القيام بأعمال الترجمة وأعمال التوجيه البحثي وتحرير أعمال المؤلفين الآخرين وفي الوقت نفسه بدأت في تلقي دروس التدريب على اللغة الإنجليزية حسب الوقت لقد صدمت عندما رأيت الدخل يأتي من كل مكان السعادة تأتي عندما يكون المال وفيرا يتم الآن إيقاظ الرغبات المكبوتة حتى يمكن تحقيقها كنت أرغب في تصفيف شعري عندما كنت صغيرا لكنني لم أتمكن من القيام بذلك في ذلك الوقت أنا أيضا حصلت على شعري كما أرتديت قميصا صغيرا بأذنين مثقوبتين تمكنت من ارتداء السراويل والملابس فقط ارتديه حسب رغبتك التصاميم الممزقة والمتجنبة وما إلى ذلك لقد أتتني الطفولة والمراهقة والشباب مرارا وتكرارا كنت سعيدا بنجاحي في الحياة لقد كان لدي دخل جيد في ذلك الوقت كنت قد وصلت إلى مستوى عدم الخوف من الأشخاص الصغار لقد كنت أعتبر مدرسا جيدا في الحرم الجامعي بحلول ذلك الوقت كنت أيضا أستاذا مشاركا ومع هذه الخبرة زاد اعتزازي أيضا لقد حصلت أيضا على مؤهلات الأكاديمية في ذلك الوقت كنت سعيدا جدا لدرجة أنني كيف يمكنني أن أقول ذلك بالكلمات في ذلك الوقت كان لدي طفل الثاني الطفلان هبت الله سمعتها عدة مرات في الراديو كانت هناك سعادة عائلية في عائلتي أيضا عندما كان هناك طفلاني في ذلك الوقت كان هناك أحد طلاب الباحثين في الحرم الجامعي وشعرت أنني أستطيع أن أحصل من الباحث على ما لم أحصل عليه من زوجتي التي ولدت في المنزل أصبح الشعور أقوى كيف أقول لها هل تقبل ذلك أم لا بدأ يشعر بالقلق بشأن ما يمكن أن يحدث إذا أحدث ضجيجا بعد ذلك لعدة أيام ظللت أتجنب وظيفتها قائلة إن هذا لم يحدث له وقد بدأ هؤلاء الباحثون التدريس في المناطق الخارجية إنها قلقة للغاية من عدم استكمال العمل البحثي في الوقت المحدد مشكلة الوحيدة هي مشكلتي من نوع آخر لقد تصرفت كما لو أنني لم أفهم مشكلتها لم أستطع أن أقترح عليها مباشرة أقترحت مع تطور قلت ذلك وكأنه حدث خيالي لقد ساعد أحد المعلمين بنفسه في العمل البحثي وقام بأشياء خاصة أيضا على العكس من ذلك أخبرته كم يمكن للفتاة أن تفعل لقد أخذت الأمر بسهولة لقد فهمت مشاعره بعد ذلك تم خلق جو سهل فتحت له كما أنها بدأت تقترب مني لقد أصبحت سهلة لعمله البحثي وبعد ثلاثة أو أربعة أيام قدمت عذرا آخر سأسافر إلى الخارج لمدة شهرين بسبب وظيفة خاصة ثم قلت دعونا نبدأ البحث الخاص بك كانت منزعجة جدا البحث على مستوى الماجستيري ليس بالمهمة السهلة تحولت إلى اللون الأسود متى ستذهب سيدي الأسبوع القادم قلت قالت أوها سيكون الأمر صعبا للغاية قلت له في المنتصف افعل هذا قم بترتيب مكان آمن للبقاء فيه دعنا نجلس معا يجب أن يتم كل شيء خلال يومين أو ثلاثة أيام أين سيكون هذا المكان أجابت قلت سيكون هناك مكان في منزلك أنا أجلس في غرفة أحد أقاربي يا سيدي قالت ومن غير المرجح أن يأتي يوم تكون فيه غرفة منفصلة للأساتذة حتى في الحرم الجامعي في نبال ما الذي يمكن فعله بالجلوس على الساحة أعربت عن قلقي ثم قال هكذا ممكن توقفت الجملة كيف قالت سيدي قلت صديقي لديه فندق في ديهولكهيل وبما أنه خارج الموسم هناك كل شيء فارغ سأجلس هناك وأنظر إلى كل التصحيحات يمكنك أيضا وضع الكمكيوتر المحمول وبقية المستندات والمغادرة يجب الانتهاء من كل شيء في غضون يومين ليس لدي الوقت الآن لذا سأتي وأقوم بذلك لاحقا كانت خائفة بعد مرور بعض الوقت قالت بعد مرور بعض الوقت ليس هناك خيار آخر يا سيدي قلت كل شيء قلت أنني سأخبرك بالوضع قالت سيدي ليس لدي مال هذا الفندق ينتمي إلى صديقي قلت سأرتب الأمر لا يوجد مال قلت لا يوجد مال أكدت مرة أخرى استعدنا للذهاب إلى دوليكل تم التأكيد على أننا سنذهب ونبقى لمدة يومين ونعود في اليوم التالي كما قررنا جلسنا في سيارتي وذهبنا إلى ديهولكهيل في الحقيقة الفندق الذي كان يقيم فيه الشخص الذي أعرفه لم يكن في دهولكهيل لقد قدمت هذا العذر في طريقي إلى ديهولكهيل اتصلت بالعديد من الأماكن أخذنا القهوة من السيارة في بنيبة عندما وصلنا ديهولكهيل ذكرته بأن الفندق الذي يقيم فيه صديقي يعقد مؤتمرا صحفيا وقد لا يكون البقاء هناك فكرة جيدة قالت الآن جئت والآن سأجلس حيث تريد كانت مهمتي على وشك الانتهاء وصلنا إلى فندق لطيف في دوليكل عند تسجيلي في الفندق أدخلنا اسما مختلفا وبقينا هناك لمدة يومين دون مغادرة الفندق حصلت على كل ما أردت وبما أنه أخذ أيضا جهاز كمبيوتر محمولا فقد قمنا بإعداد تقرير بحثي عن الكمبيوتر المحمول هكذا وقعت في خطتي قلت أن هناك ورشة عمل حول الترجمة في دوليكل جاءت والدة زوجتي لمساعدة زوجتي عندما كانت تلد طفلنا لم يكن لدي الكثير من استراتيجية البحث حيث رتبت مساعدا لي لطهي الأرز وغسل الملابس بالتأكيد كان لدي يومين من العلاقة المفتوحة معها لقد توسلت مرارا وتكرارا أنه لا ينبغي لأحد أن يعرف وبعد مجيئها إلى هنا طبعت تقرير البحث وأحضرته لقد قمت بتصحيح جميع الصور وعيني مغلقة ولا أعرف أين ذهبت بعد ذلك وبعد ذلك قمت بترتيب العمل وفقا لذلك إذا كانت هناك امرأة عندما كنت أشرف على البحث ولو كانت الحالة المادية للرجل جيدة لأخذت قبول البحث الإنسان عبد الظروف لقد استفدت منه بالكامل كانت مهنة التدريس مملة تم إجراء زيارة سكنية إلى تيريشولي ونغاركوت ودوليكهيل وأماكن أخرى خلال فترة الاستراحة الطويلة في الحرم الجامعي من الفتيات إلى البالغين تم أخذ الجميع وسمعت خبر عدد المتزوجات التي طلقنا لكن عادتي لم تتغير كنت أعلم أن المال سوف يتدفق من هذه الوظيفة عندما التقيت بشخص ما المال مثل الشحوم للسلوك عندما كنت في الحرم الجامعي كنت حريصا جدا على التدريس لقد كنت محبوبا أمام الجميع لأنني عملت بجد في التدريس بالإضافة إلى التدريس في الحرم الجامعي بدأت دعوتي كمتحدث رئيسي في العديد من الاجتماعات والندوات الاسم المكتسب والسعر والاحترام ومع مرور الوقت أصبحت أستاذا وبعد ذلك أصبح صدري أوسع لقد بدأت أكون مثل شخص رائد في مجال عملي عندما ذهبت إلى هذا الحدث بدأ الناس متحمسين للغناء بشكل جيد في ذلك الوقت أيضا جاء عمل الترجمة وتم تكليف طلابي بالقيام بالترجمة الاسم كان لي بدأت أصبح المتحدث الرئيسي والضيف الرئيسي في التجمعات الوطنية والدولية كمتحدث رئيسي في العديد من دول العالم استحبت الأشخاص المفضلين لدي إلى البرنامج وبهذه الطريقة كنت أناقش الأدب الليبرالية والواسع النطاقي لفشويشوار براساد كويرالا بين أولئك الذين ذهبوا معي لقد كان منفتحا وسهلا في استهداف الآخرين وبما أنني كنت مهتما أيضا بالسياسة في ذلك الوقت فقد أتيحت لي الفرصة للعمل كسفير في النصف الثاني من وظيفتي وبعد ذلك بوقت قصير تقعدت تلقائيا وبعد وقت قصير من تقاعدي مردت زوجتي تم نقلي إلى مستشفيات مختلفة ولم تكن هناك علامات على التعافي وأخيرا قدم الطبيب تقريرا بأن زوجتي مصابة بالإدزي ولم يخبرها بذلك لقد كنت السبب في ذلك ومن ذلك اليوم اختفى الجوع والنوم الشفاه والحنك كلها جافة لم أتمكن من التفكير في أي شيء أفعله في الأيام القادمة والآن نار الندم مشتعلة في قلبي لقد أصبح عقلي مضطربا وأصبحت حياتي فوضوية عندما أرى زوجتي وابنتي وحفيدتي أبدأ بالارتعاش المعلم أعطني السلام طالما أعيش الآن أريد أن أعيش في سلام ضع بعض المرهم أيها المعلم يقول المنجم اترك كل ما حدث الآن يجب أن يكون هناك سلام توكبي سوف تحصل على بعض السلام في عقلك من خلال قلب التقويم بهذه الطريقة لذلك يرجى الحضور يوم الاثنين مع رسوم مائة وخمسين ألف ريال احضرها اعطاء ورقة بها تفاصيل بعض المواد احضار هذه العناصر يقول الأستاذ حسناً أيها المعلم استقبل وغادر يغادر بسانت الغرفة السرية أيضاً يتذكر مرة أخرى معنى كلمة المعلم التي فهمها ويحاول فهم المعنى المعلم هو المثل الأعلى الذي يقود من الظلام إلى النور ولكن في عصر اليوم ليس كل المعلمون هم معلمون من الخارج هناك شيء واحد مختلف في الداخل كان يعتقد أن الطالب يجب أن يكون قادراً على التعرف على المعلم وبالمثل في اليوم التالي أيضاً يشير المنجم إلى باسان سوف يفهم باسنت الأمر في حد ذاته شخص ما مع قصة جديدة أخرى قادم وفي وسط تلك القاعة الطويلة مكان مصنوع من مقصورة صغيرة لا تستخدم إلا في الأوقات الخاصة هناك عادة إحضار المفتاح من الخارج بعد دخول باسانتي تم الترتيب بحيث يمكن سماع صوت الجميع داخل تلك المقصورة وخارجها كبار الشخصيات يأتون وكبار الشخصيات في ذلك اليوم معرفون بالأطباء وعندما يأتي إلى هناك يبدأ الحوار مرة أخرى على النحو التالي يقول الطبيب المعلم دارشان يقول المنجم دارشان ما الخدمة التي يجب أن أقوم بها يا سيدي يقول الطبيب المعلم الذي أتى إلى المعلم ليهدئ لهيب الاضطرابات في قلبي يجب أن يعتني به يقول المنجم سيكون من السهل إحلال السلام على الكوكب إذا احتفط بتاريخ كيفية خلق الاضطراب في عقلك يقول الطبيب جور بسبب هذا الإجراء الماضي اشتعلت لهب الاضطرابات في العقل قصتي تسير هكذا لقد مرت سنوات عديدة منذ أن أصبحت طبيبنا يجب أن يكون حوالي أربعين عاما لقد جعلني والداي طبيبنا بإنفاق الكثير من المال عندما انضمنت إلى الخدمة كطبيب في ذلك الوقت أدركت أن عمل الطبيب هو بمثابة خدمة الربح سيكون أيضا أقل في فهم عامة الناس يكسب الأطباء الكثير بمجرد أن أصبحت طبيبة وبدأت في خدمة المرضى بدأ ضغط الزواج يأتي من المنزل في هذه الأثناء كانت ممرضة في المستشفى الذي كنت أعمل فيه معجبة بي وكان هناك ضغط من المنزل للزواج دفعة واحدة لقد تزوجت معتبرا أن هذا مجرد صدفة وبما أنكلانا من نفس المنطقة فقد كانت الحياة أسهلة لقد فهمنا بعضنا البعض تقدمت الحياة في بيئة متناغمة مع دخل قليل وكانت حياتنا أفضل من حياة عامة الناس في نبال في البداية كنت سعيدا بدخول هذا المجال كطبيبة والعمل كمقدمة خدمات شيئا فشيئا هل دخل الطبيب من البيت والأسرة فقط بدأ أحد الأطباء يتوقع المزيد من الأرباح عندما يقول المبلغ الذي يكسبه بدأت أفكر بشكل احترافي حيث يجب أن أخدم المرضى من خلال أن أصبح طبيبة في البداية كنت سعيدا بالعمل في مستشفى واحد وبعد ذلك بدأت بإدارة العديد من المستشفيات والمراكز الطبية وبهذه الطريقة إذا كان هناك العديد من المستشفيات والمرافق الطبية فإن الأرباح ستكون إيضا أعلى قليلا في ذلك الوقت أدركت أنه إذا تمكنت من إدارة ممارسة الطبية بنفسي فإن الدخل سيكون أكبر أنا طبيب زوجتي ممرضة وبعد مرور بعض الوقت بدأنا منشأة طبية صغيرة كما كنت أعمل في مستشفى كبير آخر بدأت زوجتي العمل بدوام كامل في ممارستنا الطبية اعتدت أن أبقى في مكتبنا الطبي في الصباح والمساء اعتدت أن أحيل المرضى الذين يأتون إلى مستشفى كبير آخر إلى المركز الطبي الخاص بنا وبعد مرور بعض الوقت أصبح مركزنا طبي مكتظا بالمرضى الخدمة متاحة من خلال دراسة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والنفسية والسياسية لكل مريض يأتي إلى عيادتنا الطبية اعتاد القيام حتى الأشخاص المرضى سوف يستيقظون بشكل جيد بدأ العديد من النيباليين وكأنهم فقراء وغير متعلمين وفي أحيان أخرى حتى الشخص الذي يرتدي حولا ذهبية سميكة على رقبته ويديه مثلي كان يوضع في وضع لا يتنازل فيه عن الصحة لو أن طبيبنا افتتح مركزا طبيا بنفسه ويعرف كيف يفعل ذلك في بلد مثل نيبال فإن المال سيكون كافيا لوضعه في كيس ووضعه في مستودع لقد واجهت ذلك المستشفى يكسب أكثر من الطبية حولت انتباهي إلى فتح مستشفى وكما يقولون يجب أن يمضي قانون نيبال بأمر الله في نيبال بغض النظر عما يفعله أي شخص هيئة المراقبة أصبحت كالمكتب عديم الفائدة ومن العاملين في السياسة كان الجبناء يعطون التعليمات في كل مجال سيأتي شخص ما ويشم شيئا صغيرا لمراقبته حقا بدت نيبال وكأنها دولة ذهبية لكسب المال وكان الأجانب أيضا حريصين على الاستثمار في الصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات في نيبال النقطة هي أن نفهم هذا كل ما أردت قوله عن الاستثمار الأجنبي لقد قمت أيضا بإجراء القليل من البحث قبل افتتاح المستشفى بحث ما هي المستشفيات المربحة أين الخسائر نقطة عندما تم افتتاح المستشفى تبين أن المستشفى الذي كان مديره أطباء قد حقق أرباحا وخسر المستشفى الذي يضم عددا أقل من الأشخاص الذين يفهمون المجال الطبية وبما أن أخي الأكبر وزوج أختي هو أيضا طبيب وبعد المناقشة معهم تقرر تشكيل فريق من الأطباء تحت قيادة وفتح مستشفى نبحث عن أرض لمستشفى في زاوية صغيرة قمنا بشراء سبع قطع أراضي للمستشفى وتم شراء قطع الأراضي الأربعة عشر المتبقية من الأرض التي نمتلكها شخصيا كان لدينا بعض المال وجاءت البنوك إلينا لتمنحنا الباقية كان يعتقد أن نظام الدولة بأكمله في نيبال يدار بهذه الطريقة حيث قيل قانون للفقراء وفرح للأغنياء وعندما بدأنا ببناء مستشفى في تلك المنطقة ارتفعت أسعار الأراضي فجأة اشترينا الأرض في تلك المنطقة بسعر ستة آلاف روبية لكل روبيت وبعد الانتهاء من بناء المستشفى بدأ سعر الأرض هناك للبيع بأربعة عشر ألفا لكل آنة نحن نكسب مبلغا كبيرا من المال من الأرض وبعد أن تم تجهيز المستشفى بشكل كامل شرعنا في خطة شراء المواد الضرورية للمستشفى وبما أنه يتعين علينا جلب بضائع باهظة الثمن من الخارج فقد تقدمنا بطلب للحصول على إعفاء من الضرائب الجمركية كما أوصت الحكومة بالإعفاء من الضرائب الجمركية في نيبال يتم الانتهاء من جميع الأعمال في الوقت المحدد بعد تقديم العروض حسب مستوى القاعدة والرئيس في القاعدة الحكومية لقد شهدنا ذلك أيضا لقد أحضرنا كمية كبيرة من الآلات لمستشفى الخاص بخصم من الضرائب الجمركية وقمنا ببيعها لمتخصصين في المجال الطبي في أماكن أخرى كان الربح على جهاز واحد ضخما وبهذه الطريقة كان من الممكن كسب الدخل وبعد أن أصبح المستشفى جاهزا بدأت أعداد المرضى تتوافد بشكل أصبح لا يستطيع تحمل الضغط سيتم تحصيل مبلغ ضخم من المال حتى من المرضى العاديين تم العمل من خلال إنشاء شبكة من مشغل المستشفيات على المستوى الوطني تم إرسال المريض من هنا إلى هناك وتم أخذ العمولة وبعد إنشاء شبكة من مدير المستشفيات وصلت بنفسي إلى موقع القدرة على التنسيق إذا حدث شيء ما في المستشفى لقد أجرينا عملية زرع الكلا باستخدام المستشفى التابع لشبكتنا أثناء عملية زرع الكلا لدى التجار الأجانبي تم دفع مبلغ يصل إلى عشر آلاف من شخص واحد كان لدينا وكلاء في رامتشاب ودولاخا ومناطق أخرى للعثور على الأشخاص الذين يبيعون الكلا كان الفقراء على استعداد لبيع كليتهم مقابل ثلاثين إلى أربعين ألفا اعتدنا على تسليمها إلى مدن مختلفة في الهن كنا نستعين برجال العصابات حيث كنا نواجه المشاكل والتهديدات بين الحين والآخر في كل هذه الأعمال وشيئا فشيئا ومن خلال المستشفى قمنا بإجراء عمليات زرع الكلا للعديد من الأشخاص حتى لو كان في القلب خوف فكل شيء مبرر أمام المال لم يكن هناك خوف في قلبي كنت مساهما في العديد من المستشفيات وتم تنظيم الأرباح أينما نظرت لم أرى سوى المال قبل إجراء أي عملية كنا نأخذ موافقة شخص المريض عن طريق بصمة الإصبع على الرغم من وفاة العديد من الأطباء المتدربين المرضى أثناء ممارستهم قانون الطب يحمي المهنيين الطبيين لم تكن هناك مشكلة عندما يموت الناس حتى عندما كان الناس يموتون أمامنا في المستشفيات لم نشعر بأي اختلاف لقد شعرنا مجرد حالة ولم نتوقع إصابة أقارب المريض لقد مر روتيننا اليومي على هذا النحو لفترة طويلة في بعض الأحيان عندما يكون عدد المرضى في المستشفى منخفضا نقوم بنقل النفقات إلى المرضى الآخرين الموجودين هناك وجود أفكار لن يكون هناك سوى فوائد وفي نهاية مسيرة المهنية حدث تفشي لمرض كورونا بدأ هذا الوباء في الصين وانتشر في جميع أنحاء العالم حتى الدول المتقدمة مثل أمريكا وإيطاليا وكوريا تأثرت بشدة من كورونا لقد كانت هناك خسائر فادحة في الثروات في بلبان في جميع أنحاء العالم لم يكن هناك سوى الخوف والدعر في كل مكان وفي الصين البلد الذي بدأ فيه المرض تم ممارسة العلاج الطبي بالإضافة إلى الإغلاق للسيطرة عليه أصبح الكثير من الناس على دراية بحالة الإغلاق لقد شعر بذلك أيضا وجد أن الإغلاق مفيد جدا في السيطرة على الأمراض الفيروسية وكان وضع الصين وأمريكا مشابهنا للحرب الباردة فيما يتعلق بمسألة هذا المرض وصلت أيضا حالة توجيه أصابع الاتهام إلى الصين من جميع أنحاء العالم إلى وسائل الإعلام يتم التحكم بها على الرحلات الدولية تم إلغاء العديد من خطط الرحلات وورد التقارير تفيد بأن بعض رجال الأعمال انتحروا بعد تدمير أعمالهم اعتاد المجتمع الإنساني العالمي أن يصدم بالأخبار التي كانت تنتشر من أوروبا وبعد ذلك بقليل دخل المرض أيضا إلى الهند ونيبال وكانت هناك أيضا فوضى ونشرت الحكومة خبر الإغلاق كما وقعت نيبال في فوضى الخوف والذعر والأزمات الناس في الحكومة لديهم شعور بأن الأشخاص في الحكومة قاموا بعمل خلق الفساد من خلال إظهار تفشي كورونا لكن من سيتكلم وبعد مرور الوقت نفسه رفع سيف الأزمة على رأسه فكما كانت البلاد محاصرة بالخوف عندما وقع زلزال عام الفان واثنان وسبعون أصبحت خائفة أيضا في عصر كورونا لقد أصبح من التاريخ أن السياسيين النيباليين يصبحون أثرياء عندما تكون هناك أزمة في البلاد عندما حدث زلزال عام الفان واثنان وسبعون يكفي أن نسأل شعب كاتماندو عما فعله الأشخاص في الحكومة حتى في زمن الكورونا أصبح الوضع صعبا للغاية لكن الحكومة بدت غير مسؤولة لقد اعتبرنا أيضا أن هذه المرة هي الأفضل لبيئة الأعمال إن تزايد عدد المرضى وتزايد المرضى يشبه مهرجانا لمدير المستشفيات لدينا اجتماع سري مع فريق أساسي من مدير المستشفى وبينما كان العالم خائفا ارتفع عدد مرضى كورونا بسرعة في نبال تفشي كورونا جاء على مرحلتين في المرحلة الأولية شجعنا المزيد من الخوف من شبكة المستشفيات كان هناك إهمال في المرحلة الأولى لقد أبقينا المريض على جهاز التنفس الصناعي لكننا أنفسنا لم نعتقد أنه من المناسب البقاء هناك اعتدنا أن نقول أن هناك تهديدا أمنيا للممرضات أيضا في المرحلة الأولى من المرحلة الأولى جعلنا الإنسان العادي عطشانا من خلال إظهار المرضى الذين ماتوا بسبب الإهمال وبسبب الدواء وبعد ذلك ذهب الرجل إلى المستشفى دون أن يفكر في المال وأصبحت حالة حتى المرضى لا يستطيعون البقاء في المستشفى لقد تعاون بشكل مباشر مع مخزن الأدوية وأخبرنا أقارب المريض عبر الهاتف أنهم تناولوا الكثير من الأدوية تتكون من صنع الإرادة وعلى الرغم من وفاة الناس إلا أن متجر الأدوية لم يمنح خصما واحدا روبية على دواء كورونا نقوم بإحالة المرضى بطائرات الهليكوبتر إلى المستشفيات في مناطق أخرى خارج كاتمندو وكانت مرافق التنفس الصناعي أقل في المستشفى وفي أحد المستشفيات كان هناك ثمانية إلى عشرة أسرة مزودة بأجهزة التنفس الصناعي وحتى للحصول على سرير مزود بجهاز تهوية يجب تطبيق السلطة التي تصل إلى الوزير كنا نتصل بالطبيب بشكل دوري في المستشفى ومعه عشرة أجهزة تنفس الصناعي لقد كان الأطباء عاديين ولكننا كنا معروفين كمتخصصين وعندما جاء هؤلاء الأطباء المتخصصون دفعنا ما بين 15 ألفا إلى 20 ألفا كرسوم طبيب تقريبا لكل مريض اعتدنا أن نحصل على الطبيب بسبب المريض في ذلك الوقت في نيبال كان رعب أسطوانة الأكسجين أيضا يبعث على الفرح لقد ارتكبت بنفسي جرائم في مهنتي من أجل المال لقد تركت بعض المرضى يموتون في البداية بسبب الإهمال وبسبب الإهمال مثل إهمالي قتل زوج ابنتي وصهرها دون تعرف على المريض في مستشفى آخر وبعد فترة تمت السيطرة على كورونا من كل أنحاء العالم لقد خرجت جميع دول العالم تقريبا من حالة الرعب تلك إلى الحالة الطبيعية بعد كورونا عادت موجة الضنك إلى العالم من جديد بحلول ذلك الوقت كنت قد انسحبت من العمل المهني النشط كما تركت قيادة المستشفى بدأت بإعطاء الوقت لعائلتي عندها فقط أدركت أن الكثير من الأشياء قد تم القيام بها بشكل خاطئ لقد بدأت في إعطاء الحب عندها فقط أدركت أن الكثير من الأشياء قد تم القيام بها بشكل خاطئ ابنتي لديها أيضا أطفال إنهم يتشبثون بي في ذلك الوقت أعتقد أنني قاتل والدهم في الوقت الحاضر أذهب إلى المستشفى وأخدم بقلب نقي لكن أفعالي الماضية تثير غضبي هناك ندم مشتعل في القلب فلا سعادة في النهار ولا نوم في الليل رغم أنني قد أبدو صادقا في نظر المجتمع إلا أنني في نظر القوانين الشريفة مجرم في تقديري أرى أمامي العديد من الأصدقاء الأطباء المجرمين لقد قام العديد من الأطباء بعمل جيد الأطباء الذين يمتصون المجتمع من خلال فتح قوقعة الطيبين هم إذن خطوة بخطوة أعتقد أن هذه هي أفكار الشعب النيبالي بغض النظر عما يقوله أي شخص فسوف يتحمله بغض النظر عما يفعله سوف يدفعون المال دون النظر إلى تاريخ الدواء وفي مكان مثل نيبال حيث يعيش مثل هؤلاء الناس يتوق الأجانب إلى الاستثمار في الصحة والتعليم والاتصالات وغيرها من القطاعات والحكومة مستعدة أيضا للسماح بتوليد المزيد من الإرادات عندما أنظر إلى الطريق الذي مشيته أعتقد أنني سأذهب إلى الجحيم أريد السلام ما دمت على قيد الحياة ولكن في هذه الأيام كلما زاد وقت فراغي كلما احترقت روحي لقد أتيت إلى ملجأك أيها المعلم لأنني لم أستطع تحمل غضب الغيرة أعطني بعض راحة البالي يقول المنجم لقد أقسمتم جميعا على تصحيح أنفسكم بالاعتراف بأخطائكم بالتأكيد يمكن الآن استعادة راحة البالي ينبغي تحقيق السلام الكوكبي تعال يوم الاثنين لذلك يضع الغش في يده من فضلك تعال مع هذه الأشياء وتبلغ تكلفة تكلفة السلام الكوكبي ألفا وخمسين ألفا أحضر ذلك إيضا يقول الطبيب نعم أيها المعلم الطبيب يغادر من هناك على الرغم من أن باسنتي يختنق إلا أنه يشعر أنه يشاهد مسلسلا تلفزيونيا من خلال الكلمات عندما تكون هناك أعمال كثيرة للإنسان في العالم فإنه يرى مشهدها من خلال الكلمات كل حدث من هذه الأحداث يخلق موجات مستمرة في عقل وعقل باسنتي إلى جانب موجات أيديولوجية وعاطفية يرى المنجم هارين رايان أن يوم الاثنين مناسب لتحقيق سلام كوكبي خاص ولهذا السبب فإن يوم الاثنين مدعو لأولئك الذين يجعلون الكوكب مسالما يفعلون أشياء أخرى مثل الصلاة وقراءة رودري وعمل المنجم كل يوم رسومه أغلى من المنجمين الآخرين في كاتماندو وعلى الرغم من أن أتعابه باهظة الثمن إلا أن العملاء يأتون إلى هناك بسبب ثقتهم به وعلى الرغم من أن أتعابه باهظة الثمن إلا أنه يقدم أيضا خدمات مجانية للعديد من الأشخاص لدى المنجمين عادة أكل شيء ما حتى أن باسنتي رآه يأتي أيضا أشخاص من بلدان مختلفة لمقابلته زوجة المنجم لا تحب أن يأتي أشخاص غير العملاء تشعر باسنت أن الأمة المنجمة غير راضية عن زوجها المنجم أيضا المنجم هارينا رايان ليس فقط صديقي والدي باسنتي وهو أيضا صاحب عمل ومقدم للمعرفة كان له الأبوة والأمومة له كما تم توفير الحب أصبح باسنتي مهتما أكثر فأكثر بحقيقة وجود شخصين ثريين فقط في ذلك المنزل وأنهما غير متصالحين تماما وغير راضين تماما في الأيام الأولى كان يعتقد أن والدته وأبيه تربطهما علاقة جيدة ولكن منذ البداية لم تكن أهداف والدته وأبيه متوافقة وكان الوضع نفسه عندما كان باسنتي ابننا لنفس المنزل ولم يعبر عن خلافاتهم بطريقة يمكن للآخرين رؤيتها لسنوات عديدة يعيش فاسنتي كابن لنفس المنزل ويدرك الموقف الذي لا يكون فيه القلبان من نفس العقل ما هو الشيء الداخلي الذي قاله للأبي ولم يجرؤ حتى على السؤال يسأل الأم لماذا أصبحت أمنا حزينة كما أنها لم تقل الكثير هناك منزل وسيارة ورصيد بنكي واحترام وجميع المصلين لديهم إيمان لكن الأب والأم المنجمين لا يتصلحان تماما وإلى أن فهم باسنتي هذه الأشياء كان سعيدا عندما أدرك باسنتي الوضع اختفت سعادته أيضا ويشعر أنه فرد من تلك العائلة يصبح حريصا على تحديد المشكلة وحلها يحاول التفاهم من خلال الاتصال بأبناء الأبي والأم المنجمين الموجودين في الخارج ويقولون إنهم بسبب وجودهم في الخارج وتزوجوا هناك فإنهم في انحراف ثقافي ولا يستطعون العودة إلى الوطن ولا يعرفون الوضع الداخلي للمنزلي باسنت مخيب للأمال إلى حد ما في أحد الأيام تذكروا باسنتي فجأة العم خانال يعرف خانال أنكليماي شيئا عن هذا المنزلي من جهة أخرى يستمر البرنامج الاعتيادي بمركز المنجم إنه عالق في العمل الذي يقوم به بانتظام يتصل باسنت بعمه ليعرف شيئا عنها بعد أن لعب الكثير من الأشياء في ذهنه عندما يذهب إلى الحرم الجامعي يتصل بعمه خانال إلى حديقة بهندرخال كما جاء عم خانال ذو الطبيعة البسيطة والخيرية إلى حديقة بهندرخال لقد جاءوا إلى حديقة بهندرخال التي كانت كبيرة وملئة بالأشجار والنباتات فتجولوا فيها وتحدثوا كان هناك أيضا الكثير من القرود في الحديقة لذلك تم لفت انتباههم هناك أيضا يسأل باسنتي عم خانال عن عدم توافق الأم والأب المنجمين جيدا ماذا يمكن أن يكون السبب وراء ذلك؟ هل تعلم أي شيء؟ يقول العم خانال لقد أصبحت ابن المنزل لقد عشت في هذا المنزل لمدة ست سنوات لقد عشت كمساعد للمنجم هارينا ريان لقد حصلت على حب والدتك أيضا وأنت كذلك يجب أن تجد ولد كان باسنت مخيبا للأمال إلى حد ما يعود مرة أخرى مع عمه خانال إذا كنت تعرف أي شيء أخبرني عمي يقول العم خانال يا فتى انظر هذه مدينة المنازل هنا كبيرة قلوب الناس صغيرة التواصل العاطفي حتى بين الأشخاص الذين يعيشون في نفس المنزل ففي العديد من المنازل توجد فجوة كبيرة بين الزوج والزوجة ينامون في نفس السرير ولكن لديهم أحلام مختلفة صديق والدك لطيف جدا أناه من المفيد يعتبر زوجته أغلى من الحياة نفسها يريدون خير هذا المجتمع إنهم يحبونك أكثر لا بد أنك شعرت بذلك بشكل مباشر زوجة المنجم جيدة جدا إنها تهتم كثيرا بزوجها كما أنها تعتقد أنك أغلى من أبنها وتحبك أيها الصبي لا تدع أي ضعف في الأسرة في منزلهم هم الناس يجب أن يحدث شيء ما عندما تشعر بالألم فإنك تفعل أشياء لتخفيف الألم كما تزعجه ذكر أبنائه أحيانا يقول باسانت مرة أخرى العائلة جيدة وهم محبون لكنني لا أرى أنهم سعداء مع بعضهم البعض ولهذا السبب أشعر بالقلق أيضا هذه الأيام أسأل كلاهما يقول أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل وفي أحيان أخرى أرى المنجم الذي يفرح عندما يأتي الزبون جديا يقول العم خانال وأنا أيضا لدي شكوك في بعض الأمور الشكو سيكون سيئا يا فتى مهمتك الآن هي أن تجعل هذا المنزل دائما سعيدا فقد وجدت التوازن في كل سلوكيات المنزل لن تقابل هؤلاء الأشخاص حتى في عصر آخر وهكذا بعد لحظات قليلة من الثرثرة انفصل عن هناك لن يتم حل فضول باسانتي من تلك المحادثة يشعر بالقلق ويعود إلى مركز التنجيم لنفترض أنه لا يوجد شيء هناك وأن العمل المنتظم مستمر الأيام تمر أصبح الأب المنجم مضطربا أكثر فأكثر بعد رؤية حزن والدتها تتساءل باسانتي إيضا عما يجب فعله في أحد الأيام بينما يمر الوقت هكذا تتوقف سيارة الشرطة أمام مركز التنجيم أفراد الأمن أدناه مرتبكون إيضا ويتساءل لماذا جاءت الشرطة سألت الشرطة عن مكان المنجم هارينا ريان وبعد معرفة أن المنجم فوق المتوسط سترتفع الشرطة فوق المتوسط كان هناك الكثير من الضجة والاضطراب في البيئة المحيطة في ذلك الوقت عاد باسانتي إيضا إلى المنزل من الحرم الجامعي وبعد فهم الوضع هناك كان إيضا خائفا جدا أشياء كثيرة تلعب في ذهنه أعتاد العديد من كبار الشخصيات على القدوم لتلقي الخدمة هناك وربما كان بعضهم قد أخطأ ينظر إلى الأحداث بهذه الطريقة ويشعر بالقلق من الحل كانت الأم المنجمة تجلس على كرسي في المطبخ وهي عابسة كانت العمة بهانسي تحاول إعطاء الشجاعة سأل باسانتي الأمة الأم لماذا جاءت الشرطة إلى هنا ولماذا أخذت الشرطة الأب الآن دعنا ننتقل إلى ضابط الشرطة الذي نعرفه تقول الأم مهما حدث للأبي لا داعي للذعر الآن تابع الأحداث الشرطة لا تأخذ مثل هؤلاء الأشخاص الكبار وتقتلهم لماذا أخذت الشرطة هذا الشخص وبعد ذلك يجب إطلاق سراح رجالنا الآن كل هذه المسئولية تقع على عاتقك لقد أصبحت شابا ناضجنا عليك أن تتعامل مع الوضع أنا دائما المباركة كن ابني حتى لو سقطت لا ينبغي أن تسقط يا فتى تقترب باسنت من والدتها يمسك بكلتا يدي الأم ويقول أمي سأحرر والدي على أي حال الأم تعانق باسنتي وتقول يا بني الآن أنت الوحيد لدينا يدعم وفي ذلك اليوم تحتفظ الشرطة بالمنجم في مركز الشرطة القريب كانت شخصية باسنتي المثالية هي المنجم هارين رايان أعتاد العديد من العملاء على القدوم إلى مركز التنجيم الخاص به كل يوم كما تم إنشاء أنواع كثيرة من الموجات فيها يذهب باسنت إلى مركز الشرطة ويلتقي بالمنجم ينحني رأسه أثناء التحدث إلى باسنتي مثل ابنه يا فتى لقد خدعني شخص ما وبعد الحديث عن الوضع يستفسير باسنتي من رجال الشرطة هناك وأقفت الشرطة المنجمة للتحقيق معه في جريمة الاتجار بالمخدرات يخبر باسنت ضباط الشرطة هناك أن هذا لا يمكن أن يحدث رد الشرطة نحن الآن في مرحلة التحقيق إذا كان بريئا يطلق سراحه وإذا ثبت أنه مذنب يعاقب وفقا للقانون لا تقلق كثيرا مهما حدث التحلي بالصبر يعود إلى المنزل من هناك فيضانات من الأسئلة تتدفق في العقل مثل قطرات المطر يقول عقله أن هذا كله مؤامرة من شخص ما حيث عاش تحت حماية المنجم لمدة ست سنوات وكان ينحني له دائما يصل إلى المنزل بقلب مثقل يبدو المنزل الذي يضم مركزا للتنجيم مهجورا الأم في المطبخ يذهب مباشرة إلى منزل والدته ويخبرها بالأخبار التي جمعها نظرا لأن عمة بهانسي موجودة أيضا فقد أخذته الأم إلى غرفة أخرى واستفسرت عن الأحداث لفترة طويلة رسائل باسنت للجميع إلى الأم تشعر الأم بالقلق حياة الإنسان مثل عجلة الخزاف يستمر في الدوران في الحياة أحيانا يكون الجو مشمسا وأحيانا يكون الجو مظلما اليوم وصلت باسنت إلى شعور جديد يتذكر دائما شعوره بالعديد من قصص الأشخاص الذين لا يعرفهم هناك فوضى في حياته اليومية كما اختفى نوم ذلك المنزل الجميع يتساءل متى سيكون الضوء وسنلتقي بابا في صباح اليوم التالي يذهب باسنت مع الطعام من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا يوجد وقت للقاء الأقارب في ذلك الوقت يصل باسنت بالطعام يقطع تذكرة الاجتماع ويذهب للقاء تقوم الشرطة الموجودة هناك بترتيب لقاء مع المنجم مع باسنت يتم اتخاذ الترتيبات اللازمة للتواصل من خلال نافذة صغيرة إنه قلق كثيرا بشأن الأم المنجمة يستفسير الجيران الآخرون أيضا عن ذلك سأغادر خلال بضعة أيام وحتى ذلك الحين كان عليك يا فتى أن تعتني بالمنزل وقد شجع كل منهما الآخر يلتقي باسنت بضابط التحقيق ويأخذ معلومات حول كيفية تقدم القضية ويقول ضابط التحقيق أن المنجم لديه قضية ذات طبيعة خطيرة وعندما تم إحضار المنجم من المركز المنجمي تم أيضا ضبط بعض الحقائب ويقال إن بحوزته أكثر من خمسة كيلوغرامات من المخدرات وهو أمر محظور قانونا وكان باسنتي يحصل على معلومات تفيد بأنه متهم بالاتجار المنتظم بالمخدرات بكمية كبيرة تحت ستار مركز منجم وتقول الشرطة إنه إيضا متعاطي مخدرات يجد باسنتي صعوبة بالغة في تصديق ذلك باسنتي يعود إلى المنزل في المنزل الأم تنتظر باسنتي باسنتي تخبر والدتها بكل شيء وتسألها أمي هل تناول المخدرات قالت الأم يا فتى تلك كانت عادته السيئة وكان مدمنا مخدرات ولم تكن تعرف ماذا يأكل لكنه أعتاد حقنا نفسه ليأكل ما أكلته في الأيام الأخيرة لقد تعلم هذه العادة من باناراس ولهذا السبب بدأت أفكر أنني لن أعيش في باناراس بل يجب أن أذهب إلى نيبال لقد كان متعلما خفيفا في فاناراس لقد جئنا إلى نيبال وبدأنا العيش هنا بعد مجيئه إلى هنا شعر بالأمان لبضع سنوات ولكن بعد بضع سنوات وقع في نفس الإدمان مرة أخرى حتى بعد أن تحدثت معها لمدة أربع وعشرين ساعة لن أنتهي ماذا أفعل يا فتى كما تم إرسال الأبناء إلى الخارج للدراسة في سن مبكرة سقط الرجل العجوز في الفخ بهذه الطريقة شعرت كما لو أنني سأموت بعد رؤية سلوكه كان هناك أيضا العديد من مدمني المخدرات الذين أتوا إلى هناك عملاء لقد كان يحتفظ بهذه البضائع هنا ويزودها لكثير من الناس حتى أنني لم أعرف لفترة طويلة قلت له ألا يفعل ذلك كان يأكل وحده لكنه كان يعطي الآخرين أيضا بعد مجيئك إلى هذا المنزل اعتدت على القيام بالأعمال التجارية مع القليل من الحذر لا أستطيع أن أقول هذا لنفسي أبدا كنت خائفا جدا من أن تقع أنت أيضا في هذه العادة السيئة في بعض الأحيان يبدو أنه قد فعل الشيء الصحيح بإبعاده عن الشرطة لكن كيف أنسى أنه زوجي لقد أحبني كثيرا لدرجة أن حبه المقدس أبقاني على قيد الحياة وإلا لكنت قد مت بالفعل ماذا تفعل الآن الوقت سوف يفعل ذلك الوقت قوي فبدأت بالبكاء قائلة يا فتى لا تتركن تقول باسنتي وهي تمسح دموع والدتها أمي أنت عظيمة لا تجعل نفسك ضعيفا بالبكاء بهذه الطريقة يريحها من القلق بقوله أن كل شيء سيكون على ما يرام وبما أن المنجم ليس في ذلك المنزل فإن مركز المنجم مهجور الموظفون يجلسون أيضا بوجه منتفخ زوجة المنجم تتألم الجميع قلقون بشأن ما سيحدث بعد ذلك بعد التعرف على المزيد من والدتها يشعر باسنتي وكأنه يجلس في الغرفة السرية ويستمع إلى القصة باسنتي يندم على الماضي تتبادر إلى ذهنه أسئلة لماذا لم أرى أنشطة بابا بشكل صحيح؟ لماذا لم أتفحص غرف المنزل حتى اليوم؟ لماذا فعلت ما فعلته بطريقة بسيطة بعد مجيء من الحرم الجامعي؟ فيجيبه قلبه أنا فتنا فقير من القرية أعطاني والدي الحب ورتب لي الأكل والدراسة وأعطاني بيئة لاكتساب المعرفة لا يوجد مثل هذا الشخص في العالم لقد كان قدوة لي ليس هناك شك في الشخص المثالي كما أنني كنت أحترمه دائما من الممكن أن تكون حتى باسنتي لم يذهب أبدا إلى غرفة المتجر وينظر يجب أن يكون المنزل كبيرا ويجب أن تكون الغرف فسيحة ويجب أن يكون التخزين منتلئا وفي وقت خاص بدأت قصة وضع مفتاح في الغرفة واحتفاظ المنجم نفسه بهذا المفتاح تدور في ذهنه كالفيلم عند تذكر هذه الأشياء يشعر باسنتي أن الوضع كان كما هو لكن العقل غير قادر على قبوله واليوم تطرح أمامه صفحة جديدة من الوضع وهي مفتوحة ولكن كلها وكأنها داخل ستار الذهاب للقاء بابا مع وجبة الإفطار بصرف النظر عن مقابلة الأشخاص الذين يعودون إلى المنزل في فترة ما بعد الظهر والقيام بالدراسة الذاتية والذهاب للقاء الأبي مرة أخرى في المساء وتهدئة الأم في المساء يصبح روتين باسنتي اليومي هكذا تسير حياته اليومية لمدة ثلاثة أشهر وبعد ثلاثة أشهر سيكون هناك مثول أمام المحكمة ثم يذهب المنجم إلى السجن من مركز الشرطة عبر المحكمة وبما أن باسنتي كان أيضا على اتصال منتظم مع المهنيين القانونيين فلا يزال يتعين علينا أن نرى ما هي العقوبة التي ستكون عليه ورغم وجوده في السجن لم يكن يتغيب عن الزيارات المنتظمة ليس عليك إحضار الأرز كما تفعل في مركز الشرطة لكنهم يأخذون الفكهة بانتظام لا تدع باب يفعل أي شيء أقل مما يجب عليه فعله نيابة عنه في بعض الأحيان يأخذ والدته أيضا يسمع الأبناء الموجودون في الخارج هذه الأخبار لكنهم لا يحاولون القدوم إلى نيبال لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم فعل شيء ما عندما تقوم الأم بإجراء مكالمة هاتفية يقولون أن كل ما يحدث هو وفقا للقانون فلا داعي للذعر والبعض الآخر لا يبقى على اتصال تحتاج الأم إلى الراحة والدعم وبما أن باسنت لم يستطع فهم وضع المنزل في ذلك الوقت فقد كان الأب في ورطة لكنه كان حريصا على عدم التسبب في مشاكل للأم في الأيام القادمة وهو على اتصال منتظم مع والده وشقيقه في القرية ويهتم بمشاكلهم كما أنه يشعر بالقلق من تدهور الأسر والمجتمعات وينصب اهتمامه على ما يمكن القيام به بشكل جماعي إذا لم يكن هناك سهولة في التعامل مع العائلات في جميع أنحاء البلاد هناك مثل هذا الوضع في المنزل والحياة مرهقة كما أن الامتحان النهائي لدرجة معلمه يقترب إيضا باسنتي يعاني من التوتر والضغط من جميع الجهات يتذكر أن التوتر والضغط يجعلان الشخص لائقا وهذا هو اختبار الحياة الحقيقية ثم يقرر بنفسه لا بد لي من اجتياز جميع الاختبارات القادمة يجب أن أستعد جيدا لذلك سأجتاز جميع الامتحانات هكذا يجهز نفسه نفسيا باسنتي يدير كل شيء في هذه الأيام أصبح الوصي الكامل على كثير من الناس في أحد الأيام عندما ذهب للقاء المنجم قال لباسنتي يا فتى لدي الكثير لأتحدث معك اليوم استمع لي بصبر لقد قلت المزيد هنا بغض النظري عن كم أتحدث يجب أن تمنحني الوقت يصبح باسنتي جادا ومستعدا للاستماع ثم يبدأ المنجم بابا بالقول ولد لقد ولدت في قرية في منطقة بانتشيثار لقد كنت مريضا جدا عندما ولدت وقال آخرون إن باندت مريضا حتى بعد ولادته في خلك خالك الخاص بنا هو والد باندت خالك وجده وكلهما من البانديت كان والدي يحبني كثيرا عندما كنت طفلا وكان يجعلني أشعر بالسعادة لم يكن هناك شيء من هذا القبيل لقد كنت ضعيفا وضعيفا جدا حينها ذهب والدي ذات مرة إلى دانكوتا مع أحد المنجمين لرؤية الصين كان هذا المنجم منجما معروفا في التلال الشرقية لنيبال وقال المنجم بعد أن رأى اسمي إنه من غير المرجح أن ينجو الطفل وبعد ذلك حزن الأب بشدة سأل الأب على الفور ما هو الحل لقد قال المنجم أنه يجب أن يقيم صداقة مع صبي من نفس عمره ينتقل الكوكب إلى ذلك الصبي حتى لو مات سوف يموت يقول أن يوم ابنك سوف ينقلب بعد ذلك ذهب والدي إلى بنتشيثار وقام بتفتيش منزل مع ابن صغير لأنه أراد أن ينقذني على أي حال وفي الوقت نفسه اختفى لفترة طويلة وأثناء البحث عنه وجد أن الوضع المالي لعائلة والدك ضعيف وأن والدك كان أيضا في مثل عمري فعرض الصداقة معي إنهم سعداء للقاء قال خنال بهاي أننا وضعناه أن تعرف ماذا تعرف عائلة والدك عن تعقيدات الصداقة من هذا القبيل وبعد ذلك تم شفاء مردي كان والدك مريضا في كثير من الأحيان بعد تلك الحادثة نمى إيمان والدي بالمنجمين فجأة وبعد سنوات قليلة أخذني إلى نفس المنجم وقال كما أقوم بتدريس علم التنجيم لابني ويجب أن أرى كيف سيكون مستقبله ويمكن قراءة علم التنجيم ثم تم اتخاذ القرار بشكل جيد وأعطى عنوان الأشرم في فاناراس حتى يكون من السهل علي قراءة علم التنجيم كما قام بترتيب الترتيب بحيث لا يكون هناك نقص في الطعام والسكن في ذلك الوقت لم يكن من الممكن لرجل جبلي مثل بانتيشيثار أن يذهب إلى مدينة فرناسي ويدفع المال للدراسة كان الأشرم هو الوجهة الرئيسية للطلاب من نيبال لم أتمكن من الدراسة جيدا في فاناراس كطفل ولد في الجبال كان من الصعب جدا البقاء على قيد الحياة في بيئة فاناراس لقد مكثت في الأشرم واتبعت قواعد الأشرم وقرأت وخدمت المعلمة لقد أصبح من روتيننا أن نقضي أيامنا في إجراء دراسات المستوى العادي وخدمة المعلمة كان للمعلمين والخدم ملابسهم الخاصة وكان الانضباط والسلوك صارما للغاية وكان لديهم جميعا لحا وشعر طويلين اعتاد المعلمون على تناول أطعمة معينة لم نكن نعرف عنها وكان سلوكهم الأخلاقي مختلفا إيضا وأحيانا كانوا يتلقون إيضا خدمات الخادمات تم العثور على أشخاص يتحدثون اللغة النيبالية في جميع شوارع فرناسي وشيئا فشيئا توقفه طول الأمطار باتجاه نيبال مرة واحدة في السنة كان والدي يأتي لزيارتنا أيضا اعتاد الطلاب من جميع مناطق نيبال تقريبا القدوم إلى هناك للدراسة عرفت مدينة فاناراس بأنها مركز تعليمي في جميع أنحاء الهن أكملت دراستي في شمال ماديا برادش بطريقة عادية لقد درست مستوى شاستري أثناء العمل بشكل منفصل والجلوس في غرفة الخاصة كما جاء عمي إلى هناك وانخرط في العمل كان لديه متجر للسار وكان العمل يسير بشكل جيد في ذلك الوقت كانت أعمال التجار من أصل نيبالي تسير بشكل جيد إيضا لقد تزوجتها عندما كنت أدرس شاستري وكانت عائلتها تعيش هناك منذ جيل مضى نحو موطنهم الجبالي بهجبورة بينما كنت أدرس شاستري وقعت في صحبة بانارس الخطأ وبدأت في تعاطي المخدرات لقد كسبت أيضا أموالا جيدة عن طريق بيع تلك البضائع عندما رأى والد زوجي أنني كنت سيئا قرر إرسالنا إلى كاتماندو لقد جاءوا إلى كاتماندو واشتروا لنا قطعتين من الأرض في جوريجا في البداية أتينا إلى نيبال واستقرينا على تلك الأرض في ذلك الوقت لم يكن سعر الأراضي في كاتماندو باهظ الثمن عندما جئت إلى كاتماندو من بانارس لم أكن قد أكملت دراستي على مستوى شاستري وبالمثل لم يكتمل علم التنجيم أيضا في بانارس قدمت شهادة مزورة وافتتحت مركزا لعلم التنجيم في كاتماندو في البداية لم يكن الناس يأتون إلى مركز التنجيم للحصول على الخدمات كنت أقوم بتوريد المخدرات سرا إلى منطقة باشوباتي وكنت أكسب أموالا جيدة هذا المال جعل الإقامة في كاتماندو سهلة في الأيام الأخيرة أطلق علي لقب منجم كاتماندو الشهير سير خاص بأيوبة بعد أن يؤمن الناس لن يكون هناك شيء مفاجئ أبناء الخارج في سن مبكرة أرسل الأبناء أبتعد شيئا فشيئا عندما عدت إلى المنزل بدأت أحبك لقد ساعدتني تجارة المخدرات خلال الأزمة المالية لذلك وصلت هذا العمل مختبئا انضم إلي تجارة المخدرات الدوليون لقد كسبت الكثير من المال وفي برديا تم افتتاح أربع شركات زراعية وأضيفت أربعون بيجا من الأراضي وبالمثل أضيفت أربعون بيجا من الأراضي في سبتاري أنا لا أعرف حتى أن زوجتي تعلم بالأمر لكنها لم تذهب لرؤيته أبدا لقد صنعت اسما لنفسي تحت ستار الدين والتقاليد ولكن في داخلي كنت أحترق بالندم روحي حزنت لي كنت أستمتع بالاستماع إلى جميع قصص الباحثين عن الطبيعة مثلي لتهدئتي ذهني اعتدت أن أفعل ذلك لأنه هدأ ذهني لقد أتيت إلى منزلي وكبرت وأنت تشرب الهواء المقدس وماء بنتشثار لم أمنعك من المال حتى لا تتورط في قمامة كاتماندو لقد رويت لك قصة الخادم المتشككي حتى يتقوى الفكر المقدس بداخلك إذا لم تحصل على بيئة جيدة فسوف تكون محميا من كل شيء لأن الناس سوف يتدهورون أنت ناضج وتفهم المجتمع الآن أعطاني الوقت المزيد من التعريف بك إنه تقليد أن أجعل عملائي يعتقدون أنهم يجبوا أن يحصلوا على سلام كوكبي يوم الاثنين نفسه لم يكن أحد منهم يعرف طريقة السلام الكوكبية ولا حتى أنا لكن الجنس البشرية مثل الخروف عندما يحدث شيء ما يذهبون إلى هناك ولا أحد يستمع للواقع دعني أرى يا فتى حتى الآن لم تقم الشرطة إلا بالتحقيق في مخدراتي في وقت لاحق سيتم رسمها أيضا في نطاق تجارة الذهب عصابة مزور مؤهلات التعليمية متورطة في تجارة المخدرات والاتجار غير المشروع بالحياة البرية بناء على بعض أخطائي أوقعوني في هذه الشبكة والآن أنا في حيازة القانون مثلما تحقق الشرطة في جريمتي لا أستطيع الهروب من ذلك أيها الصبي عليك الآن أن تخدم الأمة المنجمة العناية الجيدة هي الاهتمام حتى تعيش والرمي بعد الموت كما يراقب آخرون باهتمام مشهد باسينتي خارج النافذة حيث يتحدث المنجم هارين رايان من داخل النافذة داخل السجن أمن وشرطة فمهما تحدثوا اليوم فهم أحرار مثل المصباح حين ينطفئ لهم سطوع لكن الوقت غير مناسب يا فتى سأتحدث معك كثيرا اليوم يقول سأخبرك بشيء واحد أنك ناضج لا تسقط سلبيا يقول باسينتي أخبرني يقول المنجم يا ولد الآن قد أموت داخل السجن إذا موت عليك أن تتصل بوالدك وأخيك من القرية ويعيش في ذلك المنزل لقد تخلى والدك عني دون أن يدرك ذلك في سن مبكرة زوجتي هي والدتك ترتيب زواجها مع والدك فعلها عائلة مكونة من أربعة أفراد كاملة إذا انفصل أي منكم الأربعة فلن تجد روحي السلام عليك الصلاحها أو عدني ولد يبكي باسانت عندما يسمع أشياء تفوق خياله من المنجم بابا في ذلك الوقت يقول المنجم يا فتى كن قويا لا يمكنك أن تكون ضعيفا لدي شيء آخر لأقوله لك يوجد صندوق في غرفة الصلاة في المنزل به مفتاح لفتح هذا الصندوق بعد وفاتي هناك سندات ملكية الأراضي وغيرها من الوثائق والرسائل ثم افتحه وعمل باستخدام حكمتك لا ترتكب أخطاء في الحياة لإخفاء خطأ واحد عليك أن ترتكب ألاف الأخطاء فلا ترتكب ولو خطأ واحدا إذا قمت بخطأ ما أعلن ذلك على الفور واعتذر قد يخطئ الإنسان لكن يجب تصحيحه إذا لم يكن من الممكن تحسينها سيتم تدمير الحياة أنظر إلي الآن وبالمثل أخبر المنجم هارينا رايان باسانت بأشياء كثيرة هز باسانت رأسه واستمع يتذكر أبناءه الذين هم في الخارج كما تذكر صديقه في قنت شثار وفي النهاية تذكر زوجته وطلب من باسانت المغادرة أخذ باسانت إجازة من هناك وعاد إلى المنزل ولم يعرف مت انقطع الطريق فقط عندما عاد إلى المنزل أنزعج وشعر حينها أنه لا توجد مسافة بين السجن والبيت عاد إلى المنزل وأخبر والدته بكل شيء ما عدا الزواج وكما يقول المثل ما يحدث لا يمكن لأحد أن يغيره ما حدث قد حدث ومضى النهار ومضى الليل أيضا في صباح اليوم التالي وردت أنباء عن انتحار المنجم هارين رايان بشنق نفسه في مرحاض السجن ليلنا لقد كان في الماضي وكانت الجريمة على وشك أن تثبت ذهب للتنبؤ بالعقوبة أرسل رسالته الأخيرة إلى عائلته وانتحر قبل حرق الجثة تم نقل الجثة إلى باشوباتي بعد استكمال الإجراءات القانونية باسانتي نفسه جلس في عملية حرق الجثة الأخيرة وهكذا انتهت حياة المنجم هارين رايان بسبب هارين رايان أصبحت الباسين جيدة وناضجة نجح في الفئة الخاصة في الدراسات العليا كان موضوع دراسته هو الثقافة النيبالية ومن خلال مركز التنجيم اكتسب المعرفة الداخلية والخارجية لقد فهم الحياة لقد فهم العالم لقد فهم واجبه سيكون دائما مدينا لهذه العائلة لو لم يأتي إلى هارين رايان لما أتيحت له الفرصة لينضج بهذه الطريقة لقد تذكر فجأة الماضي لقد تذكر جميع الأشخاص الذين شاركوا في حياته وشكر الجميع من أعماق قلبه كانوا يقيمون في منزل في جوريجا الآن إذا زادت تكلفة الاحتفاظ بحراس الأمن في المنزل فسيتم إزالة نظام الاحتفاظ بحراس الأمن ويعيش بقية أفراد الأسرة بنفس الطريقة مع مرور الوقت لا يمكن قول كل ما قاله المنجم هارين رايان في المنزل وبعد ذلك يصاب بالذهول في الداخل يتذكر خانال مرة أخرى عندما يخبر من سيقول يأخذ باسنة النصيحة من عم خانال في الوضع الصعب الذي وعد به المنجم يقول العم خانال أوه لقد أثار هارين رايان داي مسألة خطيرة في وقت الوفاة إذا لم يتم الوفاء بالوعد الذي أعطي لشخص ما فقد تعذبه الروح الميتة يجب أن أدرس الجانب الاجتماعي وأجد الحل لا تقلق سأوافق على هذا الأمر أصبح خانال مساعدا لباسنتي في حياة الصعوبات يخلص عم خانال بعد استشارة العديد من الأشخاص الاجتماعيين إلى أن تحقيق رغبة المنجم هارين رايان هو رفاهية الأسرة بعد عام يستدعي باسنتي شقيقه ووالده من القرية معه بعد أن يتفق الجميع على العيش في نفس المنزل تعود السعادة إلى المنزل في البداية لم تتمكن الأم من التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة الزواج ويعطي العم خانال أمثلة على الأحداث التي حدثت في حياة مختلف الناس في العالم وأنه ينبغي للمرء أن يستلهم تلك الأشياء ولا يتبع طريق المجتمع كما يقدم كبار الفنانين والكتاب في نبال أمثلة على الزواج مرة أخرى في آخر لحظة من حياتهم الزواج في مرحلة النج من الحياة يوقظ الشعور بوجود صديق جيد في الحياة يمكن تبادل الفرح والحزن وهناك فرصة للاستماع والحكي ويمكن العثور على السعادة والفرح بين أفراد الأسرة الآخرين أخيرا وفقت الأم عم خانال يستشير جميع الأقارب المرتبطين بعائلة المنجم ويقول الأبناء الذين هم في الخارج أيضا أن الأمر جيد على العكس من ذلك فإنهم يشجعون من خلال إعطاء أمثلة من هناك لكنهم يقولون إنهم لا يستطيعون القدوم إلى نبال بناء على نصيحة الجميع يتزوج والد باسانت ووالدته أعطى والد باسانت موافقته دون أن يبدي أي رد فعل يمكنه أن يتذكر أن الكوميثرا نمت في جميع أنحاء الحقول بعد هطول الأمطار عليها والتي كانت مهجورة لسنوات بهذه الطريقة يتم لم شمل عائلتين محطمتين في وضع سهل وصعب للغاية تبدو الأيام القليلة الأولى صعبة ولكن تدريجيا تصبح البيئة مريحة ومن بين الأشياء التي قالها المنجم هارينا رايان أنه يجب فتح الصندوق الموجود في غرفة الصلاة فقط أفراد الأسرة معا لا يجرؤون على فتح هذا الصندوق مرة أخرى هناك حاجة إلى عم خانالي قرروا فتح الصندوق فقط عن طريق الاتصال بعمه خانالي يصرخ سايت ليفتح الصندوق وبحضور عم خانال يفتحون الصندوق عند فتح الصندوق توجد وثائق أراضي لثمانين بيغا من البردية والسبتاري وشهادات تسجيل الشركة وبعض الرسائل توجد شهادات تسجيل في مكاتب تسجيل الشركات الزراعية المختلفة ومكاتب الضرائب وخطاب في مظروف طويل بداخله نوع خاص من إكليل جذاب يبدو عاديا ولكنه شيء خارق للطبيعة يفتحون الرسالة الرسالة موجهة إلى المنجم هاري ناريان توجاناث أوبادهيي هو باحث منخرط في إحياء اللغة والثقافة النبالية لقد قام بعمل كبير في مجال خدمة المجتمع وبينما كان تونجاناث يعمل على الأرضية البدائية للغة والثقافة النبالية انتشر اسمه وشهرته في جميع أنحاء البلاد سمعتك حكيم ومنجم جيد عن هاري ناريان وتم تبادل الرسائل بينهما لكن لم يكن هناك لقاء مباشر تم إرسال الرسالة الموجودة داخل الصندوق من قبل تونجاناث أوبادهيان يوباني وهو عالم من وادي سينجا جملة مع هدية إلى هاري ناريان تمسيق الرسالة هو كما يلي صديقي العزيز المنجم هاري ناريان جيغوريغات كاتمندو أتذكر السيد تونغيناث أوبادهيان يوباني من وادي سينجا لم أقابلك ولكن سمعت من الكثير من الناس أود أن أشكركم من أعماق قلبي على تركي بانرس والقدوم إلى منطقة باشوباتيناث في كاتمندو منطقة باشوباتيناث بعد اكتساب المعرفة الكاملة بالفلسفة الشرقية وخدمة الثقافة النبالية واللغة النبالية بشكل مستمر أصل اللغة النبالية هو وادي سينجا إنني أذكرك من هذه الأرض المقدسة لقد أرسلت هذه الرسالة إلى الشخص القادم إلى كاتمندو يوجد بداخلي هذا إكليل أرسلناه من معبد كانكا سنداري بعد عبادة جميع القرى معا إن الإكليل المقدسة المرسلة من مسقط رأس اللغة النبالية والثقافة النبالية سوف يعتز دائما بروحك المقدسة هذا صديقك تونغناث أباد هيين يوباني ودي سينجا جملة كان ذلك في الرسالة المرسلة من سينجا المذكورة أعلاه وفي نفس الصفحة تحتها خاطب المنجم هاريناريان باسانت وكتب عزيزي لبنا باسانتي المزيد من الحب في أحد الأيام تلقيت رسالة من جملة فتحت الرسالة وقرأتها تلك الرسالة لمست قلبي لقد بحثت عن العالم الذي أرسل تلك الرسالة لقد كان عاملنا اجتماعيا محبا للحقيقة ومخلصا لقد درست عن حضارة سينجا ومعبدي كان كسندري من هنا تم إنشاء عالم نيبال الشاسعي لقد تطورت اللغة التي نتحدث بها من هناك لقد أرسل تلك المسبحة كرمز من بعيد وبشعور مقدس بسبب عقله المقدس ربما كان يعتقد أن غطاء الخارجية هو شكل الحقيقي لكن في تقييم الداخلي أنا مدفون في مظهر السلوك غير الأخلاقي والجريمة لذلك لست في وضع يسمح لي بارتداء هذا الإكليل العاطفي أنت شاب أنت متعلم أنت نقي لقد سمع أسرار الكثير من الناس وهو يعرف هذا المجتمع جيدا ويفهم نيبال الآن عليه أن يرتدي إكليلا لإلهام الحفاظ على اللغة النيبالية والثقافة النيبالية حملة الحفاظ على اللغة والثقافة النيبالية ينبغي أن تكون هويتنا الأصلية تكمن في اللغة والثقافة النيبالية فإذا انتهى ذلك سينتهي وجودنا كان المنجم قد خاطب باسانت فيما هبهرات قال كارنا سيفوز أرجونا بالحرب لكن بسبب الظروف سأضطر إلى القتال إلى جانب دوريودهانا هكذا سامحني يا فتى إذ أتذكر أن الظروف أوصلتني إلى هذه الحالة وإذا لم تتمكن من الوصول إلى معبد كانكا سندري فانتقل إلى معبد تشوكوت ديفي في كاتماندو واصلي يقع معبد تشوكوت ديفي على تلة فوق قرية دكشنكال الهامشية التابعة لبلدية كاتماندو تدريجيا سيتعرف الناس في جميع أنحاء نيبال على مجد معبد تشوكوت ديفي سوف يفهم سكان كاتماندو أيضا تلك المنطقة وأهميتها وشهرتها نفس الأبي الذي يحبك هارينا رايان المنجمة بعد قراءة الرسالة صدم الجميع يصبح باسانتي أكثر جدية ويدرك مسؤوليته ثم تطلب الأم من عم خنال المزيد من المساعدة طلبت من خنال ترتيب النفقات قائلة إنه يجب عليه إعطاء المعرفة العملية لباسانتي حول أرض بردية وأرض سبتار روبنادر والوضع القانوني للشركة الزراعية والوضع الحالي العم خنال ينظر إلى أوراق تسجيل الشركة هناك وثائق مسجلة منذ خمسة عشر عاما ينبغي تجديد مكتب تسجيل الشركة ومكتب الضرائب ومكتب الملكية والبلدية الريفية في أي مكان وعلى الرغم من أن الأرض مسجلة باسم الشركة الزراعية إلا أن القرويين في المنطقة المحلية يكسبون المزرعة بموجب عقد لا يمكن تغيير العلامة التجارية أو بيع الشركات باسم الغير دون التأكد من تجديد الشركة معرفة هذه الجوانب العملية سوف تساعد باسانتي أرض تراي مزروعة بالتربة بحجة الذهاب لرؤية أراضي الشرق والغرب يقدم العم خانال بعض المعلومات الإضافية حول جغرافية نيبال إلى باسان عندما يسافرون شرقا وغربا ويصلون إلى كاتمندو تسأل الأمة باسانت هل أند جشع للأرض ابن يجيب باسانتي كل الأرض جيدة ولكن ليس لدي رغبة في الاستمتاع بها انظر يا بنا اسمع يا بنا ولم نتعرق على تلك الأرض ستحكم الحكومة على تلك الممتلكات التي قام بها والدك من خلال وضع بعض القواعد لاحقا افعلها لا تكن جشعا لدينا ثرواتنا الخاصة للوصول إلينا لقد أظهرنا المناطق الوقعة خارج كاتمندو فقط حتى تتمكن من التعرف على شرق وغرب نيبال رمزيا أماكن تيراي هي هكذا تقريبا جميع الأماكن في التلال تشبه بانتيشيثار لم أقم بزيارة الجزء الهمالية أيضا الرسالة الموجهة إلى المنجم هاريناريان بابا من سينجا إنها منطقة الهمالية حصلت نيبال على الكمال من مزيج الجبال والتلال والسهول من جبال الهمال إلى تيراي تلعب الثقافة النيبالية واللغة النيبالية دورا مهما لقد نمت نيبال بأكملها على أساس اللغة النيبالية والثقافة النيبالية ونيبال معروفة جيدا في العالم لقد درس تاريخ وثقافة نيبال بعمق لديها تراثها فخور يجب علينا جميعا النيباليين أن نعيش بهوية نيبالية قوية في هذه الأيام تعرضت نيبال للهجوم من جميع الجهات بشكل عام ليس هناك هجوم ولكن هناك هجوم على اللغة هناك هجوم على الثقافة هناك هجوم على السياسة هناك هجوم على جميع مناطق الدولة كم عدد الأجانب الذين يهاجمون؟ كم من النيباليين أصبحوا وطنيين لتحقيق الهوية النيبالية؟ لقد أصبح أفراد السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية في البلاد مشوهين اليوم هناك تشويه في كل مجال ومن الأجسام العليا للدولة إلى الأجسام السفلية مغمورنا في حالة قادرة اسمع أنت قادر أنت نقي وأنت شاب يجب على الكثير من الشباب مثلك أن يطهروا هذا البلد مثل ما تحمي بيتنا المغفرة احمي أمنا والدتك أكبر مني والدتك هي التربة النيبالية والدتي أيضا من الطين هنا وأمهات الكل وكلنا طين التربة تعني البلد والزينة الموجودة على الأرض هي اللغة والثقافة نيبال هي شكل موحد من التربة النيبالية والثقافة النيبالية واللغة النيبالية حيث يتم حماية العديد من المتحدثين العرقيين واللغويين إن الحاجة اليوم هي إنشاء نيبال موحدة ومتحضرة ومتعلمة ومتطورة من خلال حماية الطبقة والثقافة واللغة والتقاليد والعادات الخاصة بالثقافة النيبالية واللغة النيبالية ومن أجل ذلك ينبغي أن تعملوا أنتم وأمثالكم من الشباب بإخلاص حتى اليوم لم أطلب منك شيئا يا فتى لكن اليوم عدني ينهض باسانتي يقبض قبضتيه ببطء ويرفع كلتا يديه ويغلق عينيه ويصرخ نعم يا أمي الآن نحن الشباب سوف نستيقظ تحية الأم نيبال لقد استمعت حتى الآن إلى الرواية داخل الستاري التي كتبها جانغا براسات بهتوال شكرا للجميع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر